هذا هو الإسلام لفضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي يقرأه عليكم يوسف الشيخ أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك خلقت فأبدعت وأعضيت فأفضيت فلا حصر لمعنك ولا حدود لفضلك نصلي ونسلم على أشرف عبادك وأكمل خلقك تلقى عنك أتم الرسالات فكان نعم المتلقي ونعم المبلغ وبعد يواجه الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة بثلاثة محاور تترصد خطأ وتعمل عملها للنيلم المستشرقون بسعيهم الحفيث الذي لا يهدأ أو يتوقف في الطعم فيه والافتراء عليه والمستغربون الذين فارقوا ديار الإسلام إما للدراسة أو العمل فانبهروا بزيف الحضارة الصناعية والتوثوا بصخب المدنية الآلية فاهتزت عقائدهم وتنكروا لدينهم ومورثاتهم وأصبح شغلهم الشاغل الآن هو الكيد للإسلام وتحميله كل التبعية في انهيار الصرح الإسلامي عامة والصرح العربي خاصة والمحر الثالث يتمثل في الإنجازات العلمية التي تطلع علينا كل يوم بجديد في الفلك والطب والإحياء وعلم الوراثة والفضاء وغير ذلك من المجالات العلمية فتثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ما لا يجد تفسيرا أو توضيحا حاضرا لدى الإسلام وقد تخلف في العقول الحيرة وفي النفوس الريبة وقد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على العقيدة الإسلامية وإذا كان المستشرقون قد نشطوا منذ وقت بعيد في دراسة الإسلام ومتابعة مسيرة الطويلة عبر 14 قرن لا يتركون جانبا من جوانبه إلا قتلوه بحثا واستقصاء وتحليلا تحركهم جلهم أحقاد سوداء وثارات قديمة وآمال عريضة في تطويقه ومحاصرته إلا يتيسر لهم القضاء عليه إلا كان هذا شام المستشرقين فإن دور علماء المسلمين إزاء هذا لن يكن بالحجم المأمولة والقيمة الموازية مهما اختلفت الآراء في قيمة هذا الدور لا ينكر أحد أن كثير من علماء المسلمين قد تصدوا لهؤلاء المستشرقين وعارضوا آراءهم في أسفار ضخمة وعديدة تئم بها المكتبة العربية مدافعين عن الإسلام وقيمه متصدين لسلم المستشرقين بالحجة الدامغة والرأي السديد والبرهان الصادق لكن لكل مرحلة وكل آونة ظروفها ومتطلباتها فمستشرق اليوم غير مستشرق الأمس البعيد أو القريب وإن توحدت نواياهم وليس من المعقول أن نواجه مستشرق اليوم بنفس الأساليب التي واجهنا بها مستشرق الأمس إن أعداء الإسلامي ينفثون سموما جديدة سموما غير تقليدية أو مألوفة تستمد عناصرها ومكوناتها من المتغيرات الاجتماعية المواكبة للمد البشري وما أحدثته هذه المتغيرات من تناقضات جسيمة في العلاقات والسلوك وهذا أمر يتطلب من غلماء الإسلام اليوم التصدي لها برؤية علمية موضوعية يمكن أن تقطع الطريق على كل هذه النوايا رؤية جديدة تعرض القيم الإسلامية بروح حية متجددة تكبح جماح هؤلاء المستشرقين وتحد من أهدافهم الخفية فلا جدوى الآن من المدرسة التقليدية في عرض الإسلام والتعريف به والتي تعتمد أكثر ما تعتمد على الحماس المندفعة والخطابية المفرهة دون ارتكاز على موضوعية ما الموقف الآن يتطلب مدرسة جديدة لها سمات والخاصة وعلماؤها ذو الرؤية الجديدة مدرسة تقوم من الآن بعرض الإسلام عرضا هادئا بعلمية متمكنة وموضوعية محددة أما المحور الثاني الذي يواجه الإسلام الذي يتمثل كما أسلفنا في محاولات المستغربين فالموقف بالنسبة له يختلف اختلافا كبيرا فهؤلاء المستغربون وإن كانوا قد تنكروا لدينهم الذي ارتبوه نتيجة للصدمة العفوية التي تولدت من إحساسهم باتساع الهوة بين حضارتين متبانئينتين فإن أمرهم يقل خطرا عن أمر المستشرقين فهو لا يعد أن يكون مجرد فقدان ثقة في قدرات الإسلام كدين يمكن أن يطرح بحدوده ومعاملاته مثالا قريبا للحضارة الغربية أو على الأقل ينهض بدياره المتداعية وينتشلها من هوية التخلف والهوان مسألة فقدان الثقة هذه يمكن معالجتها بتبصير هؤلاء الأبناء الذين اهتزت عقائدهم نتيجة لما أستفن بقدرات الإسلام العظيمة في بناء الإسلام بناء متكاملة والذي هو صانع كل الحضارات قديمها وحديثها على المدرسة الجديدة في تناولها للإسلام أن تجد لنفسها خطا واضحا تواجه به هؤلاء المستغربين كما واجهت المستشرقين خطا يعرض الإسلام في إطار رحب من خلال موقف بين من مشكلاتنا الاجتماعية المستعصية والتي طفت على سطح حياتنا نتيجة للمتغيرات المتلاحقة خطا يعرض الإسلام في إطار الأنظمة السائدة كالاقتصاد والسياسة والملكية وقانون العمل والاجتماع والدولة والأسرة والإعلام والثقافة والثنون بألوانها إن انتصر الإسلام يتحقق بتحديد موقفه من قضايان المعاصرة والتي لم يفلع علماؤنا حتى الآن في التوفيق بينها وبين الإسلام وكان الإسلام دين عخيذة وليس له سلة بالمعاملات أو شؤون ياباد وإذا كان بعض علمائنا قد تعرض لبعض المشكلات وحاول أن يجد لها حلولا دينية فإن النظرة كانت قانصرة استحدثت من المشاكل الفرعية أكثر مما علجت إذا استطعنا أن نقيم وذئاما دائما بين الإسلام كدين وبين عموات حياتنا السائدة فإننا نكون قد حققنا للإسلام تواجدا فعليا إذا استطعنا أن نتخلص من نظامنا الاقتصادي الغريب ونقيم على أنقاضه نظاما إسلاميا إذا استطعنا أن نحدد الموقف الإسلام بشجاعة وصراحة من عمل المرأة الآن والاختلاط وتعدد الزوجات إذا استطعنا أن نحدد الموقف الإسلام من الإعلام ووسائله والترفيه وابعاده والسياحة وضروراتها إذا استطعنا أن نحدد الموانع التي تحول بين تطبيق أحكام الله وإقامة الحدود إذا استطعنا هذا كله أن كنا أن نحقق التواجد الفعلي للإسلام ويصبح في الإمكاني عادة الثقة في نفوس الأجال المتمردة من شبابنا في إمكانيات الإسلام وقدراته الفائقة كدين سالح لكل زمن ومكان المحور الثالث الذي يواجه الإسلام مواجهة مستمرة ومتغيرة يوما بعد يوم هو الإنجازات العلمية في كثير من الميادين فهذه الكشوف العلمية قد تصطدم مؤقتا قبل التوفيق برؤية قرآنية مغيرة مما يولد كثيرا من الشك في صميم العقيدة وهذا المحور لا يجب الاستهانة به البتة ويجب أن يواجه بالرؤية العلمية التي ستجد في كتاب الله من العطاء والغنى والمسايرة من يخدم الإسلام في هذا الموقف إن كتاب الله دستور الإسلام صالح لكل زمان ومكان ولم يضع المفسرون الأجلاء أيديهم على كل كنوزه ولم تقل الكلمة الأخيرة في مراميه وأقواله ولم يتوقف عطاؤه إلى أن تقوم الساعة وإلا فماذا يجد فيه علماء القرن الثلاثين ومن يليهم والواجب الآن زاء هذه الكشوف العلمية التي يحققها الإنسان في كثير من المجالات وتصطدم أو تتعارض مؤقتا برؤية القرآنية أن يتزود العلماء المسلمون بالرؤية العلمية وأن يناظر العلم علم مثله وأن تجب الحقيقة حقيقة مثلها ولا ضير من معاودة النظر في كتاب الله ومراميه على ضوء المجهر العصري وستبدو النظرية العلمية إذا كانت حقيقة علمية من سجمة ومتمشية مع أصلها القرآني غير معارضة له أو مستضمة به أن إذا تعرضت النظرية صراحة ولفظا مع أصلها القرآني فلابد أن تكون غير صحيحة ولابد أن يقال عنها إنها غير حقيقة علمية وللأيام القادمة والبحث حولها الفرصة الكاملة في إبداء القول الفصل في سلامتها أو زيفها وسيكون كتاب الله قد تنبأ سلفا ببطلانها وزيفها مما يفيد ولا يضر ولا يمكن أن يقال في معرضي هذا القول إن كثيرا من الاستكشافات العلمية ما زالت معلقة لم يقل العلماء رأيهم فيها بعد ولم يزيلوا الالتباس القائم في الأذهان حولها هذه هي المحاور الثلاثة التي يؤتى الإسلام منها جمع المستشريقين ونواياهم السياة نحو الإسلام ودياره تدفعهم خططات عالمية مشبوهة والمستغربون الذين اتصلوا بالحضارة الغربية بأشكالها وألوانها فانفأ ظهروا بها واهتزت عقيدتهم وأصبحوا حربا على الإسلام ينقون عليه التابعة في تأخر المسلمين والتخلفهم والمنجزات العلمية التي حققها الإنسان فكانت وبالا على عقيدته الدينية أما الأساليب الواجب الأخذ بها منذ الآن لنواجهة هذه المحاور فكثيرة ومتبينة وإذا كنا قد قدمنا تصورا لها فليس معنا هذا أن الأمر مقصور عليها إن المؤامرات التي تحدق بالمسلمين بالإسلام متشعبة ومترابطة وهذا يتطلب الكثير من أساليب المواجهة وكتاب هذا هو الإسلام علامة على هذا الطريق فهو يقدم الإسلام برؤية جديدة وينفذ إلى روحه ببصيرة نافذة وعقل مستمير ونظرة علمية موضوعية لا يعرض الإسلام بروح مندفع أو بخطابية المفتكر أو بضيق أفق القاصر إنما بالحوار الهادئ الذي تتخلله روح الاستقصاء والتحليل يضع المشكلة أو القضية تحت مجهر الحيدة فلا تعصب ولا هوى وما أكثر المشكلات والقضايا التي تناول هذا الكتاب تناولا عصيا قضايا ملحة وشائكة وتتطلب تحديدا قاطعا لموقف الإسلام منها قضايا معايشها ونصلى بنارها في ظل الحلول الوضعية والنظريات الوافدة في حين نجد لها في كتاب الله وفي ظل الإسلام وفرحا بالسنة الشريفة حلولا جذرية وناجعة هذا الكتاب وهو يتناول إسلام تناولا جديدا يأخذ بأيدي شبابنا الحائر الذي تستهدفه الطيارات الفكرية الوافدة والمغربة ويقرف في مفترق طرق دون أن نرى معالم ترشده أو بصيرة تهديه إلى الطريق السليم وذلك بالأسلوب الذي يجذب الشباب إلى دينام ويرغبهم في التمسك بتعليمه وما نره اليوم من المد الديني لدى الشباب يؤكد صدق النظرية فشبابنا اليوم يحتاج إلى لغة عصية تساعده على التعرف على دينه لغة تتيح له التفهم والمشاركة والتعاطف وتقترب به من فيوضات العقيدة وروحانية الإسلام هذا الكتاب بالحوار الهادئ والنظرة التحليلية للإسلام وقضايا سيجبر المستشرقين بلا شك على تصوب آرائهم وتغيير مواقفهم السلفة من الإسلام هذا الكتاب بتناوله للقضاء لجسمعات المعاصرة وربطها بالدين وترحه لإمكانيات الإسلام في إقامة المجتمع المثلي الذي لا يتعرض مع التقنية الحديثة يمكن أن يعيد كثير من الشباب إلى رحاب الإيمان من جديد هذا الكتاب بمحاولاته الكثيرة في التوفيق بين الاكتشافات العلمية والدين بردها إلى أصول قرآنية يمكن أن نقطع الطريق على النتائج السلبية لهذه الكشوف على العقيدة هذا الكتاب بكل هذا وغيره دعوة من الفكر البناء والاجتهاد العلمي والرأي الحر ويسعدني جدا أن أجد بين علمائنا من يسير على النهج أو يزيد عليه فالحق دائما هدفنا والله سبحانه وتعالى غايتنا محمد متول الشعراوي الفصل الأول الإسلام عقيدة ومنهج الحركة والهدف والنسب الذي يسعد الإنسان هو أن تلتقي حركته مع هدفه فإذا لم تلتقي الحركة مع الهدف كان لابد أن يوجد القلق والاضطراب والحركة والهدف أمران محتمان وجودهما على تصرف العقلاء المفكرين فكل حركة حياة لابد أن يكون لها هدف هذا الهدف ما الذي يحققه تحقيقا يقينيا وأعنب تحقيقه تحقيقا يقينيا أن يخرج عن أشياء أن يخرج عن أن يكون تقليدا وأن يخرج عن أن يكون جهلا ويخرج عن أن يكون شكا ويخرج عن أن يكون ظنا ويخرج عن أن يكون وهما فالنسب التي تتحكم في حقائق الوجود لا تخرج عن هذه الأشياء أبدا إن أمر متوهم وإن أمر مذنون وإن أمر مشكوك فيه وإن أمر مذنون على الجهل وإن أمر مذنون على التقريد والأمر الذي يسود هؤلاء جميعا هو الأمر المذنون على اليقين واليقين هو مذنون كلمة العلم فكل قضية من قضايا الوجود لا يحكمها العلم اليقيني لا تخرج عن واحدة من هذه الأشياء أبدا وإذا دخلت في حيز واحد من هذه الأشياء فلا خير فيها ولا بركة منها ونوضح المسألة توضيحا يقربها إلى الأذهان نقول اللغة التي يتكلمها الناس تتكون من ألفاظ مفردة لها معاني محددة خفر ما يؤديه اللفظ المبيء المفرد حين ينتق به أن يدل العقل على معناه فقط وعلى معناه بدون نسبة مسندة إليه فكلمة الأرض حين تنتق يأتي مدلولها بما نعرفه لها بدون نسبة تتعلق به وكلمة كرة لها أيضا معنا في اللغة حين ينتق بهذا اللفظ يؤدي مدلوله بدون نسبة فإذا قلنا الأرض قروية وجدت نسبة ومعنى نسبة أننا حكمنا على كل شيء بشيء والحكم على شيء بشيء هو النسبة والنسبة هي التي تتحكم في ذلك الوجود كله فالألفاظ مفرداتها لا تتحكم في هذه الحياة إلا بمقدار ما تندم لأختها فتوجد محكوما عليه ومحكوما به وحين يوجد المحكوم عليه والمحكوم به توجد النسبة وما دمت وجد النسبة فإن كانت نسبة علمية أي يقينية فكل حركة تبنى عليها تأتي بالخير واليس والجمال وكل نسبة لا تدخل في هذا المحيط مجهودها ضائع يفعل صاحبها ما يفعل والنتيجة ألا شيء وهؤلاء الذين يتوهمون في النسب غير اليقينية يقينا ويعملون بحركة في الحياة لإثبات ذلك اليقين هم الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا الذين قال الله فيهم قل هل منبئكم بالأخسرين أعماله الذين ظنوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هم معذرون في أن يظنوا لكن ليسوا معذرين في أن لا يجيء الظن لهم بخير ثم يستمرون في ذلك الظن معذرون في أن يتوهموا ولكن حين يتوهمون وحين لا يجدون الوهم قد حقق لهم أمل فما الذي جعلهم دائما سادرين في الوهم أو الظن أو الشك أو التقليل أو التقليد أو الجهل إذن فالقضية الأساسية في الوجود هي أن يحكم الإنسان أي تحكم حركته بنسبة يقنية لا تقليد فيها للغير ولا جهل فيها ولا شك ولا ظن ولا وهم والنوضح المسألة أكثر من ذلك نقول حينما تكلم العلماء عن العلم قالوا ما هو العلم العلم هو أن يظفر الفكر بنسبة كانت مجهولة له أي كان موضوع هذه النسبة بشرط أن تكون النسبة مجزوما بها والجزم بها لا يكفي لأن الجهل قد يجزم بقضية جهلية ولكن الجزم لا بد أن يترتب على أنها واقع أيضا ولا يكفي في النسبة أن تكون مجزوما بها ولا أن تكون واقع وإنما تتطلب شيئا آخر هذا الشيء الآخر هو أن يقام عليها الدليل إذن فلا تصل نسبة ما إلى أن تكون نسبة يقنية إلا إذا استوفت هذه الأشياء مجزوما بها وواقع وعليها دليل فإن كانت النسبة مجزوما بها وواقع إلا أن الجازم بها لا يستطيع أن يدلل عليها نقول له انتقلت من مرتبة العلم اليقيني إلى التقليد فالولد يقول الله أحد يقلد أبا ولكنه لا يستطيع أن يدلل على ذلك نقول النسبة الولد جزم بها وهي واقع فوقع الأمر أن الله أحد لكنك إذا قلت للولد وما دليلك لا يستطيع إذا فالولد يعيش الآن هذه الفكرة في مرتبة التقليد لمن يثق في إخلاصه له فإذا ما كدر واستطاع أن يدلل انتقلت المسألة من التقليد إلى اليقين حينئذ تصير علما فالعلم إذا يتطلب هذه العناصر وإذا كانت النسبة مجزوما بها ولكنها ليست واقعة الجاء التخلف في المنطقة الثانية لا في المنطقة الثالثة لأننا قلنا مجزوما بها وواقعة وعليها دليل فإن كانت الوقفة في الدليل كان هذا هو التقليد وإن كانت الوقفة في الركن الثاني وهو أنه مجزوما بها عنده ولكنها ليست واقعة نقول له ذلك هو الجهل إذن فالجهل جزم بنسبة غير واقعي إياكم أن تظنوا أن الجهل هو أن لا تعلم ألا تعلم تلك أمي والأمية ما أنسرها لأنها ذهن خال تستطيع أن تضع فيه ما تشاء ولكن الجهل ذهن مجغول بقضية يجزم بها وليست واقعة وآفة الدنيا كلها ليست من الأمية وإنما هي من الجهل الذي يجزم بقضايا على أنها حقائق وهي باطلة وليست حقائق أما الأمية فلا تشكل فسادا أبدا والجهل هو الذي يتعب لماذا؟ لأن عنده نسبة غير واقعة فمجادله يحتاج أول الأمر إلى أن يخرج من ذهنه النسبة المجزم بها عنده وهي ليست واقعة وبعد ذلك يدخل فيه النسبة الواقعة إذن فآفة الدنيا كلها من الجهل لأنه جزم بنسبة والنسب غير واقعة إذن فالنسبة إذا كان مجزوما بها لا تخرج عن هذه الأمور أهي واقعة؟ نعم أتستطيع أن تدلل عليها؟ نعم فذلك هو العلم أهي واقعة ولا تستطيع أن تدلل عليها؟ فذلك هو التقليد ولكن إذا كانت النسبة مجزوما بها وليست واقعة نقول ذلك هو الجهل فإذا كانت النسبة غير مجزوما بها أنا لم أجزم بنسبة نقول أن تساوي الطرفان فذلك هو الشك لم ترجح شيئا وإن رجحت شيئا على شيء فذلك هو الظن وإن رجحت المرجوح فذلك هو الو فنسب الحياة لا تخرج عن هذه المسائل أبدا علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهمة فمن من الناجحون في الحياة؟ الناجحون في الحياة هم الذين يتبعون اليقين العلمي لا يجزمون بقضية إلا إذا كانت واقعة وعليها دليلها حينئذ يسلمون من كل المعاصي وتؤتى حراكتهم ثمرا ولكن إذا كان الأمر كذلك فمن أين نأخذ النسبة اليقينية لنجزم بها وهي واقعة نقول لهم موضوع النسبة يختلف أهو موضوع يتعلق بأمر مشهدي محس أم بأمر غيبي فإذا كان موضوع نسبة يتعلق بأمر مشهدي محس فالذي يحكم على يقين القضية ويقين النسبة ليرتفع بها إلى كلمة العلم وكلمة الحقيقة المطلقة إنما هو التجربة الحسية فالتجربة الحسية في الأشياء المحسة هي التي تعطي الدليل اليقني على أن ذلك حق وعلم إذا ما نظرنا للحياة المعاصرة وجدنا أمرين في غاية التناقض نجد أن الحياة الآن في موجاتها المادية التي تتعلق بالعلم التجريبي المحس المشاهد ونجد ارتقاء ونجد تقدما حق كرفاهية للبشر جميعا أمر لا نشك فيه ولا نجد اختلافا كما قلت سابقا بين مدرسة تجربية ومدرسة تجربية أخرى قلت لا نجد فارقا بين كهرباء روسي وكهرباء أمريكي ولا بين كيميان ألماني وكيميان انجليزي لماذا؟ لأن هؤلاء وهؤلاء محقوبون بالتجربة الحسية على المادة الصماء التي لا تجامل فإن دخل عالم معمله بهوا في نفسه فلن تعطي التجربة شيئا وما دامت التجربة على أمر مادي أصم لا هولة ولا يجامل فستلتقي نهاية التجارب جميعا إلى حقيقة واحدة حين أخذ العالم حظه من التجربة الأممية أفادا ولكننا نجد موجة أخرى أو خط آخر فيه خلاف وخلاف أضاع فائدة الارتقاء في الأولى وهذا الخلاف في المنهج النظري للحياة المنهج النظري الذي لا تحكمه التجربة والذي لا يحكم ولا يحكم بمعمل فهذا يقول رأس مالية وهذا يقول شوعية وذلك يقول وجودية كل واحد يخرج علينا بفكرة لماذا اختلفت هذه الآراء لماذا هذه النظريات لأنها ليست محكومة بتجربة مادية تخضعهم جميعا لنتائجها وكل واحد أصبح يتكلم على هواء وما دام كل واحد أصبح يتكلم عن هواء فتكون نظرية في الحياة النظرية خاضعة لما يهواء ويحاول جاهدا أن لا يسبغ نظريته بهواء واختلافهم في الثانية أضاع اتفاقهم في الأولى لأنه سير الحصيلة المتفق عليها من العلم التجربي وسيلة لفرض النظريات التي تختلف باختلاف الأهواء ومن هنا نشأ الفساد في الدنيا تقدم في ناحية مجمع عليها لاختلاف فيها ولكنها لا تسير في طريقها الطبيعي العلمي وإنما صارت لتفرض قضايا اختلف عليها إذن فكأن الخيطين انتهي إلى شيء واحد هو أن العالم في صراع دائم وما دام العالم في صراع دائم فيجب أن يبحث بحثا آخر أهو لم نعرف هدفه أعرف هدفه ولم يستطع أن يحدد حركته التي توصل إلى هذا الهدف وقفة يجب أن تقفها الأمم لتقول من الذي إذن يستطيع أن يحدد نسبة يقينية في أمر غيبي لا تحكمه التجربة ولا تكون من خاماته المادة التي لا تجامل إنه يجب أن يكون لا هو له أبد وأن يكون عالما بكل جزئيات من يقنن لها وذلك لا يتوفر في البشر على الإطلاق فعلم البشر علم محدود وإن قنن نظريا غير محكوم بعمل وبتجربة مادية فسيأتي التطبيق ليفسد عليه من تهى إليه ثم يعدل تقنينه أو الغيه نهائيا ويأتي فيه بالمقابل إذن فلابد أن نبحث عن مصدر نأخذ منه القيمة الغيبية التي لا تحكمها التجربة إلا بعد أن تطبق إذن ففساد العالم أمر طبيعي جدا وما دام أمر طبيعي فيجب أن نبحث عن علة هذا الفساد التي إما خطأ في تحديد الهدف وإما خطأ في تحديد الحركة الموصلة إلى الهدف لو نظرنا إلى الهدف وجدناه والذي يحكم تصرفات الإنسان فالحركة من إنسان لا هدف له حركة عشوائية تحدث كما يتأتى مثلا فالتلميذ الذي يخرج من بيته وهدفه أن يصل في معاده المحدد إلى مدرسته حتى لا تفوته فترة من فترات درسه هذا تلميذ خرج من بيته وله هدف هذا الهدف رأسي له مقدار لقامته في تلك الرأس لا يجعل هدفا عرضيا يطع عليه أبدا فإن خرج من شارعه ووجد معركة تستلفت نظر أمثاله فإنه لا يلتفت إليها لماذا؟ لأن له هدفا يستدعيه إلى ذلك وإن رأى حاوي وله سامر ويأتي بالأعجيب والناس ملتفون حوله أجدا لا يلتفت إلى ذلك لأن الهدف الأصيل حاكمه بأن يذهب إلى المدرسة وبعد ذلك جاء طف آخر خرج فوجد مثل هذه الأشياء فنسي الهدف الأصيل وجعل ذلك هدفا حاصلا الآن نقول ذلك هدفه هو ما هو بصدده من حركة ليس له هدف ونواصل القراءة من الفصل الأول تحت عنوان الإسلام عقيدة ومنهج إذن فلا بد من أن يحدد الهدف والأهداف تختلف ومعنى تختلف تختلف اختلافا ارتقائيا فليس هدف التلميذ الحقيقي في ذهابه إلى المدرسة هو الذهاب إلى المدرسة وإنما هدفه في هذه المرحلة من ذهابه إلى المدرسة هو أن ينجح ونجاحه له هدف هو أن يعيش سعيدا في الحياة يتعب فترة قصيرة من الزمن ليربح ويرتاح فترة مضمونة أطول من هذه الفترة إذن فكل هدف في الحياة قريب إنما هو وسيلة إلى هدف أعلى وما دامت الأهداف غايتها إسعاد الإنسان فيجب أن يحدد الإنسان منطقة هذا الإسعاد أهي منطقة موقوتة أم هي منطقة محكومة محصورة مزمنة كما يقولون أم هي منطقة طويلة كما قلت في المرة السابقة وعلى هذا جاءت مقارنة بين الديني وغير الديني الديني الذي يعتبر هذه الحياة وسيلة إلى حياة أرقى وغاية إلى غاية أخلت وغاية إلى حياة النعيم فيها لا على قدره ولكن على قدر إمكانيات ربه إذن فلو نظرنا إلى الدنيا على أنها هي الغاية وهي الهدف فليصنع في الدنيا ما أراد لأنه لا هدف له بعد هذه الدنيا بل فليحقق لنفسه متعة وليحقق لنفسه سعادة ولو على أنقاض شقاء الآخرين إذن فالذي يحدد الهدف هو الذي يمكن أن يسير بخطاه وبحركته إلى هدفه سيرا مطمئنا إلى الغاية ولا يكون مطمئنا إلى الغاية إلا إذا كان الهدف أمرا يقينيا موثوقا به إذا نظرنا إلى الإسلام كدين جاء بلاغا عن الله وجاء آخر بلاغا عن الله وما دام الإنسلام دينا فهو يقتضي مسلما إليه ويقتضي مسلما به المسلم هو الذي أسلم قياده أسلم قياده لمن؟ لمن يثق فيه أنه أقدر منه على إدارة حركة حياته حين يثق هذه الثقة يسلم قياده إليه فيكون من أسلمت قيادك إليه مسلما إليه في أي شيء في حركة حياتك ولكن هل جاءت الأديان أو جاء الإسلام الذي يمثل خاتمة الأديان ليجعلك تسلم كل حركة حياتك إلى مسلم الله؟ أمن الإسلام إنما جاء ليجعلك تسلم حركة حياتك المقيدة بأفعل وتنتهي عن شيء مقيد بلا تفعل ثم ترك بقية حركة الحياة حرة في إطاري ألا ضرر ولا ضرار فإذا ما نظرت إلى قول التكليف افعل كذا ولا تفعل كذا وجدتها لا تستوعب كل حركة الحياة وإنما ترك شيئا لك يسمى المباح تفعله أو لا تفعله في إطار لا ضرر ولا ضرار والمسلم أخو المسلم هذه الحركة التي أسلمت فيها قيادك يجب أن تسلم قيادك إلى من يصرف حركتك أن تقتنع بأنه أقدر منك وأعلم منك وأحكم منك وأنه لا فائدة له منك فيما يشرع لك وأن الفائدة عائدة إليك إذا أردت هذه المسألة فلن تجد لها تحقيقا في البشر أبدا لأن علم البشر مهما كمل عاجز وقدرتهم مهما اكتملت عاجزا وهو أهم لا يمكن أن يتبرأ منه أبدا ثم إذا سلمنا بأن الإنسان يمكن أن يسلم قياده إلى إنسان آخر نقول له هذا الإنسان الذي أسلمت قيادتك إليه لمن أسلم قياده هو ثم سلسلها فنجد أنه لا بد أن يكون في أولى حلقات الوجود إنسان سلم قياده لغير إنسان مثله وإلا فالإنسان الذي وجد أولا لمن أسلم قياده لا بد أن يسلم قياده إلى أي شيء آخر غير الإنسان وإلا من الذي يجعلك تتحرك في حياتك إلى أن يوجد الإنسان الذي تسلم حركة حياتك من الذي نظم حياته وأسلمها ليتصرف فيها إذا فلا بد أن تنتهي بالتسلسل إلى قضية هو أن الإنسان الأول أو الإنسان الأصل لا بد أن يكون قد أسلم قياده في حركته إلى غير إنسان هي التي تحدد صلة ذلك الإنسان أو الكون الآدمي بمن خلقه الذي خلقه نظم له أصول حياة افعل كذا ولا تفعل كذا وبعد ذلك كان المفروض أن ينقل ذلك الإنسان كل ذلك إلى بنيه ولكن المنهج الذي يحكم حركتك أي منهج السماء الذي يحدد حركة الناس كما قلنا سبقا إنما يحدد حركتهم لا ليحجر عليهم ولكن يحدد حركة الفرد ليضمن الحرية للآخرين فإذا جاء التشريع ليتدخل في أن لا تختلس مال صديقك أو مال أحد من الناس نقول ذلك ليس معناه أنه حجر على حريتك في التصرف ولكنه حجر على حريتك وحجر على حرية الآخرين من أجلك والشيء الذي يقابل بعوضة لا يعتبر بخسى لم يقيد حركتك وحدك وإنما قيد من أجلك حركة الملايين ومادام قد قيد من أجلك فلا تحزن لأنه قيدك لأن الذي يحزنك أن يقيدك ولا يقيد من أجلك أما أن يقيدك أنت ثم يقيد غيرك من أجلك فشيء بعوضة ومقابله وهذا لو نظرت إليه في مقاييس الاقتصاد وجدت أن تقيد الناس بالنسبة لي يعود علي بخير أكثر مما يقيدني بالنسبة للناس لأني هبني أردت أن أسرق وأراد الناس جميعا أن يسرقوا مني ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة كفرد أواجه بمجموع ففعل الواحد لا يضر كل الجماعة ولكن الجماعة إذا تكفت علي أضرتني إذن فالتقييد من أجلك أجرح من تقييدك أنت من أجل الناس إذن فالحركة التي يقيد فيها الإنسان يجب أن لا ييأس منها لماذا؟ لأنه يجب أن ينظر إلى المقابل أقيد الناس من أجلي في هذه؟ نعم قيد الناس من أجلك في هذه وكما قلنا سابقا إن الغني حين نطلب منه أن يؤدي حق الله للفقير نقول له لا تنظر ساعة أن نأخذ منك وأنت غني ولكن قدر أننا سنعطيك أيضا من غيرك إن أصبحت فقيرا إذن فالأخذ منك هو تأمين لحياتك تأمين لمستقبلك ما دمنا أخذنا منك وأنت غني لنعطي غيرك وهو فقير ففق تماما بأننا سنأخذ من غيرك وهو غني ونعطيك وأنت فقير إذن فالشيء الذي يقابل ببديله أمر يجب أن لا ييأس منه الإنسان ولكن أن يقدر العوض فيه تقنينات السماء حينما جاءت لتتدخل تدخلت في الأمور النظرية التي لا يهتدي فيها العقل إلى شيء لأن هواه يتحكم فيه أما الأشياء الأخرى التي لا يتحكم فيها الهوى فترك الإسلام فيها حركة الحياة حرة علم تجربي ابحث ما شئت وجرب ما شئت ولاحظ في الظواهر الكونية ما شئت واخرج من النظريات ما شئت فإذا انتهيت إلى حقيقة علمية فخذها على أنها أساس تنفع به في ترقية حياتك أما أمر لم يوجد فيه مادة لتجري عليها تجربة والنبع إنما هو الهوى فاحذر منه لماذا؟ لأن أهواء الناس متضاربة وما دامت أهواء الناس متضاربة فتصبح كل نسبة خاضعة لهوى إذن فالارتقاء للبشرية في أمر نظري لا تجربة علمية فيه إلا أن يكون صادرا مما لا هوى له وأن الناس جميعا بالنسبة إليه واحد ليس لهم فيهم ابن ولا صاحبة إذن فكل الناس بالنسبة إليه سواء ولو أننا نظرنا إلى موقف الإسلام نجد الإسلام جاء بعد أديان وبعد أديان ركب الرسل فيها قطع مرحلة طويلة من مراحل الحياة إن كنا نريد أن نقف فسنقف بالنسبة للديانتين العظيمتين القريبتين من الإسلام وهم اليهودية والمسيحية نقول إن اليهود حرفوا كتابهم وبدلوا فيه وكتموا وزادوا ولووا ألسنتهم إذن فلم يكن هناك مصدر وثيق أن هذه التوراة هي التي نزلت عليهم وذلك بشهادتهم هم أنفسهم كما سبق أن بينا بأراء المستشرقين هذه التغيرات إن حازت إلى ماذا؟ إن حازت إلى جانب المادة أم إلى جانب الروح؟ إن حازت إلى جانب الأمر المادي وهل يعقل أن يوجد تقنين من السماء يقنن فقط الأمور المادية وينسى الأمور الروحية؟ الأمور المادية لم يقنن فيها الله تقننات من الممكن أن يضع فيها البشر تقننات إذن لا بد أن تكون المسائل التي تتعرض للقيم والمسائل الروحية قد طمست من هذه الكتب فظلت مادية بحتة كما قلنا أيضا سابقا إنهم أرادوا أن يخلعوا أيضا قانون المادة حتى على الآلة يعني لم يعودوا يؤمنون إلا بشيء مادي حتى نرى الله جهرة والسماء لا تتدخل دائما إلا بعد مراحل كل دون فيه طاقة توجد في المتدين تجعل منه إما نفسا مطمئنة إلى منهج الله وإما نفسا لوامة أي تغفل مرة فترتكب معصية ثم تفيق مرة أخرى فتلوم صاحبها فتصبح الطاقة الموجبة والسالبة في النفس وإما نفسا حصل فيها صدق وانتهى كل شيء فأصبحت نفسا أمارة بالسوء لا تفكر أبدا في أن تلوم صاحبها بالسوء أو تعزف عن شر يبقى إذن الدين حينما ياتي إنما جاء ليطبعنا طبعا لنفس مطمئنة تخضع لمنهج الله أو على الأقل لنفس إذا غفلت مرة استيقظت مرة أخرى أما النفس الأمارة فتجدها أمارة وليست آمرة لأن الأمر يمكن أن يأتي مرة وينتهي وإنما أمارة يعني صارت وظيفتها أنها دائما تأمر صاحبها بالسوء فحين توجد في المجتمع نفس اللوامة يكون هناك اطمئنان لأن النفس ستعمل معصية مرة وتستيقظ مرة أخرى ولكن إذا انتقلنا من نفس مطمئنة ولم تجدها إلى نفس اللوامة ولم تجدها أيضا وبقيت النفس الأمارة نقول ذلك في الفرض إن كان في المجتمع ما يقيم عوجاجك التفت إلى منهج الخير وإذا كان المجتمع فسده والآخر إذن فلابد أن تتدخل السماء ولذلك لا تتدخل السماء بإرسال الرسل إلا حينما امتنعت أولا النفس المطمئنة ثم امتنعت النفس اللوامة ثم سيطرت النفس الأمارة ولم يوجد خارج النفس مجتمع رادع ليرد الإنسان إلى طريق الصواب إذن لابد هنا أن نتدخل وأن تتدخل السماء فإذا كان الله قد شاء للعالم الخير وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام أعطى له الضمانات التي لا تتطلب رسولا بعد ذلك كيف؟ قال ماذا تريد في منهج يقود البشرية مبلغا عن الله لأننا نفترض أننا نتكلم إلى أناس متدينين خصائص المنهج المفروض في المنهج الذي يقود البشرية أولا أن يوثق في أنه هو الصادر عن الله بدون دخول للبشر فيه ولا تعريف ثانيا أن يكون مستوعبا لكل قضية الحياة ثالثا أن لا يتعارض مع حقائق الكون المادية التي سوف تنتهي إليها العقول رابعا أن تكون شعائره التي تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركة خاصة بربه بسيطة لا تستوعب كل وقته فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء والعناصر لا نجدها تتمثل إلا في دين الإسلام أما التوثيق فقد تكلمنا بشهادة الخصوم كما قال أرمسترونج وليء ووليام قال في تاريخ حياة محمد في كلامه عن القرآن قال القرآن هو كتاب الله الوحيد الموثق ونستطيع أن نقول استنادا إلى أقوى الأدلة إن كل كلمة في القرآن دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد هذه مسألة فرغ منها الموثقون من غير المسلمين يقول أحدهم لم تكن هناك وسيلة لتحريف أي جزء من القرآن أو تبديله ولو بوازع الحماسلة وهذه ميزة تفتقدها الكتب السماوية الأخرى إذن فمن ناحية توثيقي أن هذا الكتاب من عند الله أمر مجمع عليه ومتفق عليه اطمئناننا من ناحية هذا العنصر ضروري ما دمنا نريد أن يقود منهج حياتنا كتاب ليس من صنع البشر القرآن هو هذا الكتاب الذي جاء دون تحريف ولا تبديل وبعد ذلك فهو مستوعب لكل أقضية الحياة فما دام دينا شاملا دينا خالدا مستوعبا للزمان مستوعبا للمكان إذن لا بد أن تكون كل قضية في الحياة لها حل فيه مثلا إدوارد كيوري يقول إن دماغا فلسفيا موحدا يستطيع أن يحكم أن كل قضية في الإسلام أعلى من تطورنا الفكري هذا رجل إنجليزي صادفته في فترة من الفترات فقال هذه الكلمة هذا من ناحية استيعاب المنهج لكل قضايا الحياة أما من ناحية أنه لا يصطدم بحقيقة كونية من حقائق الحياة التي تنتهي إليها نشاطات العقول فإن أليكس لوازين يقول وقد خلف محمد صلى الله عليه وسلم للعالم كتابا هو سجل البلاغة وآية الأخلاق والانسجام تام بين تعاليم الإسلام وبين القوانين الطبيعية فلا يوجد تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة قرآنية وهذا الأمر أتعبنا جدا في ديانتنا هذه لأنها ليست منسجمة مع حقائق الوجود لأن التحريف وصل لها هذا من ناحية اتساق آيات القرآن ما حقائق الكون وأقضية الوجود أما من ناحية بساطة الشعائر نقول حركة الحياة نوعين حركة تعود علي بالنفع المادي وحركة التقي فيها بربي هذه يجب أن تكون بسيطة في شعائرها قصيرة في زمنها يقول القديس بودلي الأمريكي إن القديس بوتروس لو عاد إلى روما لم تلأ عجب من الطقوس الدينية الضخمة وملابس الكهنوت المزركشة ولن يعيد البخور ولا الصور ولا الرقع ولا التماثيل إلى ذينه أي شيء من تعاليم سيده المسيح خلقها الله سبحانه ولكن لو عاد محمد إلى أي مسجد من المساجد المنبثة في العالم ما بين لندن إلى زنزبار لوجد نفس الشعائر البسيطة التي كانت تقام في مسجده بالمدينة المقام من اللبن والآجر وجذوع الأشجار إذن لدينا الآن دين كتابه موثق عن الله توثيقا يقينيا شامل لأقضية الحياة مستوعب لها غير مصطدم بل منسجم مع حقائق الكون العلمية بسيط الشعائر لا تستغرق منك جهدا ولا زمنا طائلا دين كهذا مستوفي لهذه العناصر لا شك يحمل معه عوامل خلوده من ناحية التوثيق أيضا الواقع يدل على ذلك لا تستشهد حتى بكلام الخصوم ولكن نستدل بالواقع لأن الواقع سيد الأدلة فالمسلمون الآن يسيرون في خطين غريبين جدا خط من ناحية المنهج كحاكم حركة في الحياة نجد أن المسلمين يتحللون كل يوم شيئا فشيئا عن المنهج الإسلامي وذلك مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة ولكن في الخط المقابل وهو توثيق النص القرآني الذي يحتوي المنهج الإسلامي نجد أننا سائرون في خط قوي كل يوم نوثق القرآن أكثر من الأول العناية بالقرآن كنص وكتاب عناية فائقة والانحراف عن المنهج حراف فائق أيضا لو أن العناية بالقرآن نشأت لأني حريص على المنهج لكان الخطان مع بعضهما لكن يوجد خط منفصلين فيه عند الحركة على نهج القرآن وخط مقبلين فيه على توثيق نص القرآن تدخل بيت الذي لا يصلي تجد عنده القرآن في أحسن حجم وأجمل زينة وتجده يضعه في سيارته إذن فالمحافظة على توثيق نص القرآن آخذة حقها أما السير على منهج القرآن فضعيف فلو كانت مسألة توثيق نص القرآن تتبع الهوى إذن لضعفت كما ضعف تطبيق منهج القرآن ولكن عملية التوثيق قهرية صادرة عن الله ونحن مسخرون لها مصداقا لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فنجد أن تثبيت نص القرآن آخذ صورا عديدة فهو مكتوب في المصاحف التي لا تحصى كثرة ومحفوظ في صدور الحفظة من المؤمنين والمسلمين ومسجل على استوانات وعلى أشطة ويذاع في الإذاعات ليلا ونهارا ألا يعطي هذا فكرة عن أن التوثيق قد بلغ ذروة الدقة والإتقان؟ وهذا يذلنا على أن الله تعالى صادق حينما قال وإنا له لحافظون أي أنه هو الحافظ لكتابه ولم يستحفظنا نحن عليه بينما استحفظ أهل الكتاب والتوراة والإنجيل فأضاعوهما لأن الأمر بالحفظ أمر تكلفي يجوز أن يطاع ويجوز أن يعصى فلما تسرب الوهن إلى نفوس أهل الكتاب وغلب عليهم الهوى دخل التحريف والتبديل على التوراة والإنجيل أما القرآن فوجب حفظه لأن الكتاب الخاتم الذي سيبقى إلى يوم القيامة ولأن السماء لن تتدخل بإرسال رسول آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم لذلك تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن حتى يكون حجة على الخلق وسبيلا إلى الحق إلى يوم يبعثون يقول تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ونقف طويلا بين قوله تعالى بالنسبة للتوراة استحفظوا وبين قوله تعالى بالنسبة للقرآن وإنا له لحافظون حاول خصوم القرآن محاولات شتى ليطفئوا نور الله ولكنهم ما استطاعوا تصديقا لقوله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إذا ثبتت قضية التوثيق بالواقع وبأقوال الخصوم بقي أن لا يصطدم القرآن بحقائق الكون فيكون حقائقه لا يبتكرها الإنسان وإنما كانت مستورة عنه فاكتشافه لها جعله ينتفع بها في دائرة أوسع مع أنها كانت تؤدي مهمتها قبل أن يكتشفها الإنسان فالكهرباء كانت موجودة في الكون ولكن بتعلم واكتشاف الإنسان لها استطاع أن ينقلها من ميدانها الأصلي إلى ميدان فرعي في حياته إذن هو لم يبتكرها إنما هو اكتشف شيئا موجودا في الكون إذن حقائق الكون ثابتة من يوم أن خلقها الحق سبحانه كونك تستطيع بعقلك وعملك أن تستخدم المقدمات المعلومة لتستنبط مجهولا ثم يصير المجهول معلوما تستخدمه لتستنبط فتجيء ارتقاءات في الحياة المعروفة بالتطورات العلمية لا يعني هذا أنك أوجدت معدوما أو أوجدت ما لم يوجد والخطر كل الخطر في أمرين على أساسهما قامت مدرستان مدرسة تربط القرآن بالحقائق العلمية ومدرسة تبعد القرآن عن الحقائق العلمية فمن أين يجيء الخطر الخطر لا يتأتى إلا من أن تعتبر حقيقة دينية أو قرآنية وهي ليست حقيقة دينية ولا قرآنية ثم نجد حقيقة كونية فتصطدم بها إذن من أين جاء الخطأ؟ الخطأ نتج من أنك حكمت بأن هذه الحقيقة الدينية أو الحقيقة القرآنية وهي ليست كذلك أو أنك حكمت بأن هذه حقيقة كونية علمية وهي ليست حقيقة كنونية ولا علمية أما إن تأكدت وتيقنت كما قلنا في أصول العلم اليقني أن هذه حقيقة قرآنية وهذه حقيقة كونية فلا يوجد تصادم أبدا لماذا؟ لأن الذي قال ذلك القرآن هو الذي خلق ذلك الكون ولو كان الخالق واحدا والقائل غيره لكان من الممكن أن يتضارب إذن ظاهرة التضارب هذا من أين جاء؟ ظاهر التضارب هذا جاء من أنك اعتبرت أن هذه حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة قرآنية أو اعتبرت حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة كونية هناك من يقول الأرض مبسوطة والقرآن يقول ذلك فنقول له يا هذا إنك أخطأت في تسمية هذه الحقيقة دينية أو حقيقة قرآنية ولذلك لما جاءت الحقيقة العلمية الكونية تقول إن الأرض كرة بدأت تحدث فجوة بينما تقول الحقائق الكونية وبينما يقوله القرآن على فهمك فالتصادم جاء من اعتبار حقيقة دينية وهي ليست حقيقة دينية ويستشهد على خطأ فهمه بقول الحق والأرض مددناها لكن مددناها هنا يعني بسطناها ولكن الخطاب هنا في مددناها عام للناس فهل هي أرضي أنا أم أرضك أنت؟ أي أرض؟ إذن ما دامت على إطلاقها كان يجب أنك حين تصل إلى أي مكان في الأرض يجب أن تتحقق كلمة مددناها وما دام كلمة مددناها ما زالت تتحقق في أي بقعة من الأرض فهذا لا يتحقق إذا كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مستطيلة أو أي شكل مسطح لأنك إذا انتهيت إلى حفتها مهما كان شكلها المسطح ومهما كانت تساع هذا السطح المستوي فلابد أنك واصل إلى حفته وهناك تجهد هوة هائلة ولا تجد الأرض هناك ممدودة بل تجدها محدودة وهذا يتعارض مع قوله تعالى مددناها ولكن إذا كانت الأرض كرة فإنك حيث كنت ستجدها ممدودة حولك في جميع الاتجاهات أمامك وخلفك وعن يمين وشمال ومهما انتقلت من مكان إلى مكان فإنك واجدها ممدودة ولن تجد لها نهاية محددة أبدا إذن فالفساد جاء من فهمك أن معنى مددناها سطحناها واعتبار ذلك حقيقة دينية قرآنية مع أن هذا الفهم خاطئ واستدلاله بقوله تعالى مددناها حجة عليه لا له والفساد كما قلنا ياتي حينما تقول هذه حقيقة دينية وهي ليست كذلك وتصطدم بحقيقة كونية فيكون أصحاب الحقيقة الكونية محقين في قولهم إذا كان دينك يقول هذا الكلام فهو غير صحيح إذن فالفساد هنا ناجم من اعتبار أمر ما حقيقة دينية وهو ليس حقيقة دينية هذه مسألة مسألة أخرى تجيء من اعتبار شيء ما حقيقة علمية وهي ليست حقيقة علمية مثل ماذا؟ مثل نظرية أصل الإنسان قرد هذه ليست حقيقة علمية ولكنها جعلت حقيقة علمية وبعد ذلك يجيئون ليصادموها بالقرآن تجد أن القرآن ينص على أن كل شيء خلق خلقا مستقلا وكل جنس لم يرقى عن جنس آخر يقول تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين فسبحان الذي خلق الأزواج كلها فإذا قلت إن هذا مترق عن ذلك واعتبرت ذلك حقيقة علمية أو جدت تصادما مع حقائق القرآن فالفساد هنا تأتى من اعتبار نظرية ما حقيقة علمية وهي ليست كذلك هب أننا نريد أن نجرب على الله صدقه مع أن التجربة مع الله شك ولكننا سنبيح لك أن نجرب هل الشيء الذي لم تشهده ولا يدخل تحت مادتك أتستطيع أن تحكم فيه لقضية علمية يقنية أم ظن أو وهم أو أي نسبة من النسب الأولية التي ذكرناها أنت إذن لا تستطيع أن تحكم الحكم اليقيني الهلمي إلا على أمر تجربي وما وراء ذلك خذه عن من يعلمه لما تحب أن تجرب على الله أنظر إلى قوله أنا خلقتك من تراب ومن طين ومرة قال من حمأ مسنون ومرة قال من صلصال كالفخار وبعد ذلك نفخت فيه الروح هذه مسألة نحن لم نشاهدها فهل نستطيع أن نحكم كيف خلقنا لا نستطيع ذلك أبدا ولكننا نستطيع أن نستقرأ حقائق الكون والوجود فنجد صدق الله في غيب أخبرنا به بدليل يقني مشاهد لنا انظر إلى الحياة تجد نقيضها الموت وانظر إلى الخلق تجد نقيضه الإعدام والقضية الأساسية أن نقضى كل شيء على عكس بنائه إذا بنيت بيتا فيكون الدور الأعلى هو آخر بناء ولكنه أولها إذا أردت هدم ذلك البيت إذا سافرت من القاهرة للإسكندرية تكون آخر محطة سيدي جابر إذا أردت أن تنقض الصفر أي أن تعود إلى القاهرة تكون أول محطة هي سيدي جابر إذن أي شيء يجيء على عكس بنائه والحياة وبدء الخلق نحن لم نشاهدها ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدها أي أن المضلين الذين يخبرونكم بغير ما أخبركم عن بدء الخلق أصلا فكيف تأتى لهم أن يخبروكم عن بدء الخلق وهم لم يشاهدوا وكيف يأتي لكم أن تصدقوهم إنه ليس هنا غير يصدقكم القول في هذا الأمر ومن أصدق من الله حديثا ولكن رحمة بعقولكم سوف أعطيكم إن فطنتم إلى حقائق الكون وإلى الحقائق المادية والعلم التجربي دليلا على صدق خبره عن بدء الحياة ونشأة الخلق لقد أخبرتكم بأني خلقت الإنسان من كذا وكذا وكذا وبعد ذلك جاء الموت والموت أمر مشهدي محس لكم إذن سأنقل لكم الدليل من الغيبي من المحس المشاهد كيف ذلك أول ما يموت الإنسان ماذا نقول نقول روح طلعت أو روح خرجت وهي آخر ما دخل فيه وبعد ذلك يتصلب جسده كما يقول الأطباء إنه يتيبس وهذه مرحلة الصلصالية أي الطين المتعفن المتغير الرائحة من كثرة المياه من جسده وبعد ذلك يتفتت ويصير ترابا ما تفاعل مع بعضه فهذا الترتيب هو عكس ترتيب الخلق كما أخبرتكم به وفي هذا دليل من المشهود المحس على الغيبي المستور ومن هذا يتبين لنا أن السبب في التصادم هو افتعال أشياء وتسميتها حقائق علمية حتى تناقض القرآن مع أن القرآن تؤيده الحقائق العلمية ومن العجيب أن عطاء القرآن في كل زمن من الأزمان يناسب حملة التشكيك فيه كلما قامت حملة التشكيك أعطى عطاء يناسب الحملة وإذا كنا نريد أن نفهم القرآن كله مرة واحدة نكون قد حددنا كمالات الله في كلامه والقرآن للزمن كله وللدنيا كلها ولما أفهم أنا القرآن بكل معطيات ماذا بقي لأهل القرن الثلاثين لكي يفهم الجديد من القرآن جديد لابد أن تبقى فيه كنوز مستورة كل يأخذ على قدر عقله وكلما قعدت مع القرآن أعطاني عطاء جديد ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم وهو أول منفعل به لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء والواقع يؤيد هذا فكلما بالغ الناس في الإلحاد أظهر الله سرا من أسرار كتابه الكريم يلفتنا به إلى أن هذا الكتاب ليس من عند البشر هذا الكتاب من عند الله الذي يعلم نهاية العالم كيف ستكون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديه ولا من خلفه لا يمكن أن يحيط أحد من الخلق بكل أسراره وكنوزه إنما هو بيّن فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تال ولذلك لم يفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لأنه لو فسره لكان يجب أن يفسره بما تطيقه عقول معاصره ولو فسره بالأشياء التي ستوجد في القرن العشرين أو الثلاثين أو الأربعين لتعجب معاصره ولا استعظموه أيما استعظام لأنه للآن ما زال أناس ينكرون أن الأرض قرة تدور ولو أنه صلى الله عليه وسلم فسره على قدر عقل معاصره ومعلوماتهم الكونية لا حجر علينا ولجمد القرآن لأن من يتصدر لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره هكذا وعليك أن لا تزيد عن ذلك ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك تفسير القرآن حتى تأخذ كل مرحلة فكرية من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع في أمور الكونيات أما المطلوب من الأحكام فقد بينها صلوات الله وسلامه عليه وأوضحها للناس هذا من ناحية انسجام الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية والآن تعالى نرى الناس الذين أحبوا أن يفهموا القرآن والإسلام على ضوء أديان قبله لما أسرفت اليهودية فيما فهم من الأديان قبله أو على ضوء واقع المادية وأراد الله أن يعيد للبشرية ميزانا سجامها فهم منصرفون إلى المادية فما هي الطاقة التي تنقصهم طاقة الروحية إذن حتما تأتي المسيحية طاقة روحية بحتة ولذلك عندما يسأل عيسى عن مسألة ميراث يقول أنا لم أبعث مورثا وهو يريد أن يعطي الشحنة الناقصة عند اليهود ما هي؟ هي القيم والمسائل الروحية فجاء بالإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل جاء لكي يدلهم على النقص الذي عندهم كان من المفروض أن تأخذ اليهودية من المسيحية النقص الموجودة فيها وتأخذ المسيحية من اليهودية التقنيات الأخرى للمجتمع ولكن حصلت خصومة بين هؤلاء وهؤلاء فظل هؤلاء على ما هم عليه وظل هؤلاء على ما هم عليه وتعصبت كل فئة لرسولها لم يتفقوا إذن كان ولا بد من أن يجيء دين يحتوي في ذات نفسه المقومين المقوم المادي والمقوم الروحي لا نقول هذا المقوم من الرسول الفلاني وهذا المقوم من ذلك الرسول لا كله دين واحد يحمي كلا المقومين وجاء به رسول واحد نزل عليه كتاب واحد يتضمن المقومين جميعا حتى نضمن الانسجام في منهج البشر بين حياتهم المادية وحياتهم الروحية وهكذا جاء الإسلام ولو نظرت إلى القرآن تجده حينما يعرض هذه المسألة لا يعرضها عرضا مفاجئ بما حدث من اليهودية وبما حدث من المسيحية بل يقول أنا الله العالم بما يقول إليه أمر اليهودية وبما يقول إليه أمر المسيحية وأنا قلت لليهود في كتابهم التوراة نفسه إنكم سوف تنحرفون عن منهج الله في القيم وتصيرون دينكم دينا ماديا بحتا ولذلك سأخرج آخر الزمن أخرج أمة تجمع المادية الموجودة في دينكم والروحية التي نبذتموها والمسيحية قال للمسيحيين إنكم ستأخذون المسألة على أنها رهبانية منفصلة عن قوانين الحياة وهذا دين لا يصلح لقيادة الحياة لأنه جاء ليكمل غيره وأنتم جعلتموه أصلا أصيلة فعزلتم الدين عن حركة الحياة ولما تعزلوا الدين عن حركة الحياة لم يقود الحياة وقال لهم إنني سوف أجيء برسول هذا الرسول والذين آمنوا معه عندهم القيم المادية والقيم الروحية معا وسيكون فيهم ذلك الكمال الذي رفضتموه معشر اليهود والنصارى ونقرأ في قول الله سبحانه وتعالى محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم انظر إلى دقة الآداء القرآني لا يمكن أبدا أن تجد واحدا شديدا رخوى لا يمكن أن يجمع بين النقضين أبدا أبدا الذي طبعه الشدة سيبقى شديدا والذي طبعه الرخاوة واللين سيبقى رخوى لينة ولكن انظر إلى المزيج الإيماني لا يطبع المؤمن على الشدة أبدا لأنه يريده أن يكون رحيما في وقت من الأوقات ولا يكون رحيما أبدا لأنه يريد شديدا في بعض الأوقات إذن المسلم غير منفعل لغرائزه ولا لدولاب حياته إنما هو منفعل لمنهج حين يقول له المنهج كن شديدا يكون شديدا وحين يقول له كن رحيما يكون رحيما وليس حسب طبعه هو يكون شديدا دائما أو رحيما دائما انظر إلى قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هل رأيت واحدا يحمل هذا المزج وأنه ذليل عزيز في وقت واحد هذا ليس ممكن فالذليل سيبقى ذليلا والعزيز سيبقى عزيزا إذن كيف يكون المؤمن ذليلا عزيزا في وقت واحد نقول لك لأن المؤمن ليس طبعه والمتحكم فيه وإنما هو منهج من ربه حينما يريد منه العزة يكون عزيزا وحينما يريد منه الذلة يكون ذليلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة فلماذا إذن صور هذا المثل للتوراة لأن مثل هذا العنصر وهو القيم الروحية والنفسية في هذه الآيات هذا العنصر هو المفقود عند اليهود فقال لهم سوف أرسل رسولا صفته ومن معه هذه القيم التي أضعتمها ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار هنا نقل المثل إلى المقابل من المثل الروحي إلى المثل المادي والذين يريدون أن يجنحوا بالإسلام إلى مادية بحتة ويريدون أن يرفضوا ما فيه من قيم الروحية نقول لهم صرتم يهودا والذين يريدون أن يجنحوا بالإسلام إلى الناحية التعبدية الشعائرية ويتركوا ميدان الحركة وميدان الحياة نقول لهم صرتم نصارى ولو اكتفى الحق سبحانه بالنصارى ليقود الحياة لم يكن ليخرجهم أو اكتفى باليهود لم يكن ليبعثكم إنما أخرج هذا المزيج حتى يؤدي الإنسان ما تتطلبه قيمه وما تتطلبه حركته في الحياة فأي إنسان يخرج عن هذا إلى أن يصرف الدين إلى المادية أو يصرفه إلى الشعائر التعبدية نقول له أنت لست مسلما كما يريد الله أن تكون مسلما وعلى ذلك يجب أن نفهم القضية الأساسية وهي أن نصل إلى حقائق يقينية نسميها علما لا تقليدا ولا جهلا ولا ظنا ولا شكا ولا وهما إذن هل العلم فقط هو أن يعلم ما قال الله وما قال الرسول وهل العلماء هم الذين يعلمون فقه الدين لا إنما العالم كل مستنبط لقضية من قضايا لكون أي كان لون هذه القضية ما دامت تؤدي يسرا في حياة البشر هذا هو العالم في نظر الإسلام اقرأ قول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك بالله هل جاء لي بحكم شرعي في هذه الآيات أبدا هذه كلها مظاهر قونية في الكون جماده ونباته وحيوانه وإنسانه أي كل المخلوقات المشاهدة وبعد ذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء هل العلماء هنا الذين يعرفون ما قال الله وقال رسول الله أم العلماء هنا الذين يبحثون في نزول الماء من السماء وإخراج الثمرات المختلفة من الأرض وفي الجبال واختلاف ألوانها وموادها واختلاف أشكال وألوان الحيوان والإنسان ما دام العلماء الذكروا بعد هذه المظاهر الكونية فلا شك أن المقصود بهم هم العلماء الذين يبحثون في مظاهر وأسرار هذا الكون ويستكشفون طبائع هذه الأشياء والقوانين التي تربطها ويبقى هذا من علم الإسلام ولو نظرنا إلى قول الله تعالى ومن الناس نفهم أن علم الذين حسب ما قال الله وما قال الرسول متعلق بالإنسان في بعض نواحيه فقط ويكون الدين إذن لم يحجر على العقد بل مدعاة للفكر والنظر ولو نظرت إلى أساس أي رقي حضري أو اكتشاف سر كوني لو وجدت من شأه الملاحظة العلمية أولا ثم التجربة ثم النظرية ثم حقيقة علمية وهذا هو ما يريده الله منا حيث شاء وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ما دام الله ينعى علينا أن نعرض عن مظاهر الكون إذن هو يريدنا أن ننظر ونتدبر ونقف على كل ظاهرة كونية وقفة نستنبط منها شيئا نفيد منه ولكل الظواهر الكونية التي استنبط العلماء منها فوائد للناس كان الناس يمرون عليها ونحن عنها معرضون إذن القرآن يلفت إلى المنهج العلمي التجريبي بعد ذلك نبحث هل القرآن نزل اليوم؟ إنه نزل من أربعة عشر قرنة وهل ظل كلاما نظري ليس عرضة للتطبيق؟ لا عرض للتطبيق إذن لماذا لا نأخذ واقع تطبيقه كما نأخذ مبادئ البشر وقوانينهم الوضعية؟ الذي ينجح في التطبيق يبقى والذي لا ينجح نعدله أو نلغيه ولو أن القرآن نزل اليوم نقول إننا لسنا فارغين لكي نجرب ولكن القرآن نزل منذ أربعة عشر قرنا وقاد حياة وصنع حركة وأوجد مدنية عندما نأتي نتجادل مع شعي فيقول لك هذا الدين خرافة نقول له ليس لك شأن بالدين يعني إذا كنت تقول هذا المنهج من الله والله في نظرك خرافة نحن لا نجادلك في ذلك أنت حر هب معي فلوس ناقشني فيها حقيقة أم هي مزيفة لكن لا تناقشني في مصدرها ولا تقل لي من أين لك هذا أنا أقول هذا المنهج جاءني من الله وأنت منقر لله ما علاقة المنهج بالمصدر الذي جاء منه ناقش منهجي ومنهجك ناقش منهجي وعطاءه ومنهجك وعطاءه وبعد ذلك لا يعنيك أن أقول إن هذا المنهج من ربي أو ليس من ربي إذن أنت لما تجادله تقول له ليس لك شأن إن كان هذا دينا أو ليس دينا هبه من صناعة البشر وبعد ذلك دعني في معتقدي وهو أنني لم أصنعه ويكفي أن تعلم صدقي في كمال أنا لا أدعي شيء كامل وأنا لا أدعي أني صنعته فيقولون لمحمد هذا المنهج أتيت به من عندك فيقول لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبل له أفلا تعقلون فهل هناك شخص يعزي هذا الكمال وبعد ذلك يقول لا والله هذا ليس من عندي بينما في المقابل أن أناسا يدعون من الكمال ما ليس لهم والعجيب أنهم ينسبون القرآن لمحمد بعد أن تبين لهم أنه الحق فيقول القرآن على لسانهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرنئتين عظيم إذن الوقفة ليست في القرآن وإنما الوقفة في أنه أنزل على محمد إنما القرآن على العين والرأس فيقولون إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا كأنهم آمنوا أن ما معه هو الهدى ولكنهم يتوقفون في شخص النبي الكريم فيقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم منطق العقل يقول لو كان هذا هو الحق اهدنا إليه أليس هذا هو منطق العقل فميزوا أيها الناس واعقلوا كما يقول الحق لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أنا عشت أربعين سنة أنا منكم ولست طارئا عليكم وأنتم تعرفونني وهل جربتم على أنني أنطق بالحكمة كل يوم أو هل رأيتم عبقرية تتفجر في سن الأربعين ومن كان يضمن لي أنني سأعيش إلى سن الأربعين لكي أنطق بهذه العبقرية ولا أموت قبل أن أفجرها والمهم أن الناس لا تلتفت إلا لقضيتين وتريد أن تحمل الإسلام وزر المسيحية المحرفة المسيحية الحقيقية ليس لها وزر حاش لله المسيحية التي حرفت وأصبحت سلطة كنيسة وسلطة بابا فأرادوا أن يحمل الإسلام وزر المسيحية فيقولون إن المسيحية والكنيسة قادت الحياة في أوروبا فكانت العصور المظلمة وتأخرت نقول لهم صدقتم ولما انعزلت حركة الحياة عن سلطة الكنيسة وسلطة البابا تقدمت وارتقت وهذا واقع لا ننكره وما دامت الكنيسة تمثل المسيحية فتكون ممثلة لكل الدين فيكون الدين كله إذا تحكم في الحياة فسيعطيها تخلفا نقول له إذا يوم تتأخر أوروبا إلى الكنيسة ولأن الكنيسة قادتها يكون كلاما منطقيا ويوم تتقدم أوروبا يكون كلاما منطقيا لأنها جاءت بقيم روحية فقط وحجرت على العقول أن تبحث وأن تجرب وكل عالم يبحث يعذبوه أو يشنقوه أو يقتلوه وهذا سبب منطقي لتأخر الحياة لكن العيب أنك حملت المسيحية وزر الكنيسة وحملت المسيحية بالأديان كلها وحملت الإسلام على أنه دين من الأديان نقول له كان يجب أن تدرس طبيعة هذا وطبيعة ذاك وترى هل هناك خلاف في الطبيعتين فإن كانت متحدة ما كانت هناك ضرورة لأن ينزل إسلام بعد مسيحية وبعد ذلك متى ثرت على الكنيسة وسلطانها وعلى تحكمها في جوانب الحياة أنت لم تثر الثورة إلا بعدما حضرت ورأيت المسلمين بعد الحروب الصليبية التي جمعتك بنا وعلمت أنه ليس عندنا بابوية ولا سلطان كنيسة وأن العقل حر في مجاله المادي يبحث كما يشاء وينشط كما يشاء ووجدت عندنا تراثا لا زالت ولا زالت جامعتك تدرسه وأنك أخذت حضارتك من عندنا كل هذا أخذته من عندنا إذن عليك ألا ترمينا بما رميت به المسيحية وتبقى عندك نقطتان يوم أوروبا ما كانت متمسكة بسلطان الكنيسة تأخرت هذه قضية لا خلاف فيها ونحن يوم كان قياد حركتنا إلى الإسلام تقدمنا ولما تركنا قيادنا لغير الإسلام تأخرنا وهم لما تركوا قيادهم من المسيحية تقدموا فماذا نقول عندنا جرعتان طبيب وصف لي جرعة عندما أتناولها صحة تقوى وعندما أتركها صحة تضعف وطبيب آخر وصف لي جرعة أخرى عندما أخذها أمرض وعندما أهملها أشفى معنى ذلك صحة هذه الجرعة وفساد هذه الجرعة إذن حين تمسكنا به سدنا وكان لنا حضارة قادة الدنيا وما فيها ولما تخلفنا عنه تأخرنا ودين آخر لما كانوا متمسكين به تأخروا ولما تركوه تقدموا في الحياة ماذا تفهم من هذا أفهم صحة هذه الجرعة وسلامتها وفساد هذه الجرعة إذن يجب علينا أن ننظر إلى العالم القلق فنقول له إنك لم تحدد هدفك في الحياة أولا وهب أنك حددت هدفك في الحياة فهو نوعان واحد مصدق بالآخرة والآخر غير مصدق لأن فيه آخرة فالإثنان يختلف تصرفهما تجاه حادث مفاجئ فلنفرض أنه قامت حرب فالمعتقد بالآخرة وبالقيامة يقولوا يمكن تنفجر قنبلة تدمرني لما نلحق نصلي أو نصوم ونعمل حسنات نجابل بها ربنا الموقف الآخر في الذي لا يؤمن بوجود آخرة نجد تصرفه أمام نفس الموقف كالآتي يقول لما الحج أتمتع بالدنيا قبل أن تأت الآخرة هيص إذن الذي يحدد سلوك الإنسان وحركته معرفة الهدف فيظل العالم تعبان دائما لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يحدد الهدف ولكن ماذا يريد أن يحقق حتى لا يكون العالم قلقا لا بد أن يكون عندنا المقياس فيخبروننا أن الشباب في خوف وقلق ويأس والواقع والأمل أنت لا تحزن من واقع تعيشه إلا لأنه لم يحقق لك أملا مستقرا في رأسك فما هو الأمل الذي نريده للحياة لكي نعرف إن كنا وصلنا إليه فنطمئن وإن كنا لم نصل إليه فنقلق فهل حددنا هدفنا؟ إذن لا بد من تحديد الهدف وإذا لم يحدد الهدف تكون حركتكم عشوائية تماما مثل الطف الذي ذهب إلى المدرسة بهدف والآخر الذي خرج بدون هدف حركته في الحياة هي ما تأخذه ولكن الذي له هدف في الحياة انطلق إليها وترك بقية الأهداف وخطأكم أنكم لم تحددوا هدفكم في الحياة وإن كنتم حددتم علاقة ذلك الإنسان بذلك الوجود وهذه الاضطرابات تحدث لأنكم تقننون تقنينات على قدر معرفتكم وما دمتم تقننون على قدر معرفتكم والنفس الإنسانية معقدة فيها ملكات لا يمكن أن نعرف مطلوبها ولكن خالقها هو الذي يعرفها وما دام خالقها هو الذي يعرفها فيكون أحق وأعرف بتقنين الأشياء التي ترحها ما دام الأمر كذلك فأنتم تجدفون في باطل ولذلك قلنا لماذا ينتحر الشباب في البلاد الراقية ولماذا يصاب بالجنون ويصاب بمرض عصبي وعنده كل وسائل الحياة ورفاهيتها وكل شيء لأن عنده ملكة في نفسه جائعة ولا يدري ما هي هذه الملكة وما علاجها وما يشبعها ثم أن الجماعة الذين عرفوا الهدف لم يضبطوا حركتهم حتى تحقق لهم الهدف ذلك نراه حتى في نظام الكون فنجد أن الأشياء التي فيها حركة الإنسان اختيارية هي المضطربة والأشياء التي ليس له فيها حركة نجدها مستقيمة وتسير في منتهى الانتظام وعلى سبيل المثال نجد معظم الشكاوى شكاوى القوت والمال والملبس في حين لم نجد شخصا يشكو من قلة التنفس مثلا لأن الهواء لم يضعه الله في يد أحد ولم يجعل لأحد فيه عملية اختيارية وأقل منه الماء لأن الإنسان له فيه بعض العمل والناس أخذوا يصنعون أشياء هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيكدسون مبان والمدينة ليست معدة لتحمل مثل كل هذا العدد الضخم ومع ذلك فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فمثلا في صناعة المواسير للمجاري والمياه لم يضع في الاعتبار مقدار تحمل هذه المواسير لأي جهد ومدى الفترة التي تتحملها وذلك لأن الإنسان أخطأ في التقدير ولكن عندما كان الإنسان يسكن في الصحراء كانت فضلاته التي تخرج منه لا تمثل ضررا لأن الشمس تبخرها والرمال تتشربها ولا تشم لها رائحة بينما تشم لها رائحة في المدينة لأن المواسير تنفجر نتيجة لسوء التقدير وسوء التخطيط وهذه الأخطاء نتيجة أن الإنسان فهم أو علم شيئا وغابت عنه أشياء إذن تكون النتيجة أن يتعب الإنسان وكان يجب على الإنسان أن يفهم المسائل كلها من أصولها مثلا مخترع الددتي قال إنني سوف أبيد دودة القطن هذا شيء حسن ولكن ظهرت آثار جانبية لهذا المبيد لأنه لا ينتهي مفعوله بامتصاص دودة القطن له بل يبقى أثره الضر بعد ذلك على الإنسان والحيوان وحتى الناح يتأثر بهذه المبيدات وهذا حدث لأنك لم تستقص البحث الكيموي إلى نهايته ولأنك علمت شيئا و جهلت أشياء أخرى كذلك بالنسبة لمبيد قواقع البلهريسيا في بحيرة قارون نجد أن السموم لم تذهب مقابل القواقع ولم يحدث اختزال هذا مقابل تلك ولكن بقيت سموم تتسرب في الماء وتؤدي ضررا وشرا عندما ناتي لحركة الكون نجد أن صنعة الله من الإنسان والحيوان والنبات فضلاتها نافعة وعادم كل صنعة البشر ضر لأننا استخدمنا الآلة ولم ننظر ما هي نتائجها التي تأتي بطيئة ولكن مثلا روث البهائم عندما يبقى في الغيط يعطي خصوبة للتربة ونماء للزرع وكذلك فضلات الإنسان نافعة ولكن فضلات أو عادم صناعة الإنسان ضر والتلوث البيئي المنتشر في الدنيا الآن من عادم ومخلفات صناعة الإنسان وهذا يشير وينبه إلى أن الإنسان هو المنفرد بالحركة دون أن يقيده منهج إذن ماذا يجب أن يحكم حركة الإنسان منهج الله إذا أطع الإنسان منهج الله في حركته في الفعل والترب وعاش في قال بالتكليف الرباني فسيكون مثل الأشياء المصخرة في الكون كالشمس عندما تشرق وتغرب وكالقمر عندما يتنقل في منازله وعندئذ سوف تنتظم حياته ويريح ويستريح وإلى نظرنا نجد أن الأشياء التي تأتي من الناس للناس هي التي فيها التعب إنما الذي يأتي من الله مباشرة ليس فيه تعب أبدا مثلا بالليل واحد نير الكهرب وواحد أحضر كلب وواحد أوقد نمرى خمستاشر وآخر نمرى عشر وثالث نمرى خمس ورابع لمب صاروخ أي من غير زجاج وكل واحد حسب إمكانياته فإذا أصبح الصباح وطلعت الشمس نقول اطفوه مصابيحكم فقد طلعت شمس الله تساوينا جميعا في شمس الله فالشيء الموصول بالله مريح والشيء الذي عندنا نحن هو المتعب وعند النظر إلى مشكلة الحياة الآن ومشكلة المذهبين المعاصرين نجدها مشكلة تتعلق بالأمن والكفاية ماذا قال ربنا لآدم عندما أسكنه الجنة قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ضرورات الحياة ما هي ألا تجوع هذا هو الطعام ولا تعرى هذا هو الملبس ولا تضمأ هذا هو الشراب ولا تضحى هذا هو السكد هل ظن الله علينا بضرورات الحياة الأساسية لم يظن سبحانه ولكني أنا الذي فرضت مستوى معينا لحياتي وبعد ذلك أريد أن أرغم دخلي على أن يقوم بهذا المستوى من الحياة فيعجز وليتني حين حددت مستوى حياتي حددته على قدر طاقتي وحركتي في الكسب الحلال لا ولكنني حددته حسب هوايا وحسب عرف الناس وبعد ذلك أحاول أن أصل إليه وإذا عجزت أرتشي أو أختالس أو أعيش نكدا متبرما من هنا جاءت المتاعب عندما انعزل الناس عن الحياة وعن الله لم يعجبهم قدر الله أروني موظفا احترم قدر الله وعاش وتعب في الحياة هبأني موظف بخمسين جنيها ولي زميل موظف بخمسين جنيها لكن أبي أنا فقير أنا أساعد أبي بخمسة عشر جنيها يبقى لي خمسة وثلاثون جنيها وزميلي أبوه غني يعطيه عشرين جنيها يبقى دخله سبعين جنيها أنا لو حاولت أن أسايره وأقلده في كل شيء سوف أتعب إذا لبس حلة جديدة وأردت أن أشتري مثله كل شيء سوف أتعب إذن أنا لم أحترم قدر الله وسأضطر إلى أن أرتشي أو أختلس ومعظم الفساد في المجتمع نشأ من هذه المسألة إذا أردت أن ترفع مستواك عليك أولا أن ترفع كفاءتك وحركتك ومجهودك فيرتفع دخلك وعند ذلك يرتفع مستوى حياتك ولكن إذا اتبعت العكس نشأ الفساد في الأرض وإن كان هناك إنسان عنده طموح نقول له الطموح ليس في المستوى الطموح في الحركة التي تعود بدخل يحقق المستوى المطلوب إذا وجدنا هذه القناعة في جميع قطاعات الحياة سوف نجد الراحة والاطمئنان ولن يمد أحد عينيه إلى ما عند غيره لأنه اقتنع أن هذا قدر الله سبحانه لكننا الآن نعيش في مجتمع جاهلية كما يقول أولادنا ومعنى جاهلية كما قلنا أولا ليس ألا نعرف وإنما نعرف قضايا باطلة ونؤمن بها وعدم معرفتك للحق ليس مشكلة إنما المشكلة أن تعرف الباطل وتظنه حقا وتؤمن به وتدافع عنه وإذا نظرنا إلى الحروب والصراعات في العالم نجد أنها ممتدة غير منتهية ولا منحسمة فهذه حرب ساخنة وتلك حرب باردة ولا تنتهي بظفر أحد أبطرفين وإنما هو توازن قائم وصراع دائم لماذا؟ كما قلنا سابقا لا يوجد حقان أبدا في قضية واحدة إنما هو حق واحد وما عداه فهو الباطل وقلنا إن الصراع بين الحق والباطل لا يطول لأن الباطل كان زهوقا وجربوها في التاريخ أما الصراع المرير الذي يطول ويشخي الدنيا معه فهو ما يكون بين باطل وباطل لا يوجد بينهما من هو أولى بنصر الله فيتصارعان ويتأكلان ويعيشان شجم في حلوق بعضهما ومن رحمة الله أن يوجد للباطل باطل يقاومه وإن لم فرض باطل بالسلطان لذلك نجد التوازن بين الباطلين قائما رغما عنهما وقهرا منهما إذن لما تجد المعارك طالت أعرف أنها باطل وباطل أما إذا كانت بين حق وباطل فسرعان ما تنجلي غمراتها ويخرج الحق من نقعها المثار مظفرا ظاهرا ولله عاقبة الأمور نحن لو نظرنا إلى العالم الآن نجد أننا محسبون على أننا مسلمون يسموننا مجتمعا إسلاميا نحن في الواقع لسنا مجتمعا إسلاميا نحن جغرافية إسلامية إذن ما هو السبيل إلى مجتمعا إسلامي ماذا نفعل الحل أن تعرف طبيعة دينك إن هناك أمورا ولايتك فيها على نفسك وأمورا في الدين ولايتك فيها لغيرك فهل أديت ما ولايتك فيه على نفسك كما يريد الله لتطلب من غيرك أن يؤدي ما ولايته فيه على الناس كما يريده الله إذن لا بد أن تنبع المسألة أولا فرديا بمعنى أن ينفذ كل فرد ما ولايته فيه على نفسه حسب منهج الله ليس هناك قانون يمنع الصلاة أو الصيام أو الزكاة ولو طلع قانون يحدد عدد الحجاج بحد معين حتى لا تذهب العملة الصعبة إلى الخارج عند ذلك صار حجي أن أطلب من ولي الأمر أن أحجه فإذا أجاب فيها وإن لم يجب فقد حججته والحمد لله وبعد ذلك عندما ننظر في الأمور التقنينية الخاصة بالبشر نجد أمورا التقى فيها الدين بالقانون الوضعي فمثلا الدين حرم السرق والقانون الوضعي حرم السرق والدين حرم الرشوة والقانون الوضعي حرم الرشوة وكذلك الاختلاس اتفق الاثنان على تحريمه إذا لما أكون أنا متدينا وأنفذ قانون ديني أنا لم أهدم القانون الوضعي يبقى أمر آخر أشياء القانون الديني له فيها حكم والقانون الوضعي ليس له فيها حكم مخالف مثل الخمر ديني ينهاني عن شرب الخمر القانون الوضعي لا ينهاني ولا يأمرني بشرب الخمر هناك وضعا ثالث أن يكون القانون الديني ليس له حكم في أمر ما والقانون الوضعي له حكم مخالف في الأمر نقول لك هل ضرورات حياتك وأنت الأمين على هذه الضرورات تضطرك إلى أن تخالف أمر دينك إن كان كذلك فعمل المخالفة وإثمها على من قننها وإن لم تكن ضرورات حياتك تلزمك مخالفة أمر دينك فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا والله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الودود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولم يقل ومن لم يحكم إذن أصبحت المسئولية مسئولية الحاكم فإذا ما اقترضنا بالربى من دولة أخرى نقول يا ولي الأمر هل الربى شيء ضروري يقول لك إذا لم أقترض فسوف ينهار اقتصادي والدول الأخرى لا تقرض بدون ربى فأنا مضطر إلى ذلك نقول لا خذ الضرورة بقدرها ولكن على شريطة ألا تقول هذا حلال لأن أكلك الميتة لا يجعلها حلالا أبدا إنما هي حرام أباحته الضرورة وإنك إذا حللتها واستمعت إلى خطباء الفتنة الذين يحللون الحرامة دخلت في دائرة الكفر إنما نقول هي حرام والظروف اضطرتني إليها فتبقى في نطاق المعصية نعود لما كنا فيه كيف نقيم مجتمعا إسلاميا هل نقيمه من الأساس نستمع لقول الحكيم الذي قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها ننظر ماذا أصلح أول هذه الأمة لا شك أنها العقيدة تأصلت أولا ورسخت في القلوب فإذا تأصلت العقيدة في القلوب هان عليك أن تقود النفوس إلى حاكم ظالم لا يحكم بالإسلام لتهدمه وتهدم حكمه عندما يكون عند المؤمن العقيدة التي تفهمه أنه إمام إحدى الحسنين إما النصر وإما وإثبات شريعة الله وإما الشهادة أصل هذه العقيدة أولا وبعد ذلك انتظر نصر الله وأخوف ما تخافه أن تقوم هبة فردية من هذه الهبات الفردية وحينما يصاب أصحابها بسوء لا تجد واحدا من أتباعها حولهم إذن العقيدة لم تكتمل وليس هناك واحد يقعد في الميدان وحدا فيجب أن لا ننخدع وقت السلام بأن هذا له أنصار وهذا له أحباب لقد رأينا طاغية استبدى بصاحب دعوة ولم نجد أحدا يغضب له وسارت الحياة رتيبة كما هي لماذا؟ ولكن عندما قيل لخبيب صاحب رسول الله عندما قدمه المشركون للقتل أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك فقال والله ما أحب أن أكون في أهلي ومحمد تصيبه شوكة وهو في موضع لذلك يجب أن لا ننخدع بالمظاهر الرقائية وإلى أن تكتمل العقيدة في النفوس تهون كل التضحيات أنظر إلى أثر التربية والعقيدة في النفوس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل سجنا يسجن فيه المخالفين ولما تخلف عنه في غزوة تبوك ثلاثة نفر لم يسجنهم ولكنه عزل الناس عنهم وهم في المجتمع لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أحد حتى أقاربهم حتى أن الرسول أمرهم أن لا يقربوا نساءهم فعزلهم حتى عن أقرب الناس إليهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه فتاب الله عليهم والمسلم كان في نفسه وحدة جزائية يعمل الذنب ولا يعلم به أحد إلا الله فياتي ويربط نفسه لا سارية المسجد ولا يتركها حتى يغفر الله له ويفكه رسوله هذا ما فعله أبو لبابة إذن العقيدة الراسخة في النفوس هي أساس الإصلاح وصاحب العقيدة إذا تعرض لاضطهاد أو حيف دخل عليه وهو واثق أنه رابع بقي أمر إذا كان حكامنا يتطوعون لبعض القضايا الإسلامية أن نردها عليهم أم نقبلها منهم ونشكرهم عليها ونقول لهم هداكم الله في الباقي حتى يأتي يوم يكون الناس واثقين فيه من كلامهم فيقولون يا ولي الأمر نحن نريد أن تحكم بما أنزل الله وبهذا نسلم من الهزات ويسلم من الزلات وبهذا نسلم من الهوى الذي يحرق طوائف كثيرة لكل طائفة رئيس في رأسه هوى وبذلك نسير سيرا مستقيمة والذي يطبق منهج الله فيما ولا يتوفي على نفسه تكون الدنيا حوله نارا وهو لا يشعر والأمور التي في أيدي الحكام أتركها لهم إلى أن يأتي الإنسان الذي كشف الله عنه بصيرته ومكن الله له في الأرض والحكام كلهم الآن ممكنون حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء كان للحكام زمان عزر يقولون الاستعمار حاكم منهجي الاستعمار مقيدني كان في الاحتلال أعذار قوم فتولى لا عذر بعد الجلائي وحينما يؤدي كل فرد ما ولا يتوفيه على نفسه ثم على بيته وحينما يكثر عدد هؤلاء الأفراد فثقوا تمام الثقة بأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله سيسقط وحده دون عمل الفصل الثاني الطريق إلى الله مشاكل تواجه الإيمان يواجه الإيمان بالله تحديات جمة وعوائق جسيمة ومؤامرات خفية وعلى المؤمنين أن يتسلحوا باليقين وأن يتزودوا بالعزم وأن لا يهتزوا أمام المشكلات التي تستهدف عقيدتهم والتي يمكن حصرها في خمس مشاكل مشكلة الإيمان بالله ومشكلة البلاغ عن الله ومشكلة التوثيق بالله ومشكلة الفهم عن الله ومشكلة الإسلام لمنهج الله وكل مشكلة من هذه المشاكل لها بيئتها ولها محيطها ولها مروجوها ولها المدافعون عنها ولكن للأسف كل السلبيات هي القوية وكل الإيجابيات هي الضعيفة لأننا في عصر فتن بعقله وهو سطحية معذور في أن يفتن بهذا العقل وفتنته بعقله ولدتها انتصاراته في ميادين الكشف وفي ميادين الاختراع وفي ميادين إيجاد راحات متعددة للناس في أعمالها الحياتية ولكن لو أن الحياة وحدها هي الغاية هان الأمر في هذه الفتنة ولكن الأمر لا يتعلق بهذه الحياة فقط فوراءنا حياة أخرى لا يشق العقل في ضرورة وجودها فضلا عن أن يكون ذلك تلقيا من إيمان الله بأن المؤمنين بها فالذين يسرفون على أنفسهم ويهلقون المجتمعات بانحرافاتهم ويسومون المجتمعات سوء العذاب هؤلاء لو أن الحياة هذه هي كل شيء ماذا كان المدخر لمثل هؤلاء ليحاسبوا على ما قدموا من انحرافات ومظالم ومتعب فلو أن هذه الحياة النهائية ولا حياة بعدها لفاز المنحرفون الذين أطلقوا لشهواتهم العنان في عرض الناس ودمائهم وأموالهم هؤلاء قد أخذوا حظهم وأخذوا متعتهم في الحياة وهذه هي الحياة إذن فما أشقى الذين التزموا بمبادئ الحق ومناهج الخير ومبادئ الجد كل هؤلاء ما أشقهم لأنهم أمتعوا غيرهم وظلوا هم محرومين في حياة هي الحياة ولا حياة بعدها فمنطق العقل إذن مجرد عن الدين يجب أن نؤمن بأن وراء هذه الحياة حياة يجاز فيها الإنسان بإحسانه ويعاقب فيها الإنسان على سيئاته ولو لم يكن ذلك كذلك لهان أمر القيم وهان أمر المبادئ الحقة وهانت أوامر الخير القيم هي القيم والقيم هي القيم حتى عند المنحرف فالصادق محترم حتى عند الكاذب والمستقيم محترم حتى عند المعوج والأضرب مثلا أنتم ثلاثة اثنان اتفق على الانحراف والثالث اعتز لهما وظل في قيمه وفي مبادئه وفي أخلاقه فإذا صحن واحد من الاثنين المنحرفين له أخت وأراد صديقه المنحرف أن يخطبها لنفسه وأراد الجد الذي اعتز لهما أن يخطبها لنفسه فأسألكم بالله لمن يقبل خطبتها للصديق المنحرف أم للذي جانبهما وظل في حقه وخيره وجماله لا شك فأنه سيوثر الثاني لماذا؟ لأن المسألة قيم تمسه فحينما مسته لجأ للقيم فهو لا يأمن المنحرف على أخته لماذا؟ لأنه يعرف نظرته للقيم وللخير والقيم هي القيم كما عرضها القرآن الكريم تتمثل في لقطة بسيطة من سورة يوسف هذه اللقطة تبين لنا أن القيم حتى عند المنحرف يوسف عليه السلام دخل السجن ودخل معه السجن فتيان فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إذن كان هذا الفتيان يريان يوسف من المحسنين فبأي ميزان من موازين الإحسان قيم يوسف وهما سجينان وسجينان على مخالفة وهم اقتنع بأن طلبهما عند يوسف ولماذا؟ لأنهما رأياه من المحسنين إذن فهما قد نظر إلى سلوكه وإلى سمته وإلى كل تصرفاته فراقتهما هذه التصرفات وأعجبهما ذلك السلوك لو لم يكن عندهما مقياس للإحسان لم استطاع أن يقيم فعل يوسف حتى يقول فيه إنه من المحسنين إذن فهما رغم انحرافهما يعلمان الإحسان ويعلمان القيمة التي تقيم الإحسان وحينما اضطرتهما ظروفهما الخاصة إلى أن يلجأ إلى الإحسان لجأ إلى الإحسان لأنهما لا يغشان نفسهما في أمور تتعلق بهما فذهب صاغرين إلى يوسف وقال نبئنا بتأويله وحيثية الطلب إنا نراك من المحسنين وإذن فالقيم هي القيم حتى عند المنحرف ولكن الذي يسهل للمنحرف الخروج عن القيم هي الشهادة العاجلة والنفعيات الطارئة دون نظر إلى خير يراه صاحب الشهوة خيرا يعقبه شر وقديما قيل لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة منهج الداعية إلى الله فإذا كان موقف يوسف عليه السلام كداعية إلى الله إن يوسف عليه السلام يعرضه القرآن داعية ويعرض هذه اللقطة من قصته ليعلمنا كيف ندعو إلى الله كيف دعى يوسف إلى الله استغل يوسف حاجة الفتيين فلم يقل لهما طلبهما أول الأمر ولم يقص عليهما تأويل رؤياهما لأنه أراد أن يستبقي شعورهما وإحساسهما وعواطفهما وفكرهما معه حتى يفرغ هو من مهمته الأساسية وكان من الممكن بعد أن أطري بقولهما إن نراك من المحصنين أن يأخذه الزهو بتلك الشهادة منهما وأن يقول لهما ما يريدان ولكن يوسف لا يريد هذا عند هذين إنه يعمل لحساب قوة أخرى يريد الجزاء يعمل لحساب الحق يعمل لحساب الله فاستغل حاجتهما له واستغل إنصاطهما واستغل شعورهما وإحساسهما ليقول ما يمليه عليه موقفه كإنسان نبي أو كإنسان منحدر من أصلاب نبي فماذا قال لهما انظروا إلى براعة الداعية إلى الله قال وماذا رأيتم من إحساني أرأيتم سلوكا مهذبا أرأيتم منطقا حسنا أرأيتم سمتا متواضعا كل ذلك هين في سبيل ما عندي من كنوزي الإحسان فأنا عندي من كنوز الإحسان فوق ذلك فماذا قال لما قال إننا نراك من المحصنين لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما كما أن إحسانه إحسان من نوع آخر إحسان من نوع الإنسان الذي كشف الله له حجاب السطر في الأشياء وأعلمه بغيب من غيبه فهو يقول لهما أُنبئكما بالأكل الذي تأكلانه غدا فكأن إحساني ليس بشهادتكما ولكن إحساني بشهادت الحق الذي جعلني موضعا أمينا يأتمنني فيه على أسرار غيبه فيقول لها لي وهو بذلك يريد أن يضخم الإحسان بمقياس أعلى من مقياسهما لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما وبعد ذلك لم يدعي غرورا ولا فقهة ولم يدعي أن ذلك خصوصية له أو خصوصية له بل قال ذلكما مما علمني ربي وعلمني ربي لماذا لأني تركت ملة قوم لا يمنون بالله إلى آخر ما قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إلى أن قال ما قال إذن فالمنهج الذي جعلني من المحسنين كما قلت ويجعلني أهلا لإتمان الله لي على أسرار غيبه كما أخبرتكما ليس لذاتية فيه ولكن لمنهج تلقيته من الله فعلمت وعملت به ومن الممكن أن تكون مثل في أن تترك ملة قوم لا يمنون بالله وأن تقبل على ملة الأنبياء والرسل والذين بلغوا عن الله وبعد ذلك يدخل في صميم القضية الإيمانية أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أربابكم المتفرقون المتعددون كان من الممكن أن يعيناكم على ما تطلبان فماذا تركتم أربابا متفرقة ولجأتم إلى عبد بسيط لرب واحد إن القيم هي القيم حتى عند المنحرف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وبعد ذلك قال حينما فرغ من إلقاء شحنته الإيمانية يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إذن فقد ادخر الجواب الذي يهمهما إلى أن أفرغ شحنته الإيمانية وأفرغ شحنة الدعوة إلى الله واستغل حاجتهما استغلالا حسنا وبعد ذلك عزى كل شيء أتى به إلى إيمانه بربه وإلى إيمانه بمنهج ربه كذلك يجب أن يكون شأن الدعاة أسوة حسنة أولى تلفت الناس إلى ما فيهم من قيام الخير فإن التفت الناس إلى ما فيهم من قيام الخير سألوهم لماذا أنتم كذلك فيقولون لأننا مسلمون ولذلك يقول الحق في ذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذن فكل عمل خير يعمله الإنسان يجب أن يعزوه إلى دينه يجب أن لا تعمل العمل وتقول إنه من عبقريتي وابتكاري واختراعي ما دام إسلامك يتسع إلى أن يكون فيه مثل ذلك لماذا أتستحي لماذا لا تقول ذلك هو مبدأ ديني وهو مبدأ إسلامي لماذا إذن جاء مبدأ من مبادئ الخير من أي دولة صادف أن اتفق البشر مع منهج السماء لماذا تقول إنها لأنها لماذا لا تقول لأنها إسلام لماذا لا يلقن أبناؤنا أن دعوات الخير إنما تفد إليهم من أديانهم فإذا كان ذلك وشأن الدعية فيجب أن يكون أيضا شأن المنفعل بالدعية لأن الفاعل شيء والمنفعل به شيء آخر الفاعل شيء والقابل شيء آخر الفاعل والقابل كل حدث من الأحداث ينشأ من عنصرين عنصر فاعل وعنصر قابل وقد يكون الفاعل واحدا ولكن القابل مختلف فيأتي الأمر على الضد وعلى العكس مع أن الفعل واحد القرآن الكريم كلام الله ولكن الله يقول فيه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى إذن فالقرآن واحد ولكن القابل شيء آخر القابل الذي يستقبل القرآن على أنه منهج الله هو الذي يشفي أما القارئ الذي يقرأ القرآن على أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو يقول هو ليس من عند الله أو يقول أساطير الأولين اكتتبها أيمن الله عليه بشيء من الفتح ليفقه عن الله فيه لا إن الله يضن على مثل هذا القلب أن يفتح له بابا من أبواب الخير لكلامه وأيضا الفاعل شيء والقابل شيء حتى في تجاربنا أنت تاتي إلى الشمعة المضيئة فتنفخ فيها لتطفئها وتاتي إلى النار فتنفخ فيها لتؤججها فما هذا التناقض نفخة تطفئ ونفخة تؤجج والنفخة واحدة ولكن القابل مختلف إذن فعل الفاعل أن يهيئ القابل للفعل فإذا ماهيئ القابل للفعل يمكن أن يكون الفعل مثمرا في ذاته فإذا أردنا أن يكون القابل قابلا للفعل فإنا نأمره بأقل مبادئ الحق إنك حين تستقل أو تستقبل قضية فارجة لا تستقبلها وقلبك مقتنع بقضية أخرى مناقضة لها لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما دام القلب قد شغل بحيز قضية معتقد بها يمكن لقضية أخرى أن تدخل فلكي يكون القابل قابلا يجب أن نقول له العدالة تقتضي أنك حين تقارن بين أمرين لتعرف الخير منهما يجب أن تخرج الأمرين من قلبك أولا ثم ناقشهما مناقشة موضوعية وبعد ذلك صاحب الحق له الحق في أن يستقر في الوجدان أما أن تناقش قضية وأنت في ذات الوقت مقتنع بقضية أخرى مناقضة فهذا ليس بالعدل ولا تكون هناك فرص متكافئة للموضوعين ابحثهما معا خارج قلبك وأنت لا محالة مهتد إلى الحق وقد يكون الاهتداء بالنسبة إلى نفسك وإلى ذاتك وقد يكون الاهتداء نتيجة لمشاورتك من تثق بعقله ولكن لا تطرح المسألة طرحا جماهريا فإن طرح المسألة طرحا جماهريا يكسبها غوغائية لماذا؟ لأن صاحب الباطل مستتر ولكن إذا أردت أن تناقش قضية إما أن تناقشها ذاتيا إن كنت أهلا بنقاش القضايا وإما أن تختار واحدا لتناقش القضية معه ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى للقوم الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة لأنه إذا تناقش اثناني فإن الحق في النهاية مع أحدهما والمنهزم سيدرك الحق في مسألة النقاش دون تعريض به أو تشهير إذا ما نوقشت المسألة جماهريا وإن الذي يجعل اللجاجة في الخصومة بين أمرين قوية وعنيفة هو أن اثنين يناقشان في موضوع أمام جماعة فيدخل في النقاش عنصر ليس من حقيقة النقاش وهو اعتزاز كل إنسان منهما بأن يكون هو المنتصر وخوفه أن يكون هو المنهزم أمام الجمهور فحين لا يوجد جمهور يكون الإنسان قد أمن على نفسه خزي الانهزام أمام الغير وانهزم أمام حق بثمن عرفه وهو الحق ولذلك كل نقاش بين اثنين دائما ما ينتهي إلى وفاق أما إذا زادت جمهورة الناس عن اثنين فإنك لا تظهر للحق بطائل لأن كل واحد ستأخذه العزة بالإثم ويحاول جاهدا أن يأتي لرأيه بأدلة حقا أو باطلة حتى ينتصر على خصمه إذن فنفسه أعز عليه من الحق وقليل من الناس هم الذين يكون الحق عز عليهم من أنفسهم فإذا أردنا نناقش قضية الإيمان فهل نناقشها ثنائية أم كيف نناقشها إنها مناقشة ولي الأمر في البيت عندما يقترب الإبن من سن الرشد والتفكير حينئذ يجب عليه أن يعرض قضية الإيمان عرضا جديدا ليكون إيمانه عن اقتناع وليس عن تكليف فإذا ما استقبل الشاب قضية إيمانه استقبال اقتناع لا يمكن أبدا للأهواء ولا للحرفات أن تصل إليه لأنه ستكون عنده مناعة أما أن يعتبر الأب أن مسألة الإيمان مسألة طبيعية لا يجب أن تدخل إلى النقاش فإنا نقول له إن مسألة كمسألة اختيار الكلية المناسبة لابنك تحتاج منكما إلى نقاش واستشارة ويشترك فيه أكثر من طرف وقد تشترك فيها الأم فما أهون هذه المسائل بالنسبة لقضية مصرية كقضية الإيمان ويجب على أولياء الأمور أن يتنبهوا إلى أن هذا يخفف عنهم العبء عبء اللجاج والجدل بعد أن يكونوا قد نشأوا أبناءهم فرأوا مظاهر الإسلام وسمعوا اسم الله كثيرا وسمعوا آباهم يقرأ القرآن وسمعوه يبدأ كل شيء ببسم الله ويختمه بالحمد لله وإذا رأى خيرا في ماله وولده قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن الأبناء سيتربون على خميرة إيمانية في الوقت الذي لا يوجد عندهم عقل العناد ولا عقل المكابرة وبذلك تكون مهمة النقاش لأن خميرتهم إيمانية وسلوك البيت إيماني فإذا ما عرضت قضية الإيمان فما أيسر أن يقتنع الأبناء وحين يقتنع الأبناء ذاتيا بقضية الإيمان يقبلون عليها على أنها من عملهم الذاتي لا من تراث ورثوه من آبائهم وآفة إسلامنا اليوم أنه موروث عن الآباء فإذا أردنا أن نعرض القضية نعرضها ونقول إن الإيمان بالله ضرورة عقلية وضرورة اجتماعية وضرورة سياسية وضرورة لغوية الإيمان ضرورة لغوية قد تعجبون من أن الإيمان ضرورة لغوية لأن ذلك قد يكون تعبيرا جديدا في عرف الاستدلال على الإيمان بالله أما أنه ضرورة عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية فقد عرض عليكم أما أن يكون ضرورة لغوية فذلك هو العجيب وأنا أريد أن أركز على هذه المسألة بالذات فما هي اللغة؟ اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم فالعربية تكلموا بألفاظ عربية والإنجليزي بالإنجليزية والفرنسي بالفرنسية فلو أن ولدا عربيا نشأ في بيئة إنجليزية لتكلم الإنجليزية اللغة بنت المحاكاة الإيمان بالله ضرورة لغوية اللغة ظاهرة اجتماعية مطلوبة للإنسان الإنسان لأنه في مجتمع مدني بطبعه يحتاج إلى لغة يتفاهم بها لو كان وحده لم احتاج إلى لغة كل ما يخطر على باله يفعله إنما مع غيره فلابد أن ينقل أفكاره إلى غيره ويستمع إلى أفكار الآخرين إذن لابد من وجود اللغة هذه اللغة ما مهمتها لنتفاهم بها وهل نستطيع أن نتفاهم باللغة إلا إذا كان المتكلم والمخاطب متفقين على معنى تدل عليه الألفاظ؟ إذن لابد من ذلك فإن كان المتكلم يعلم ألفاظا والسامع المخاطب لا يعلم هذه الألفاظ فلن تؤت المخاطبة نتيجة إذا كان لا يعلمان فلن يستطيع المتكلم أن يتكلم إذن فاللغة ضرورة اجتماعية واللغة كما نعلم بنت المحاكاة ما تسمعه الأذن تنطق به فإذا جيت بإنسان إنجليزي في بيئة عربية وهو طفل رضيع يصبح يتكلم العربية إذن فاللغة ليست سلالة ليست سليقة اللغة المطلقة سليقة في الإنسان إنما بذاتها يتعلم أي لغة ما دامت اللغة ألفاظا يعبر بها كل قوم عن أغراضهم فلابد من أن يتفق المتكلم والمخاطب على معاني الألفاظ التي تدور بينهما إذن فاللغة بنت المحاكاة وما تسمعه الأذن يحكيه اللسان فإذا لم تسمع الأذن شيئا فليس لللسان ما يقوله ولذلك تجد أن الأبكى لا بد أن يكون قد سبك بكمه صمم ولذلك يقول تعالى صمم بكم إذن فاللغة بنت المحاكاة وما دمت أنا أسمع اللفظ من المتكلم فإن كنت أعرف ما وضع له من المعاني فقد عرفته وأحيانا نتكلم بلفظ عربي ولكن من الجائز أن السامع لم يقف على مدلول ذلك اللفظ العربي فلا يفهم شيئا وأظنكم تعرفون قصة في اللغة اسمها قصة زق فيلم فما قصة زق فيلم أبو علقمة رجل متقعر في اللغة ولا يتكلم إلا بالغريب والحوشي منها ولسانه ألف هذه المسألة وكان عنده خادم والخادم حصيلته من اللغة حصيلة الضرورة لكن أبو علقمة غلبه طبعه فكان يفاجو الخادم بألفاظ متقعرة مغلة في الغرابة فسيقظ أبو علقمة مرة فقال يا غلام إلى هنا يا غلام فهمت أسقعت العتاريف فلم يفهم الغلام شيئا فقال له الخادم ماذا تقول قال أسقعت العتاريف لكن الغلام كان غلاما ذكيا طالما عناه أبو علقمة فأراد أن يؤدب أبا علقمة فقال زق فيلم فقال أبو علقمة وما زق فيلم لأول مرة يستفهم أبو علقمة عن لفظ اللغوي فقال له الخادم وأنت وما سقعت العتاريف قال أبو علقمة قصدت يا غلام أصاحت الديكة فرد الخادم وأنا قصدته لم تصح هذا كان ابتلاء أدبيا لأبي علقمة ولكن شخصا آخر أراد أن يبتليه ابتلاء أهم في عافيته وهي عز شيء لديه وفي صحته فقد دخل على طبيب يقال له أعين وهو يشكي علة فلما ذهب إلى الطبيب لم ينس تقع عره والطبيب محدود الثقافة اللغوية فقال له ما بك قال أكلت من لحوم هذه الجوازئ فقسأت منها قسأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى دائية العنق ولم يزل ينمأ حتى خالط الحلب وألمت منه الشرسيف وقف الطبيب متعجبة فقال له أعد فأعاد فماذا فعل الطبيب عاياه عاياه أي أتى له الفاظا لا مدلولات لها في اللغة لكي يدوخ فيها أبو علقمة لأنه لو أتى بلفظ مستعمل في اللغة فقد يكون أبو علقمة يعرفه فقال دي مش عايز إلا اختراع ألفاظ ما الهش مدلول قال له امسك القلم واكتب الوصفة الرشدة خذ حرقفا وشرقفا وزهرقا ورقرقا واغسله بماء روس واشربه بماء الماء قال أبو علقمة أعد علي فوالله ما فهمت شيئا قال لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه إذن فاللفظ اللغوي حتى في أذن العربي إن لم يكن الذي يسمعه يعرف معناه قبل سماعه فإنه لا يفهم شيئا وما دامت اللغة كذلك فهل توجد المعاني أولا ثم توضع لها الألفاظ أم توجد الألفاظ أولا ثم توجد لها المعاني نلجأ إلى العقل توجد المعاني أولا ثم توجد لها الألفاظ إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوجد له اللفظ فالأمور العدمية المحضة لا توضع لها ألفاظ أبدا لفظ تلفزيون قبل أن يظهر لم يكن له اسم عندنا لما وجد المدلول اضطررنا أن نوجد له أسما وجلس مجمع اللغة يتكلم ويبحث له عن اسم إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ ثانيا ولذلك لما يات القرآن في قضية تعليم آدم الأسماء نجد أن الحق سبحانه عرض المسميات وهي معاني الأسماء على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إذن لا بد أن هؤلاء تلك هي التي تشير إلى المعاني توجد أولا بعد ذلك توضع لها الأسماء إذن الله حينما علم آدم الأسماء قال له هذا شيء اسمه كذا إذن فالمعاني توجد أولا ثم توجد لها الألفاظ سواء كانت اللغة توقيفية أو كانت اللغة تواضعية ولكن قد يأتي شخص ويقول هناك عدميات لها أسماء في اللغة مثل كلمة الغول فأنت تقول له الغول معناه أن الذي وضعه قال أنا وضعت ذلك اللفظ المخلوق خرافي فكونه مخلوقا خرافيا مخيفا هذا هو معناه والذي وضعه نبه على أنه لا وجود له إذن اللفظ حين يوضع لغير موجود ويراد به التبشيع ينبه على أنه لا مدلول له ولا معنى إلا ما تخيله واضع اللفظ وأراد به معنى مخيفا فإذا انتهينا من هذه القضية وهي أن لكل لفظ معنى من المعاني يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤديه نقول لهم قولوا لنا بالله من أين جاء لفظ الله في لغة البشر وأيضا في لغتنا نحن الله علم على واجب الوجود يعني اسم الله اسم للقوة المطلقة بكل صفاتها ووبع اسم على مسمى أمر الألفناه جميعا لأننا نضع الأسماء للمسميات كم وضعوا أسماء على مسميات إذن فليست هذه المسألة مشكلة بالنسبة إلى الناس حتى أنهم يضعون الإسم صاحب المعنى الجيد على معاني الخسيسة يجيء واحد عنده زنجية ويسميها قمر هل أحد يقول لها لماذا نسميها قمر نقلها للضد ويجيء لواحد شق ويسميه سعيد إذن فأنت حر في أن تصنع أسماء للمسميات بعد ذلك يأتي تحدي في القرآن وهو من صميم عجازاته القرآن استقبل الناس الإيمان به وبعضهم كابر وجادل وظل على كفره الكافر والمجادل أجب أن يعجز الرسول أم يعين الرسول على مهمته لا شك أنه يريد أن يعجز الرسول وهم يعرفون وضع الأسماء للمسميات وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول في آية من كتابه الرحمن هل تعلم له سمية يعني أعرفت أحدا سمي اسم الله على نفسه لا أحد لكن من الجائز أن محمدا استقرأ الأسماء فلم يجد أحدا من قبلي سمي شيئا الله فما الذي كان يضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ كافر ملحد ليقول سأتحدى القرآن وسأتحدى محمدا وسأضع اسم الله على أي شيء لي ما حصل ذلك أبدا وظل اسم الله الله ومعنى أن الكفار الملحدين والمعاندين لا يصنعون ذلك دليل قاطع على أنهم يطمئنون إلى وجود تلك القوة وإلا فما الذي يخيفهم أو على الأقل يجعلهم غير واثقين تمام الثقة مما يعبدون لأنهم لو كانوا واثقين مما يعبدون لرأوا فيما يعبدون حماية لهم أن ينزل الله بهم شيئا من القسوة فتحدى القرآن هل تعلم له سمية؟ والمستدل عليه الآن لا أنه لم يوجد ذلك قبل ولكنه أيضا لم يوجد بعد مع وجود المكابرين والمعاندين في وجود الله تحداه أن يطلقها فيخاف لأنه لا يريد أن يجعل التجربة في نفسه ولو كان واثقا من موقفه العقدي لأطلق ولم يبالي إذا كان الله أمرا عدميا لا وجود له والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تدل عليها والأعجب من هذا أنك تجد نظير ذلك اللظ في كل اللغات فلا مفر أن يكون الأصل الأصيل في الإنسان الأول قد علم الله وقد عرف الله من أبيه آدم ثم تنوقل ذلك وبعد ذلك ترأى جحد الله على الناس لماذا؟ لأن الناس ألف المحس ولم يألف الغيب والله غيب ولذلك تجد الفلسفة اللغوية الأخرى أن كلمة الكفر نفسها دليل على الإيمان كيف ذلك؟ لأن كفر في اللغة معناها ستر فكأن الكفر ترأى على شيء موجود ليستره كلمة الكفر في ذاتها تدل على الإيمان وكأن الإيمان هو الأصل الأصل المشهدي في آدم ثم نقله إلى بنيه الأصل المشهدي في الفطرة الإنسانية إذن فكلمة الله وكلمة كفر تدلان على الإيمان بالله معا لفظ الكفر لفظ الكفر مؤمن واعلموا أن لفظ الكفر مؤمن الكفر نفسه مؤمن لأنه في لفظه أنه ستر شيئا وما دامت كلمة الكفر لأنه لا إله تبقى سترت إله يبقى إذن اللفظ التوحدي يدل على الإيمان واللفظ المقابل أيضا يدل على الإيمان والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لنا هذه القضية يعرضها في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كان الناس قديما يتعجبون كيف يخاطب الله النبات أو الجماد أو الحيوان وفهموا أنه لا يخاطب من الله إلا هم والسبب كما قلنا سابقا أن العقل قد فتن بنفسه فما لم يدخل حيزه الفكري لا يؤمن به نقول له يا عقل على رسلك أنت وسيلة من وسائل الإدراك يقول نعم والعين وسيلة من وسائل الإدراك تقول نعم فلماذا كان للعين مجال لترى قوانين لترى ولماذا لا يكون لك مجال لتفهم لماذا حددت مجال رؤيا العين وما داما ترى وأردت أن تطلق أنك ترى كل شيء فكل ما لا تراه لا وجود له نقول له أنت فتنت بنفسك إذن يا عقل إنك تعقل كل شيء إلا أنك للأسف لم تعقل نفسك وكان من الواجب أن يعقل العقل نفسه ليعرف أنه وسيلة من وسائل الإدراك وما داما وسيلة من وسائل الإدراك وتوجد نظائر له وما دامت وسائل الإدراك محددة المدى يكون عقلك أيضا محدد المدى ولو أنك فهمت ذلك لكنت قد فهمت غاية الفهم لأن الذي يفهم أن ذلك الشيء لا يفهم يكون قد فهم فإذا عرضت على ابنك وهو في الإعدادي نظرية هندسية لا تحل إلا في كلية الهندسة فجاء الولد وأخذ المعطيات والنظرية وقال لك يا أبي هذه لا أستطيع حلها فبماذا تحكم على عقله أحكم أنه فهم أن هذه الأشياء لا تدخل في نطاق ما أخذه من قواعد ومعلومات لكن إذا جاء ولد آخر وقال أنا أحلها وأمسك ورقة وقلما وأخذ في حلها واستغرق طول النهار يقول بما أن كذا يسوي كذا فلا ينتهي لا شيء فأيهما في رأيك قد فهم الذي كان واقعيا مع قدراته الذي قال إني لا أفهم أم الذي أصر واستكبر الذي قال لا أستطيع أن أحل قد فهم نفسه ولذلك يقول أهل المعرفة العجز عن الإدراك إدراك إذن فساعة ما تعجز عن أن تدرك تقول له نعم ربنا خلقه لكي لا تعلمه إذن فمهمة العقل أن يحدد مجاله الأساسي ويكفيه أن الفلاسفة الذين فتنوا بعقولهم قديما في اليونان قسموا الفلسفة إلى قسمين فلسفة مادية وفلسفة ما وراء المادة وهي فلسفة لها مروجوها ومدعوها ومن العجيب أن فلاسفة ما وراء المادة أتعبوا أنفسهم وعقولهم في البحث فمن قال لكم يا فلاسفة إن وراء المادة شيئا يجب أن يبحث عنه لابد أن في نفسكم من قال لا يمكن أن تقوم هذه المادة بذاتها بل يجب أن يكون هناك شيء وراءها وقد يشعر العقل السطحي بالغرور والحق أن ما يدعوه إلى الغرور يجب أن يدعوه إلى الانكسار فهو لم يفتن إلا لأنه ابتكر واكتشف واخترع وبعض السطحيين يقول إن ذلك دليل على قدرة العقل ولكن بدوري أرد على ذلك فأقول إن افتكار العقل لشيء أو اختراعه لشيء ليس شهادة له على تفوقه وإنما شهادة على عجزه لأنه لو لم يعجز بالأمس لم اكتشف اليوم وما دام قد عجز بالأمس فإنه عاجز اليوم أيضا ولو أن العقل بطبيعاته قادر على أن يستوعب طبائع الأشياء كلها لكان العقل الأول بمجرد وجوده في الرأس قد انتهى إلى كل قضايا الوجود فهمة ولكن الوجود لا يعطيه إلا بقدر ما تسمح به ظروفه وما يشاء به الله من أجل لإبراز حقائق الكون فلا يظن ظن أن العقل حر في أن يبتكر ما يشاء ولكن فوق ذلك أجل الله للأشياء أن تظهر وللمستور أن يبدو فكل شيء له أجل مسمى عند الحق فإن صادف أجل الشيء بحث العقل عنه اهتدى العقل بمقدمات في الوجود إلى أجل الشيء وإن شاء الله لسر من أسرار الكون أن يظهر ولكن العقل لم يسلك له سبيل المقدمات فإن الله يظهر هذا الأمر كما سمعنا في كثير من الابتكارات أو الاختراعات صدفة فيكون بصدد البحث عن شيء فنحصل على شيء آخر هذا الأمر الذي حصل عليه لم يكن بصدد البحث عنه شاء الله لسر أن ينكشف ولكن مقدمات العقل لم تكن ذاهبة إليه فأراد الله أن يوجد المستورة فكان ذلك صدفة ولذلك يجب أن نعلم أن هناك فرقا قويا بين غيب وضع الله له في الكون مقدمات وبين غيب آخر لم يضع الله له في الكون مقدمات أما الأول فالمقدمات تنتهي كما قلت إلى البدهيات فكل نظرية مهما كانت معقدة نستدل عليها بنظرية قبلها ثم نستدل على النظرية التي قبلها بنظرية قبلها إلى أن نذهب إلى النظرية الأولى فإذا شئنا الاستدلال على النظرية الأولى لم نجد نظرية وإنما وجدنا أمرا بدهيا موجودا في الكون إذن فأعقد النظريات خامتها الأولية هي الأمر البدهي لكن العقل يقف عند الأمر البدهي يستنبط منه فإذا ما استنبط شيئا صار بديها بعد ذلك ثم يجعله بديها لشيء آخر بعدها والذي يتعب خطى العقل حين يريد أن يعقد مقارنة بين النظرية المئة الأخيرة والنظرية الأولى يجد الخطوة واسعة ولكنه حين يأخذ من المئة التسعة والتسعين وهكذا إلى أن يصل إلى النظرية الأولى ويجد الفارق بسيطا يتحمله العقل المادي فإذا كان ما نشاهده اليوم من آثار العقول التي مضت خميرة لعقولنا نحن الآن فيجب أن نعرف أن الله أعد كونه إعدادا بحيث إذا انطلق النشاط الذهني أمكن أن يكتشف شيئا من أسرار الوجود فإذا شاء الله للسر أن ينكشف ولم يكن العقل قد ذهب إليه رق الله على البشر وهداهم إليه صدفة وإذا نظرنا إلى كثير من الأشياء التي أفادت العلم الحديث والنشاط الذهني المادي نجد أن أغلبها جاء بالصدفة لذلك حين يعرض الحق هذين اللونين لون غيب له مقدمات يطلب من العقل أن يبحث في الأمر البدهي الذي يراها ويتأملها وبعد ذلك يجرب وبعد ذلك يخرج نظرية وبعد ذلك يخرج حقيقة علمية ولذلك تجد الحق سبحانه في آية الكرسي يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون وقد أسند الإحاطة للبشر فكأن البشر لهم مدخل في الإحاطة أي أنهم يعملون عقولهم في ظواهر الأشياء ليبتكروا منها أشياء أخرى يكون الله قد أذن لها أن تنكشف أما الغيب الذي لم يجعل الله له في الكون مقدمات فذلك غيب مفاض من الحق على بعض الخلق ولذلك قصره على نفسه فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضع إذن فالذهن البشري حين يعمل طاقته في ملاحظة ظواهر الكون يستطيع أن يستنبط الظواهر الكثيرة تستنبطه للأشياء الكثيرة التي كانت غيبا على العقول قبل الآن وهذا يجعل أن ما غاب عن حسه وإدراكه يجب أن لا يحكم بأنه معدوم بل يجب أن يقول أن وسيلة إدراكه لم تصل إليه ويجب أن يأخذ من ذلك بمقدمات بعين المادة التي يتكلم فيها فمثلا الميكروب قبل أن يكتشف لا يعني أنه غير موجود لا هو موجود ولكن وسائل لإدراكنا للميكروب لم تكن موجودة وحينما شاء الله أن ينجز بنشاطنا الذهني وسائل تطلعنا على هذا الغيب وهو الميكروب عرفناه وفقد صفته الغيبية إذن فعدم إدراك العقل للأشياء لا يعني أنها غير موجودة ولكن وسائل إدراكنا لم تصل بعد إلى إدراك هذه المهمة وحين يقدر العقل هذه المهمة يجد أن حصيلته وخاماته الآن أكثر من حصيلته وخاماته في العصور المتقدمة وهو كل يوم يكتشف جديدا وكل يوم يكتشف من سر الله ما كان غيبا عنه فإذا كان الأمر كذلك والخطى سائرة بسرعة إلى اكتشاف أشياءها الموجودة ولكننا لا ندركها إذا كان الأمر كذلك فقولوا لي بالله ماذا أعد الله في الكون للعقل في القرن الثلاثين لا بد أنه أعد أشياء لتكون موضوع العقل في القرن الثلاثين وإلا فلو كانت الأشياء في الكون اكتشفها العقل مرة واحدة فستكون الحياة مكررة فتعطينا صورة تافهة للوجود ولأننا في هذه الحالة استطعنا بعقولنا أن نستقصي أسرار الله فيه مقدما ولكن أسرار الله لا تنتهي حتى يأذن الله للأرض أن تزول ومعها وليدها المغرور ولذلك يقول الحق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس إذن فلابد أن نقدر أن أسرار الله في الكون كثيرة وغيب الله لا ينتهي ومهما تعددت القرون فسيكتشف أهلها كل يوم سرا خافيا وذلك سر الحرف في القرآن سين سنريهم آياتنا في آفاق وفي أنفسهم نحن نقرأها الآن سنريهم وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الأول سنريهم وسيقرأها الناس بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذن فاستقبال واستقبال بالسين يدل على أن أسرار الكون لا تنتهي أبدا والسين هذه تدل على أن الوجود لن يقف أبدا عند مرحلة واحدة وإنما هو وجود متطور رغم اكتشاف أسرار الله في كون الله ولذلك ستقرأ سنريهم حتى تقوم الساعة ويظل الأمر دائما أمر استقبال لأسرار كون الله بواسطة العقول التي خلقها الله إذن يجب على العقل أن لا يحكم على شيء لا يدركه بأنه غير موجود وحسبنا في هذا أن الفلاسفة الذين دوخون بآرائهم ودوخون بأفكارهم فيما وراء المادة الميتافيزيقية أتعبون دون أن يصلوا إلى حقيقة ما مع أن القيم في الفلسفة المادية أعطتنا عطاء واسع وافرا في الوقت الذي اختلف فيه فلاسفة فيما وراء الطبيعة فلم تتفق كما قلنا مدرسة مع مدرسة ولا تلاميذ مدرسة مع تلاميذ مدرسة واحدة واختلفوا مع أنفسهم فيما ذهبوا إليه فيما وراء الطبيعة ولأن العقل يستقبل من الماديات ليستنبط منها وأما ما غاب عنه فلا يمكن أن يصل إلى شيء فيه التعقل والتصور وأنا سابقا قلت إنه يجب على العقل أن يفرق بين شيئين اثنين وعدم التفريق بينهما هو الذي يوجد متاهة للعقل المعاصر الشيء الأول هو تعقل الشيء والشيء الثاني هو تصور الشيء فلو وقفنا عند تعقل الشيء لاتفقنا ولكننا اختلفنا لأننا حاولنا أن نجاوز منطقة التعقل إلى منطقة التصور ومنطقة التصور هي المتاهة وهي المضلة التي نضل فيها جميعا لماذا؟ لأنك لا تتصور شيئا إلا على وفق ما ترى من خامات التصورات في الوجود ولكنك قد تتعقل شيئا فمثلا إذا حدثون أن الصوت له نصف مليون ذبذب في الثانية هذا أمر يعقل ولكن لا يستطيع العقل أن يتصور لأن دقة الموازين هي التي تتعب الناس فمثلا أنا يولد لي الوليد وأظل دائما أنظر ليه كل لحظة وكل يوم فهو لا ينمو في نظري أبدا لأنه لا توجد عند المقاييس الدقيقة التي تستطيع أن تدرك نموه كل ثانية الولد لا ياتي كل 24 ساعة ثم ينمو نمو اليوم دفعة واحدة إنما ينمو مع الزمن فنموه موزع على الزمن فإذا أنت قسمت الزمن إلى ثوان فيكون له نموه كل ثانية فإذا استطعت أن توجد مقياسا زمنيا أقل من الثانية فأيضا يكون له نمو ضئيل يناسب هذا المقياس فإذا كنت ناظرا إليه دائما فإنك لا تدرك أبدا كيف ينمو ولكن إذا غبت عنه شهرا أو شهرين أو ثلاثا أدركت حصيلة نمو الشهرين فيمكن أن تدخل حينئذ مقاييس إدراكك ولتفهم الفرق بين تعقل شيء وتصور وهي المسألة التي أتعبت الفلاسفة في الإيمان بالله فلم يكتفوا بتعقل وجود الله ولكن أرادوا أن يتصوروا ذلك الإله فأتعبهم ذلك والفلاسفة قديما حينما اتجهوا إلى ما وراء المادة ليبحثوا عن ما الذي قال لهم إن وراء المادة شيئا فإذا ما علمت أن وراء المادة شيئا الفطرة قالت أن وراء المادة شيئا والعقل صحيح قال لا بد وأن وراء المادة شيئا هذا قدر كفيل بأن يكون وراء المادة شيئا فإذا ما علمت بأن وراء المادة شيئا ثم جاء الحق فسمح بإرسال رسول ليقول لك ألا أخبرك بما وراء المادة كان يجب أن ترهف أذونك لذلك الرسول فأنت ظاهرة من ظواهر الكون تقدر على أشياء وتعجز عن أخرى وتعرف أشياء وتجهل أشياء أخرى وتختار أشياء وتجبر على أشياء كان يجب أن تحل لغزك أنت أولا لماذا تقدر على أشياء ولا تقدر على أشياء وتقهر على أشياء كان يجب أن ترهف أذنك لمن يحل ذلك اللغز فيك وبعد ذلك في قدرتك على أشياء وعدم قدرتك على أخرى نجد أنك تتفاوت مع الناس في القدرة وبعد ذلك القادر فوقه أقدر من والقادر فوقه أقدر من وهكذا إلى أن يأتي الجبار ليس فوقه جبار وبعد ذلك تجد أن ذلك الجبار الذي يكره الناس على أشياء تجده مجبورا على أشياء كان يجب أن تفطن على أن هناك قوة غير مرئية فوق ذلك الجبار ما دام يقدر على أشياء ثم بعد ذلك يقهر على أشياء إذن يجب أن نتنبه على أن هناك قوة أخرى فوقه لا ترى هي التي تقهره على هذه الأشياء إذا كنا هنا في هذا المكان وأغلقنا الأبواب والنوافذ ثم دق الجرس هنا تعقل تعقل أن نطارقا بالباب وكلنا نتفق في هذا التعقل فإذا اتفقنا ندخل في منطقة التصور وذلك يدخلنا في متهاد واحد يقول هو رجل وواحد يقول امرأة وواحد يقول طفل صغير وهكذا نختلف اختلافا في أي منطقة في منطقة التعقل أم في منطقة التصور منطقة التصور هي منطقة الاختلاف فلو أننا اكتفينا بالتعقل وتركنا الطارق بالباب ليدلنا على من هو لا التقينا فالتعقل قوة وراء الكون فيجب أن نرهف آذننا حتى تعلن القوة عن نفسها وإلا فقول لي بالله قوة كالطبيعة قوة كالشمس قوة كالآلهة التي ادعى المدعون أنها هي التي خلقت الكون كيف سمحت هذه القوى الخالقة للكون أن يدعيها الله مدلول الله في نظر المؤمنين ويأخذها الله ويقول أنا الخالق وأنا الرزاق وأنا المعين ثم لا تتكلم هذه القوة بكلمة ولا تبعث رسولا وتبقى مستكينة وتترك المدعي الذي هو الله يأخذ ذلك الكون منها فإذا جاء شخص وقال الله هو الذي خلق وآخر يقول الطبيعة هي التي خلقت ولم تجئ لنا برسول ولا برهان على أنها هي التي خلقت أروني ما ذلك الإله العاجز الذي أخذ منه غير الخالق خلقه ومع ذلك ظل ساكنا خانعا لا يقول ذلك كذب أنا الذي خلقت إذن فعدم وجود معارض لمدعي الرسل في أن الله هو الذي خلق وعدم وجود منهج لهذه المدعيات يبطل أن تكون معبودة ويبطل أن تكون هي التي وراء ذلك الكون فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أمده بفطرة هذه الفطرة تمكنه أن يدرك أن وراءه شيئا آخر فالطفل الصغير حينما يعتريه أمر من الأمور لمن يفزع يفزع إلى مظهر القوة في حسه إلى أم إلى أبيه فإذا كان الإنسان في ضيخ وفي كرب وكل أسباب النجاة مغلقة أمامه أترى أنه لا ييئس أبدا؟ لماذا لا ييئس؟ لأنه يتجه بفطرة إلى قوة أعلى منه لا يراها ولكنها تراه فهو بذلك أنصرف إلى الرصيد المدفون في نفسه الذي يوحي بأن هناك قوة أخرى ستنجيه ولذلك حين يعرض ربنا هذه القضية يعرضها عرضا صريحا وبعد ذلك يحكي لنا عن المركب الذي سارت في البحر وهاجت عليها الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين لأنه لا يمكن أن يخدع نفسه في وقت مثل ذلك ولا يمكن أن يبيعها رخيصة أيضا عنده أمل في أن أحدا سينجيه وبعد أن ينجيه يعود إلى كفره مرة أخرى إذن لو أن عقل الفلاسفة اكتفى بتعقل قوة وراء ذلك الكون وبعد ذلك ترك القوة أن تعلن عن نفسها بواسطة رسول مؤيد بمعجزة من المعجزات لأراحت نفسها وأراحتنا وحين ننظر إلى الإنسان نجد أن الإنسان جنس من الأجناس وأنا دائما أرتب الأجناس بالاستقرار جنس يسمى الجماد وجنس آخر يمتاز عنه بمظاهر النمو فسميناه نباتة وجنس آخر يمتاز بمظاهر الحس والحركة سميناه حيوانة وجنس هو الإنسان امتاز بخاصية الفكر سميناه الإنسان تلك هي الأجناس باستقرار الوجود وبعد ذلك نجد أن كل جنس من الوجود أعلى من جنس آخر يأخذ خاصية تميزه عنه النبات لم يصبح نباتا إلا بخاصية النبو ولكن خاصية النمو أفقدته خاصية الجمادية لا تظل فيه جمادية وبعد ذلك الحيوان هل خاصية الحس أفقدته خاصية النمو وخاصية الجمادية لا تظل فيه خاصية النمو والجمادية والإنسان فيه خاصية الحيوانية والنباتية والجمادية وأنا إذا قفزت قفزة سأصبح مثل قطعة الحجر وقانون الجاذبية يحكمني وأيضا أنمو بدون اختيار مثل ظاهرة النبات وأحس وأجهزتي تتحرك وتعمل وأنا نائم بدون شعور وبينما وبما أن الإنسان يتميز بمنطقة الفكر منطقة التكليف فنقول له إن الجمادة في خدمة النبات والحيوان والإنسان والنبات في خدمة الحيوان والإنسان والحيوان في خدمة الإنسان وأنت أيها الإنسان في خدمة من ما عملك فكل جنس من هذه الأجناس له مهمة يؤدها فما مهمتك أنت أيها الإنسان إذن يجب أن تبحث بالعقل وإذا لم تجد لك مهمة وجنس أعلى منك ترتبط به كما ارتبط الحيوان بك وكما ارتبط النبات بالحيوان فإن لم تبحث عن مهمة لنفسك وجنس أعلى منك ترتبط به فأنت أتفه من النبات وأتفه من الحيوان إذن فيجب على العقل أن يبحث عن هذه المهمة فينظر فلا يجد جنس أعلى منه ليؤدي له هذه المهمة إذن لا بد أن يشغله ذلك حتى إذا ما أرسل الله له رسولا ليقول له هل أذلك على القوة التي يجب أن ترتبط بها والتي عقلك يبحث فيها فكان ذلك هو الرسول قد جاء إلي بشيء أنا طلبته بعقلي وبحثت عنه بعقلي ويأتي الرسول فيقول إن هذه القوة هي الله ومطلوبها منك كذا وكذا ومصيرك إليه وجزاؤك يبقى كذا إذا عملت شرا أو طيبا فيكون الرسول قد أدى لي مهمة لأنه أنقذ فكري وعقلي في البحث عن مهمة كان ضروريا أن يبحث عنها وأيضا إذا نظرت إلى استقراء الأشياء وجدت أن الإنسان يصنع بنفسه صناعات وصناعات التي يصنعها صناعات لا تؤدي ضرورة في الحياة وإنما تؤدي طرفا في الحياة فإن لم يصنع الكوب من البلور لا استطعت أن تشرب في الفخار أو في الصفيح أو من الحنفية مباشرة إذن كوب من البلور لا يمثل ضرورة في الحياة إنما هو يمثل طرفا في الحياة فالله يقول إذا أردت أن تترف نفسك فأعمل عقلك وذهنك في أسر كونه وفي عناصر الوجود ضرورات الحياة وتكافؤ الفرص أما أنا فقد أمددتك بمقومات الحياة الأساسية أمددتك بطعام وأمددتك بشراب وأمددتك بهواء وإذا ما نظرت إلى سر توزيعي لهذه الأشياء عرفت أني رب ولا يقدر على عمل كهذا إلا رب مقومات حياتك طعام وشراب وهواء فإذا صنع إنسان آلة مثل السيارة وقودها الأساسي البنزين فإذا ما انتهى البنزين من السيارة تقف السيارة لكن انظر إلى صناعة ربك في طعامك إن جسمك يأخذ الضروري ويختزن الباقي حتى إذا لم تجد طعاما كان في ذاتك مقومات ذلك لفترة طويلة لقد تطول إلى شهر وتستمر تتغذى من ذهنك ولحمك ومن شحمك ومن العجيب أن الدهن يتكيف بالمواد الغذائية الطبيعية أحضروا لي آلة صنعها البشر وبعد ذلك يفروا وقودها منها ثم بعد ذلك تظل في حيويتها لها ما يعينها على الحركة والحياة وبعد ذلك قال لك والماء أعطيتك الماء بالنسبة للطعام طبعا لكن صبرك على الماء أكثر أم صبرك على الطعام صبرك على الطعام أطول من صبرك على الماء فإنك لا تصبر على الماء إلا من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار المائية الموجودة فيك ولذلك أمكن للطعام أن يمتلك وأن يحتكر ووسيلة امتلاكه صعبة شيئا ما عن الماء لكن الماء لأن الضرورة له أكثر ولا يمكن الاستغناء عنه جعله الله مشاعا أو شبه مشاع وإذا ما نظرت إلى الهواء فهذا هو العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا فإذا ملك إنسان طعامك وغضب عليك ومنى عنك الطعام فيقعد غضان شهر فإن قلبه قد يرق بعدها يمكن أنت بحيلتك أن تثر يمكن لأحد أن يعطف عليك فيحضر لك طعام والماء أقل ولكن إذا غضب عليك أحد وهو مالك الهواء ماذا يكون موقفك قبل أن تنفعل ذرات نفسه بالرضى عليك تكون قد مت ولذلك قال لك إما الهواء فلا آمن من يد على يد أبدا فهو مشاع بين الناس جميعا ويستوي في الاستنشاق به الغني والفقير الغني يمكن أن يشرب الماء مقررا ولكن الهواء كل واحد يستطيع أن يأخذه ونواصل القراءة تحت عنوان ضرورات الحياة وتكافؤ الفرص الله إذا انهي ضرورات الحياة حتى أنه عمل فيها تكافؤ الفرص في صورة مرتبة الماء نشاط ذهنك تأخذ كماليات وأسرار من الحياة فناتي ونعم الكوبا طبعا الكوب لم يأتي كما تراه ولكن العلماء بحثوا في عناصر الأرض ورأوا أن عنصرا له بريق وله شكل جميل وبعدها كيف ينصهر ودرجة النار الكافية لنصهاره تقدر بكم درجة ليصبح عجينة لينة لتستطيع تشكيله وبعد ذلك هناك مواد وكيفية تنقيتها ويعمل معامل وعقول وإمكانيات لكي يصنع كوبا لكن هل استطاع العقل البشري أن يصنع كوبا جميلا ثم يأتي بكوبا غير جميل ويضعهما بجوار بعضهما ليلة ويقول لهما طلعوا لنا أكواب هل عملوا أكوابا صغيرة وجعلها تنمو وتبقى كبيرة إذن أنت تصنع صنعة على قدرك وربنا يصنع صنعة على قدره وهو سر الحياة والنمو هذا هو الذي يدهش الدنيا ويتعبها ونقول له تعالى إذا كان الكوب الذي يمثل طرفا في الحياة وراءه هذه الأجهزة من العلم ومن الإمكانيات ومن العقول لآخره فابحث وراء هذه الأشياء حتى تنتهي إلى سببها الأول فإذا وجدت مسببا بلا سبب فقف هنا واسأل الرجل الذي يصنع الأكواب كيف يعملها يقول لك نأتي بالرمل من المكان الفلاني ونأتي مدد كذا من المكان الفلاني ومدد كذا من المكان الفلاني ونصهره في المكان الفلاني ثم نصنعه كوبا نذهب إلى المكان الذي فيه الرمل ونسأل يا رمل أنت من أين لا أحد يجيب انتهى السبب يبقى إذا امتنعت يد الإنسان فقد بدأت يد الله ما دام التافي كان وراء صنعه وعلم وحكمه وقدره وإمكانيات عندما تمسك أي شيء مثل المكتب الذي أجلس عليه وتقول له من أين عملت كذا يقول لك أنا أحضر الخشب من التاجر الفلاني ويا تاجر يفلاني أحضرت الخشب من أين يقول لك استردت من السويد يا سويد أنت جئت به من أين تقول لك جئن به من الغابات نذهب للغابات ونقول لها يا غابات أنت جئته من أين لا نجد لها جوابا حين لا نجد جوابا يجب أن نتنبه إلى أن هنا يد الخالق الخفية وإلا فأدفه الأشياء في صنعتنا لا توجد هكذا فإذا كان ربنا يتركنا نصنع أشياء فذلك ليدلنا على الكلمة التي كانوا يعلمون إياها من زمان إن الصنعة لا بد أن تدل على الصانع لكن هناك حاجة تانية مهمة الصنعة التي هي الكوب هل تدرك من صنعها إذن فالصنعة لا تدرك أبدا لا تدرك أبدا فس على ذلك وعلى نفسك أنت صنعت الله إذن أنت لا تستطيع أن تدرك الله ومن عظمته أنك لا تدركه لو أدركته لما كان يصلح أن يكون إله لماذا لأن إدراك العقل يكون لشيء أو إدراك العين يكون لشيء فإذا أعطينا الولد مسألة هندسية مثل ما قلت وحلها قلنا داخلت في مقدور عقله يعني أصبح عقله قادرا عليها فأنت إذا أدركت الحق الخالقة انقلب القادر مقدورا والمقدور قادرا ولا ينقلب المقدور قادرا ولا القادر مقدورا أبدا إذن فمن عظمة ربك أنك لا تدرك وإذا كان الله سبحانه وتعالى حينما يصف النفسه بقوله الله نور السماوات والأرض لم يعطنا مثلا إلا بالنور وبعدها يجيء بالنور من الضوء وبعدها يقول لنا العلم الحديث إن الضوء في ذاته لا يرى وإنما ترى به الأشياء فإذا كان شيئا من خلق الله لا يرى بذاته إنما ترى به الأشياء فنقول للذي خلق هذا كيف لا يدرك يدرك ولا يمكن أبدا لأن من خلقه ما لا يرى وما لا يدرك فكيف تتسامى أنت لتدركه هو فإذن عدم إدراكي دليل على أنه حقا هو الإله حقا فحين تعجز عن الإدراك فإن ذلك يزيدك عشقا بغير المدرك هذا ولكن الضوء الذي يقولون عليه إنه موجود لما طلعوا في الجو واستطاعوا أن يقتربوا من الشمس مصدر الضوء كان المفروض أنه يوجد ضوء أكثر ولكنهم لم يجدوا نورا هناك أبدا إنما وجدوا ظلامة لماذا؟ لأن الضوء لا يرى إلا إذا كانت فيه أشياء مدية مثل ذراته مائية شيء من غبار إلى آخره إذن فالضوء لا يرى بذاته وإنما يرى في أشياء إذن لما يقال لك إن الله لا يرى وإنما يرى في كونه وفي أشيائه لا تستعجب لأن هذا هو من تهيت ومن تهى إليه علمك ومن تهيت إليه بعلمك هو ماذا؟ هو أن الضوء لا يرى ولكن إذا وجدت ذرات غبار يرى وإذن لما نقول لك إن الله لا يرى وإنما يرى في صنعته يبقى هذا كلام سليم وكلام علمي وكلام منطقي يأتون ويقولون لك هذا الكون صدر من مادة فني فكيف وجد؟ لابد أن تكون هناك مادة لأنك لا تتعامل إلا بالمادة ولا تعمل شيئا من لا مادة أنت تعيش المسائل بقدراتك وبعلمك إنما أنت لابد أن تقيس بقوانينه وقدراته هو سبحانه لكن هو نور ومن نوره خلق الأشياء والآن قالوا إن الضوء ممكن أن نطلع مادة والمادة نقدر أن نفرقها وتبقى ضوءا يبقى إذن الإشكالات التي كانت موجودة قديما أمام العقل العلم والنشاط الذهني ابتدأ يفسرها فالناس يعكسون المسألة كلما تقدمت الأدلة نحو الوجود الأعلى هم يأخذونها ضد الوجود الأعلى كيف هذا؟ كان يجب أن تكون هذه الأدلة أدلة على الوجود الأعلى وتيسر لك هذه المسائل فلماذا تأخذها أنت بالعكس؟ لأنك سرت بمسألة مجنحة لم تسر بالارتقاء بكل ما ملكات نفسك ارتقيت في ملكة واحدة وانحططت في ملكات أخرى فيحدث عندك تجنيح أنت قلت البطن فقط ولا شيء غيرها اشبع البطن وكأن الإنسان ليس له ملكة إلا البطن فنقول له يا أخي إذا كان ليس ملكة إلا بطنه فالرجل الذي يحدد إقامته يعيش في فيلا عظيمة يأكل ما يأكل وفي خدمته ناس بالله هذا مسرور نفسيا أم تعب لماذا هو تعب؟ لأن هناك ملكات أخرى عنده جائعة وبالإحصائية في السويد التي فيها أرقى مستويات معيشي قالت الإحصائية إن الشباب عندهم أكثر نسبة في الانتحار والجنون والشذوذ إذن لم ينتحر طالما عنده وسائل الترفيه آه لأنه شبع في ملكة واحدة من ملكات نفسه وجائع في ملكات أخرى عندما جاء في ملكات أخرى بقي عنده قلق وطراب وبعدها يسأل علم النفس لأنه توجد ملكات أخرى غير نامية النمو المتسق مع بعضه لكن المؤمن ينمو بكل ملكات نفسه لو أحضرت إنسانا وزرعت منه القطعة أو نزعت منه القطعة التي أعلى المخ تصبح حركاته مثل حركة الحيوان تماما إذن فالإنسانية كلها كإنسان في القطعة العليا من المخ وبعد ذلك نسأله بدورنا الحيوان يجوع أم لا الجواب أنه يجوع إذن أسألك بالله لما يجوع لما يجوع يعيش في ألم الفقر وخوف المجاع بيفكر في هذه الحكاة لا إنه لا يفكر فيها حسنا هل يلد أم لا وهل يموت ابنه أو لا يموت إنه يموت ويذبح أمامه هل يذوق ألم ثكل وفجيعة فراق لا يذوقه هل هو يأكل الحاجات التي يسر منها لكل ملكاته التي عنده هل رأينا مثلا حيوانا نم على حيوان آخر أو امتلأ حقدا أو شيء أو وشى بحيوان آخر أو نظر لأنثى وحاول معها شيئا ساعة يراها حاملا انتهى كل شيء ومن العجيب أننا نظلم الحيوان ونقول على أنفسنا لما ننفلت في شهوتنا نقول الشهوة البهمية يا لتنا جعلناها بهمية معمولة فقط لحفظ النوع فإذا اقترب ناحية الأنثى وجداحة ملا لا يقربها أبدا بهمية ليس عندها شزوز جنسي لا تنظر إلى اللذة في النوع المشارك بل نقول عليها شهوة بهمية وعيننا مفتحت يجب أن نقول عنها شهوة إنسانية لأن الحيوان عملها لحفظ النوع فقط ونحن ظلمنا الحيوان الحيوان يدرك بما وهبه الله من غرائز ما ينفعه وما يضره ويرى غيره يموت هو ساعة ذلك لا يفكر في الموت أو مصيره إليه ليس عنده هذه الأفكار الحيوان لا يفترس حيوانا آخر إلا إذا كان يريد أن يأكل إذن القوي يأكل الضعيف لكن لم نرى حيوانا قتل آخر ولم يأكل مثل إنسان يضرب واحدا بالرصاص فيميته إذن الحيوان الذي هو أدنى مني ليس عنده هذه المسائل أنا لو لم يكن لي منهج وركن آوى إليه في مثل هذه الأشياء والهموم ماذا يكون موقفي عندما يموت ابني أو عزيز علي ماذا أصنع فالحيوان يموت ابنه ولا يذوق ألم ثكل لكن أنا أذوق ألم الثكل والحزن إذن أنا أشقى من الحيوان لو لم يكن عندي رصيد آخر يقول لي هذه مصيبة لها أجرها وجزاؤها كذا وأن ربنا أراد بها كذا يبقى أكثر أكبر مصيبة حين تدخلها في ميزان نفسي تهون علي لأن الثمن يبقى كبيرا لو لم تكن هذه عندي كنت أنا أشقى أجناس الوجود ولست سيدا لهذا الوجود من ذلك نجد المنهج ضرورة نفسية والإنسان منا مهما كان غنيا أو مطرفا يشغله همان الهم الأول أن يفارق هو ذلك النعيم الهم الثاني أن يفارقه ذلك النعيم إذن فلابد للإنسان مهما ارتقى من أن يشغل باله بشيء غاية الشيء الذي يشغله الهم في أن يزول عنه هذا النعيم أو أن يتزحزح هو ويترك النعيم وأنه يعتريه شيء من الانقباضات التي تعترض النفس البشرية بدون معرفة أسبابها هم يستولي عليه هذا الهم الذي يستولي على الإنسان لما الإنسان يشعر بأن له رب وأن المسألة ما دامت أسبابها في نظري قد انتهت بموجود مسبب هو ربي وهو لا يسأل عما يفعل يجد نفسه يعيش على رصيد من الأمل رصيد من حنان غيبي من عطف غيبي إذن فالمحروم من الإيمان حين تعز عليه الأسباب فعزاؤه في ماذا؟ لا يوجد له عزاء نفسي أبدا وإنما المؤمن يوجد له العزاء النفسي الإيمان ضرورة نفسية ماذا يعمل الإيمان في النفس؟ يغير طبيعة وكيموية النفس البشرية؟ مثلا التاريخ يحدثنا أن الخنساء مات أخوها صخر فلما مات صخر ملأت الدنيا عليه بكاء وعويلا حتى فقدت بصرها وهو أخوها وبعد ذلك أسلمت وجاء لها خير أبنائها الأربع في معركة القادسية واستشهدوا في وقت واحد كان هذا أخاها وهؤلاء أولادها وكان أخوها واحدا وهؤلاء أربع فماذا قالت؟ قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأسأله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته ما هذا العذاء الذي دخل عليها؟ إنه بالإيمان أعظم المصائب يهون أمرها مثلا العواطف نفسها الإيمان بغيرها يحدثنا التاريخ أن سيدنا أبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وابنه كان ما يزال مع الكفار يقول ابن أبي بكر رضي الله عنه يا أبي لقد رأيتك في المعركة فوليت وجهي عنك يريد أن يمتن على أبي فيقول أبو بكر أما والله لو رأيتك لقتلتك ابن أبي بكر منطقي مع عواطفه وأبو بكر ذاته منطقي مع عواطفه لأنه لما يقابل ابن أبي بكر الكافر أباه في المعركة يقارن بين أبيه وبين ماذا لو عنده عقيدة حقا ومتمسك بها على أن حق كان يهون أبوه أمام العقيدة إنما وجد أباه ولم يجد العقيدة فمن يفضل؟ يفضل أباه؟ لكن أبو بكر قال لو رأيتك لقتلتك لأن أمام أبي بكر عقيدة حق أعز عليه من ابنه فيكون هذا منطقيا مع نفسه والثاني منطقيا مع نفسه فانظروا كيف فعل الإيمان في النفس النفس البشرية إذن فالعزاء للإنسان في كل أحداث الحياة أن يكون له إيمان ولذلك يقول الناس صالحون لا كرب وأنت رب ما دام فيه رب لا يوجد كرب وبعد ذلك يجي فيعزين في الأشياء التي تأتي على خلاف إرادتك وتنالك من المصائب أفهم أنا ماذا أقول فيها أنا أقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كم قياس فرضه الله كان مفروضا أن يقول كتب الله علينا لأن علي تفيد العزمة إنما اللام تفيد الانتفاع والملكية يعني كان قياس أنها مصائب شيء يعطيه لنا إذن هذا الفرق بين ملحظ الإيمان وملحظ الكفر ساعة ما تأتي المصيبة لأي إنسان تكون المصيبة عليه إنما ساعة إتيان المصيبة لمؤمن يقول مصيبة لي إذن حين تقارن أي بلاء بأجر يهون البلاء وإنما الذي يضخم البلاء في أذهان الناس أنهم ينظرون إلى البلاء ويغفلون أجره وكل تكليف من التكليفات إن كان طاعة أمر الله بها وإن كان معصية أنها الله عنها لا تجترئ عليها النفس البشرية إلا حين تغفل الجزاء عليها أما إذا وضعت أمام الطاعة عليها وأمام المعصية إنما يكون عليها فإني أتحدى إذا وضعت الإثنين وضعا إيمانيا أمام بعضهما وليس الوضع الإيماني أن تؤمن لا بل تشهده كأنه مشهد كأنه واقع ولذلك حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابية كيف أصبحت قال أصبحت بالله مؤمنا حقا قال له حقا هذه كلمة واسعة جدا هل تعرف معناها؟ قال لكل حق حقيقة فما هي حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار يعذبون يعني لم يعد خبرا بل صار مشهدا أنا قلت لبعض الشبان سوف نأتي بشاب عنده شذوذ جنسي ونأتي له ببنت جميلة من السويد ونقول له هذه هي البنت وهذا هو المفتاح وهذه هي الحجرة لكن انظر إلى هذه الحجرة الأخرى أولا بها حديد مصهور على درجة حرارة كذا اقضي الليلة هنا ثم نأخذك صباحا على هذه الحجرة المستعرة ماذا يكون موقفه؟ لم يرضى لماذا؟ لأنه استحضر العقوبة أمام المعصية إذن الذي يجرئ الناس على المعاصي ماذا؟ إنه يستحضر المعصية فقط بشهوتها وغافل عن عقابها ضربت مثلا مرة هب أن رئيسا مسافرا وقيل على السادة الوزراء والنواب الحضور في المطار الساعة الرابعة صباحا لتوديع الرئيس بالله لكي يذهبوا في الرابعة صباحا متى يصحون في منازلهم؟ في الساعة الثانية حتى يجهز الواحد منهم نفسه من استعداد وملابس إلى آخره وبعد ذلك يضبط المنبه هذا يقظه ويوصي زملائه من يستيقظ قبل الثاني يضرب له الهاتف وعمل جميع ترتيباته كلها حتى يكون هناك في الساعة الرابعة بالضبط وجند كل إمكانياته ما تخلف أحد فإذا قال الفجر الله أكبر يقول أنا كسلا شوية لماذا جنت إرادتك في الأولى وذهبت وإرادتك هنا أين ذهبت الأصل أنك استبطأت الجزاء إنما هناك الجزاء عاجل سيغضب عليك ويكون كذا وكذا إذن فآفة الإيمان أن الناس يؤمنون بالله وبمنهجه ولكنهم يستبطؤون الجزاء مثل التلميذ حينما يأتي ويقول أصل الامتحان لا يزال بعيدا وقته لما يأتي في الامتحان تجده ذاهبا غادية حيران طول الليل وطول النهار يمكن يستذكر ولكن عصابه منهارا ويشكو من انهيار عصابه وأنه لا يستطيع المذاكرة تقول له يا أخي إن الذهن لا يفهم بالتكرار ولكنه مثل الطوبغرافيا يلتقط مرة واحدة أنت عندما تسمع شخصا يقول قصيدة فبعدما ينتهي من القصيدة تحفظ لك بيتا أو اثنين لو كان ذهنك درجة ذكاء أنه لا يحفظ إلا من ثلاث مرات لم يحفظ بيتا واحدا إنما دليل على أنك حفظت بيتا أو اثنين أن ذهنك قابل على أن يلتقط على طول المهم أن ذهنك ساعة الالتقاط يكون فارغا من غيره تلتقط قضية لا يكون في بؤرة شعورك غيرها فتفهمها مرة واحدة لماذا تكررها ألف مرة لأنك تقول القضية المتكررة وفي بؤرة شعورك حاجة تانية ولذلك يجيء التلميذ في أيام الامتحان تقول له أنت ذاكرت الباب الفلاني يقول لا تقول له إن هذا الجزء سيأتي منه سؤال أكيد فيخطف كتابا من زميله وهو سائر في ساحة الكلية ويظل يقرأ وهو صعد على السلم والمتبق عشر دقائق على بدء الامتحان وينتهي منه بسرعة وبعد ذلك يدخل فيجد السؤال في الامتحان فيضع الإجابة كما هي لماذا؟ لأنه في هذا الوقت سوف لا يفكر فيما سيأكل في الغداء أو أن فلانا كلمه أو أغضبه المسألة فرصتها ضيقة جدا وليس عنده غير وقت قصير ولكنه ينظر إلى السطور ويضع الإجابة كما هي إذ أن بؤرة شعوري خالية إلا من هذه المسألة إذن أنت حين تستحضر شيئا ويغيب عنك الجزاء تقع في الواقع إذا قلنا أن هناك جبلا عاليا وفي آخره شجرة تفاح والجبل مصعده وعر جدا لابد أن تأتي وتلاقي صرع حول الجبل ومع ذلك يعاودون الصعود مرة أخرى إذن رؤية الجزاء على الشيء واستحضاره يهون مشقة التكليف ويهون من شهوة المعصية الذي يريد أن يقول إن الطاعة لذيذة يستحضر الجزاء الذي يريد أن يعرف أن الشهوة دانية نازلة يستحضر الجزاء عليها ولذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن فحين يشرب الخمر أو يزني تكون عنده لحظة غفلة إذن فإيماننا بالله يجب أن لا يكون به شك وإيماننا بالتوثيق عن الله يجب أن لا يكون فيه شك لماذا؟ لأن لنا فكرا أسمى من فكر اليونان وأسمى من فكر الرومان لأن إلى هنا لم نصوره كما في اليونان يسرق ويزني ويشرب الخمر إلى هنا مستحق لصفات الألوهية الكاملة يبقى لنا فكر مثل اليونان تماما ولنا أيضا ثقافات مثل الرومان لنا توثيق مثل كل الأمم ولكن في حسناتها وليس لنا معايب هذه الأمم يقولون إن الأديان الأخرى معذورة في توثيقها هل أنت في شك في توثيق كتابك؟ اقرأ شهادة خصوم الإسلام نفسه اقرأ شهادة المستشرقين إذن إيماننا بالله ليس فيه اختلاف في طبيعته قال فيه بنفسه ومنهج موثق من الله بشهادة خصوم الإسلام أنفسهم واستشهدت أكثر من مرة بكثير من النصوص حينما قالوا إنه ليس في العالم كله كتاب واحد غير القرآن ظل اثني عشر قرنا قال صاحبه ولم يمس بتحريف بعد وفي الأرجح أنه ليس في العالم كله كتاب واحد كالقرآن ظل اثني عشر قرنا كاملة بنص هذا مبلغ صفاته ودقته وأن جامعه لم يغفل أي شيء في جمعه ودقته والذي نستطيع أن نؤكده أن مصحف زيد وعثمان لم يكن دقيقا فحسب بيكان كما تدل عليه الوقائع كاملة وأن كل آية في القرآن مضبوطة كما تلاها محمد عليه الصلاة والسلام هذه شهادة الكل شهادة المستشرقين فإذن نصنا موثق من السماء إلى هنا واحد فما المشكلة بيننا وما الجفوة بيننا وبين الدين إلا أن تكون جفوة مفتعلة جفوة مصنوعة من خصوم الإسلام أولا ولكن عز عليهم أن يجابه الإسلام كخصوم الله لأنك إذا ما لقيت خصما فإنك تكون متحفزة لأنه عدو دينك فما صنعوا أحب أن يدخلوا إلى الإسلام بالمسلمين أنفسهم وهذا هو الخطر كل الخطر حين واجهون عسكريا فهزمناهم حين واجهون مبشرين هنا أخذنا كل خبراتهم في ملاجئهم ومستشفياتهم وما ظفروا منا بواحد يأخذونه في دينهم فإذا ماذا صنعوا بعد ذلك يدخلون بالمسلمين أنفسهم يدخلون علينا بفتن الاستشراق وفتن الاستغراب أخطر من فتن الاستشراق وفتن الاستغراب هم الجماعة التي مكنت لهم الظروف أن يذهبوا ويأخذوا من علم هؤلاء فجاءوا إلينا لكي يفهمون أنهم أصبحوا أمة ثانية وشيئا آخر ورددوا ما قاله لهم هؤلاء يدخلون بالمسلمين أنفسهم يدخلون علينا بفتن الاستشراق وفتن الاستغراب أخطر من فتن الاستشراق وفتن الاستغراب هم الجماعة التي مكنت لهم الظروف أن يذهبوا ويأخذوا من علم هؤلاء فجاءوا لينا لكي يفهمون أنهم أصبحوا أمة ثانية ورددوا ما قاله لهم هؤلاء وحاولوا محاولات شتى ليأخذوا منا شيئا ولكن الخميرة موجودة والمناعة موجودة فماذا هم صانعون لا بد أن يدخلوا علينا بترف الحياة لا بد أن يدخلوا علينا بزخارفها حتى إذا ما ألفين مظاهرها نحن الذين ننهار وهذا هو الواقع الفصل الثالث الإسلام القوة والمجتمع مبدأ الإسلام لو أن مبادئ السماء تتلقى من الأقوياء ربما ظن إنسان أن الكلمة فرضتها القوة ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ منطلقه بدعوته من مكة ومكة مركز التجميع للسيادة والوجاهة وعلو الكلمة والسيطرة على جميع القبائل في الجزيرة ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس وكلمة رسول الله تقال في أذن هذه السيادة وفي عين ذلك الجبروت فلا تطلب مكانا بعيدا عن جاه السيادة لتنطلق ولكن في أذن هؤلاء وفي سمع هؤلاء وفي مواجهة هؤلاء ولكن انتصار الإسلام لم يكن في مكة فالإسلام بدأت صيحته في مركز السيادة وتجمع القوة ولكن لم يشأ الله أن ينتصر من مركز السيادة ومنابع القوة فانتصر في المدينة وانطلق حتى يعلم الناس جميعا وتردد الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ولكن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد إذن فالعصبية تابع للإيمان وليس الإيمان تابعا للعصبية وبذلك انطلق مبدأ الإسلام انطلاقا مدويا في الكون ليضع للناس مبادئ العدل والحق والمساواة والخير والجمال ألوان الناس ونحن حين نستقر أوضاع الناس في الأرض نجد الناس لا يخرجون عن لونين أولا لون عاقل تقنعه الحجة ويقنعه البرهان ثانيا لون جاهل يتماد في جهالته نقرانا للإقناع وعدما صياع الحجة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإذا أراد الله لمبدأ من مبادئ الحق أن يسود فلابد أن تكون للحق قوة قوة تقنع بالبرهان وقوة تردع بالسنان أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا فإن لم يغني أغنة عزائمه وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ظباه ظلم كل ماثلي فهذا دواء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهلي التربية في مدرسة النبوة ولكن من الذي يؤتمن على أن يحمل السيف ليحمي كلمة الحق لا يؤتمن إلا إنسان له مواصفات خاصة وهذه المواصفات الخاصة لابد أن تربى في مدرسة النبوة وعلى يد الرسالة عقيدة صلبة قوية لا تلين وعهد إيماني يصدق الإنسان فيه ورباط في سبيل الله واستهانة بكل ما في الدنيا من متع ونعيم وجاه وسلطان لتنتصر كلمة الحق ومن القادر على إيجاد هذا اللون ممن يحملون السيف ليحمل عقيدة وليحمل حق ومن الذي يضمن لنا أن من يحمل السيف لا تطغى به قوته فينحرف بالقوة إلى حيث لا تراد القوة لا بد أن يربى هذا المرء على عين النبوة وحين يربى على عين النبوة يكون إنسانا أمينا على أن يحمل السيف ليستعمله في موضعه الصدق وموضعه الحق وإذا نظرنا إلى تاريخ الرسالات في الأرض منذ رحم الله الخلق بإرسال الرسل وجدنا موكب الرسالات لا يتعدى أن يأتي الرسول بمنهج ربه مؤيدا بالمعجزة التي تؤكد صدقه في التبليغ عن الله وليس عليه إلا ذلك فليس عليك أو عليه أن يتدخل ليحمل الناس على أن يقول كلمة الحق وليس له أن يتدخل ليفرض قوة على قوة ولكن السماء هي التي كانت تتدخل فحين يلج الباطل في عناده وينصرف الناس عن الحق هنا تتدخل السماء لتأديب هؤلاء فكلا أخذنا بذنبه لذلك نجد قوما أغرقهم الطوفان ونجد قوما خسفت بهم الأرض ونجد قوما أهلكوا بريح صرصر عاتية هذا هو تأديب السماء ولم يكن تدخلا من جانب الرسل وأتباع الرسل ليحموا هذه العقيدة بغير الحجة والبرهان والمنطق لأن السماء تحملت عنهم ذلك لماذا؟ لأن الإنسانية لم تكن قد بلغت رجدها ولأن الدين المستوعب لكل كمالات الوجود لم يكن قد جاء بعض فالأديان تطورت ديانة محدودة الزمان وديانة محدودة المكان تأتي لتصاحح جزئيات الأرض فإذ استعدت الأرض كلها وتصحح جزئياتها أن كان لدعوة عامة أن تجيئة فتشمل الدنيا كلها زمانا ومكانا وتشريعا مستوعبا لكل أقضية الحياة شبهات الكتال في سبيل الله ولكن بعضنا بني إسرائيل طلبوا أن يقاتلوا في سبيل الله ولكن ذلك الطلب لم يكن خالصا لوجه الله وإنما كان كما يقولون لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم إذن ففي ذلك شبهة هي أن الحماسة للقتال لن تكن لله وحده وإنما كانت للغيرة على الأرض وللغيرة على الأولاد والأبناء يضرب الله لك المثل فيقول ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيين لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أي أنكم تطلبونه الآن فإذا ما فرض عليكم وعرفتم أنه سيمسكم بشيء من النصب والتعب ربما تنصلتم من أنكم الطالبون قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فاستجاب الله لهم وكتب عليهم القتال فماذا كان الموقف كان الموقف أن تولوا إلا قليلا منهم إذن فهم ساعة الطلب اللساني كانوا طالبين للقتال فلما أصبح القتال حقيقة واقعة تولوا إلا قليلا منهم هؤلاء القليلون هل ثبتوا عند التجربة والاختيار والامتحان كلا لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وبعد ذلك أراد الله أن يختبر هذه العزائم فهذه القلة التي لم تتولى جعلها الله أيضا موضع الاختبار يقول الحق إنه ابتلاهم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فلما ذهب إلى النهر هؤلاء الذين لم يتولوا عندما كتب القتال شربوا منه إلا قليلا إذن فالقليل أخذ منه القليل وبعد ذلك القليل الذي يشرب حينما واجه العدو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهنا نجد مصاف البطولة ونجد غرابيل القوة والشهامة لم يستمع الله لهم حين طلبوا القتال فنبههم إلى أنه إن كتبه عليهم سيتولون وقد فعلوا فعلا وتلك مصفاه جاءت المصفات الأخرى بالابتلاء ابتلاهم بالنهر فشربوا إلا قليلا أهل الصمود وبعد ذلك واجه العدو تلك مصفات ثالثة ثبت منهم القليل إذن فلا يمكن أن يعدل القتال إلا إنسان قد مر بمصفات متعدد تصفي شوائب نفسه وخور عزيمته وجبن إرادته حتى لا يبقى لجند الحق إلا هؤلاء أهل الصمود والمعدن القوي والعقيدة الصلبة التي لا تلين أبدا لذلك مر الإسلام بمراتب من الضعف حتى لا يثبت فيها إلا الأقوياء اضطهدوا في أبدانهم واضطهدوا في أموالهم واضطهدوا في أوطانهم فمن ثبت مع هذه الشدة فهو الذي يصلح لأن يحمل للإسلام سيفه وهو الذي يصلح لأن يمثل قوة الإسلام إذن فالإسلام إنما جاء أولا في صورة يبتلى بها المؤمنون ليمحص الله الذين آمنوا وإذا كنا ننظر إلى المراد من الكون للحق نجد أن المراد من هذا الكون هو إيجاد الحياة الفاضلة والحياة المثالية إن إطعام من جوع لأي مجتمع كفاية وأمن من خوف أي مجتمع أمن وسلام لذلك حينما امتن الله على قريش بأنه أطعمها من جوع ضمن لها بقاء الكعبة وكانت مصدرا اقتصاديا لحياتهم حين تفدوا القبائل والناس فيرزقون منهم وحين جعل لهم من المهابة ما يأمنون به في تجارتهم إلى الشام واليمن قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تلك هي مقومات الحياة وهذه المقومات هي الدعوة وهي الشعار الذي ينادى به في كل مكان إذا نظرت إلى كل مصلح وجدته يطلب مجتمع الكفاية والأمن ولكن أي حقق للبشر مجتمع كفاية وأمن لا يمكن ذلك دون الالتزام بشريعة الله لماذا؟ لأن الشعارات لا تبني نظمة وإنما تبني الشعارات قوما يفيدون من النظم فإذا تمكنوا من الإفادة منها أحملوا لب هذه النظم وجوهر هذه النظم فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي برسالة السماء لتثبت في الناس مجتمع كفاية ومجتمع أمن مجتمع الكفاية ومجتمع الكفاية الذي يوفر للناس مقومات حياتهم ميادينه مختلفة ومهماته متعددة تتحقق في من يبحث في الصحة ليضمن السلامة وفي من يبحث في الأرض ليستخرج منها الأقوات وفي من يبحث في المادة ليبتكر مرفهات الحياة وميسرات الوجود ولكن هب أن كل ذلك وجد وبعد ذلك وجدت شراسة في الكون أو وجدت الشراسة في ذلك القوم أو وجدت الشراسة من خارج القوم فسينغص ذلك عليهم مجتمع كفايتهم إذن فلابد من جهة أخرى تضمن التوازن وتحقق الأمن في داخل الأمة وتحقق لهم الأمن من مخاوف خارجها مجتمع الأمن الأمن في داخل الأمة المؤمنة يتولاه الوالي بما يأخذ من يد الله من تشريع يبين حدود الله فمن تعد هذه الحدود فكسرها فهناك التجريم وهناك العقوبة حين نجد ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تسامى في هذه المسألة تساميا لم يتحقق لأي أمة ولا لأي حضارة ولا لأي مدنية كيف كان ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ سجنا ليؤدب فيه المنحرفين وإنما أنشأ شيئا آخر وهو أن يسجن الذي أجرم وهو حر في المجتمع فهو لا يسجن المجرم ولكن يسجن كل المجتمع عنه يعيش بانطلاق حريته ويعيش بين الناس وهو غريب عنهم يتحكم في الناس ولا يتحكم في الفرد الواحد فيقول للناس اعزلوا هذا الذي انحرف عن مجتمعكم فحين يصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تعزل المنحرف عن المجتمع يستمع المجتمع كله لا مودة لمنحرف ولا ود لمنحرف ولا سلام لمنحرف ولا كلام معه ويتسامى فيأتي إلى أهل ذلك المنحرف أي في بيته فيأمره هو ألا يقرب أهله هذه هي عظمة التشريع حين يتسامى فلا يعزل المنحرف وحده إنما يعزل عنه المجتمع وهو حر في ذلك المجتمع هذا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا جميعا عن غزوة تبوك وما تخلفوا عن عذر لأنهم كانت لهم قوة يستطيعون بها أن يجدوا الزاد والراحلة والسلاح ومع ذلك تخلفوا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا إليه معتذرين بصدق لم يكذبوا ولم يقولوا لم نجد بل قالوا لم نكن أيسر حالا منها في ذلك الوقت ولكن تخلفنا وتخاذلنا عن غير حاجة فيقول الرسول لهم انصرفوا حتى ينزل الله فيكم حكمة ولكنه أمر الناس أن لا يكلموهم فلم يكلمهم أحد وتسامى الأمر فعزل كل واحد عن أهله تلك قوة الكلمة حين تعزل الرجل عن أهله ولا رقيب في البيت بين الرجل وأهله ويتسامى التشريع الحاكم مع المنحرف إلى أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر على المنحرف بعقوبة بل يجعل المنحرف نفسه في عقوبة على جريمة بينه وبين ربه يقربها ثم يحكم على نفسه الحكم فهذا أبو لبابة تبدو منه بادرة يشير بها إلى اليهود إنكم انقبلتم عهد رسول الله فإنه القتل فلما قالها قال والله لقد علمت حين قلت ذلك أنني خنت الله وخنت رسوله لم يطلع عليه أحد في ذلك الوقت ولكنه عرف ما كان من جريمة نفسه فماذا صنعه ولم يطلع عليه أحد لتقوم عليه الدعوة إنه ذهب إلى سرية المسجد فلما ذهب إلى سرية المسجد فوجئ به صحابة رسول الله مربوطا في السرية فيسأل لماذا يقول أذنبت ذنبا هذا الذنب هو كذا وكذا ولم يعلم به أحد ولا يكفر عن ذنبي إلا أن أربط نفسي إلى سرية المسجد أي إلى عمود المسجد فكان إذا ما جاءت الصلاة يحل نفسه ويصلي ثم يعود فيربط نفسه والله لا أفك نفسي ولا أحلها حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك هي التربية الإيمانية التي ترب الناس ليضمن الحق سبحانه وتعالى للناس أمن داخلهم الأمن الخارجي ولكن أكل خوف للناس يأتي من الداخل لا إن الخوف الأشرس والأشد هو الذي يأتي من الخارج لماذا؟ لأن الانحراف الداخلية من المؤمنين يكون بغفلة نفس ربما تأوب فترجع فتتوب ولكن الخوف حين يفد من خارج يكون من عدو إذن فوجب أن تكون في الأمة قوة وهذه القوة تصون أمن الناس في الداخل وتصون على المؤمنين أمنهم من خوف خارج فوجب أن تكون للمؤمنين قوة هذه القوة لم تكن قوة محددة بل كل فرد في الإسلام كان معدًا لهذه القوة بحيث إذا جاء النفير لأي لون من ألوان الجهاد وجد كل واحد صالحًا لأن يحمل سلاحه وأن يخوض المعركة مستعدًا لها ولذلك يأتي النص ليقول خيركم رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها إذن فهناك قوتان قوة تحمل الأمن الداخلية من الانحرافات الجزئية وقوة تحمل الأمن من عدو خارجي وهؤلاء الخارجون هم أعداء الإسلام حماية القيم إذن فالقوة لم تنشأ إلا لحماية القيم فحين تكون القيم منهارة فلا معنى لوجود قوة لأن القوة في الإسلام لم تجئ لحماية الأرض فقط وإنما جاءت لتحمل الأرض التي تحمل هذه القيم إذن فالقيم هي الأساس المقصود بالحماية فحين تتخلى أمة في الأرض عن قيمها فما الذي يحمي فيها لا يحمي شيء لماذا؟ لأن الأرض إنما روحها القيم فإذا ما ذهبت القيم فالأرض شيء هباء بعد ذلك كذلك القيم الإيمانية تحمل إنسان وتعطيه مناعة ضد أن يغزوه عدو خارجي لماذا يخاف أن يغزوه عدو خارجي لأنه يخاف أن يفتن في القيم يخاف أن يفتن في الدين إذن فخوفنا من أن يغزونا عدو خارجي لم ينشأ إلا لأننا نخاف على قيمنا من أن نفتن فيها ولذلك كان المطلوب منه ألا ندخر القوة لوقت الحاجة لماذا؟ لأننا إذا ادخرنا القوة لوقت الحاجة ربما عاجلنا عدونا عن غير عدة وغير استعداد فيصيب منا غرة لذلك طلب الحق تعالى من المؤمنين أن يحتاطوا لهذا الأمر احتياطا قويا فيقول وأعدوا لهم ما استطعتم والإعداد يكون قبل ولوج المعارك وما استطعتم تدل على أن كل إمكانيات الأمة وكل مواهبها يجب أن تتعاون وأن تتكاتف على أن ترد العدو الخارجي إن حدث نفسه بخرق حدودنا الإيمانية أو القيم الإسلامية وما استطعتم هذه تعطي العذر للمؤمنين حينما تكون إمكانياتهم ضعيفة يجب أن لا يقف ويقول إمكانيات عدونا أكبر من إمكانياتنا لماذا؟ لأن الله طلب منا أن نعد ما استطعنا وحين نعد ما استطعنا في إخلاص للاستطاعة بدون كسل وبدون تهاون فإن على الله أن يقوي هذه الاستطاع تقوية تجعل الجيش القليل في العدد أو القليل في المعدات يغلب الجيش الكثير في العدد والقوية في المعدات الله مع المجاهدين ولذلك يعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن لا نخور لأن قوانا أقل من قوى عدونا لماذا؟ لأنكم لا تدخلون المعارك وحدكم وإنما تدخلون بربكم يحميكم وبربكم يعينكم كيف يقول الحق ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى حين يريد أن ينصركم على عدو كثير العدد قوي المعدات فلا تستعجبوا لذلك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيلقي في قلوب عدونا الرعب ومتى ألقى الحق في قلوب عدونا الرعب فلن ينفعه عدده ولن تنفعه معداته وحين يلقي في قلوب العدو الرعب ويتراجع ولو شبرا واحدة يقوى الجندي المؤمن ويكون كل عتاد العدو القوي للمؤمنين الضعفاء إذن فالحق يطلب منا دائما أن نعد ما استطعنا وأن نكمل تلك الاستطاع بيقين قوي في الله ولذلك يضرب لنا الحق سبحانه وتعالى المثل في ذلك فماذا يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإذا نظرت إلى النسبة بين عشرين وبين مئتين وجدت نسبة واحد إلى عشرة أي أن المؤمن الواحد بقوة الله لا لا بد أن يقاوم عشرة فإذا نزلت النسبة عن ذلك فهو ناشئ عن ضعف قوة اليقين وقوة الإيمان بدليل أن الله لم يحافظ لنا على هذه النسبة لعلمه بأن قوتنا قد تضعف فبعد أن كانت النسبة من واحد إلى عشرة قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين إذن فالمسألة انتخلت من واحد إلى عشرة إلى واحد إلى اثنين فما الذي خفض هذه النسبة إنه الضعف الضعف في اليقين والضعف في الإيمان إذن فإذا هزمت قوة مؤمنة أمام قوة كافرة دون هذه النسبة فنعلم أن ذلك ناشئ من ضعف إيماننا ولذلك يضرب الله مثلا ثانيا فيقول إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الإيمان ومعونة الله إذن فعلى مقدار تقواكم وعلى مقدار صبركم وعلى مقدار إيمانكم وعلى مقدار صدقكم العهد مع الله في الصفقة التي عقدها تكون معونة الله لكم إذن فالمؤمن القوي هو الذي يقدر أن يحدد مقدار معونة الله له فإن أرادها معونة قوية فليقبل بتقوى قوية وإن أرادها معونة قوية فليقبل بإيمان قوي لأن القوة العددية حين تلقى القوة الإيمانية لا يمكن أن تثبت معها أبدا ولذلك نجد أن الحرب الإسلامية الإيمانية ابتدأت في بدر وحينما ابتدأت ماذا كان عدد المسلمين وماذا كانت عدتهم وماذا كان عدد المعسكر المقابل وهم الكافرون ألف أمام ثلاثمائة وكذا عدد كثير أمام عددا قليل وعدد متوافرة أمام عدد قليل ولكن الله أراد أن يستهل نفوس المسلمين استهلالا يثبت الإيمان في قوتهم لأنهم ليسوا معزولين عن الله وإنما موصولين بالله وبعد ذلك يأتي واقع المعركة الذي يحقق مبادئ يجب أن نتنبه إليها الحق والباطل فما هي هذه المبادئ مثلا أبو بكر كان في صف رسول الله وابنه قبل أن يسلم كان في صف الكفار وبعد ذلك يؤمن وبعد أن آمن يقول يا أبتي لقد لقيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك أي أنه يقول كان من الممكن أن أقتلك ولكني صرفت وجهي عنك فيقول له أبوه أبو بكر أما والله لو رأيتك في المعركة لقتلتك موقفان الأول موقف يمثل الحق لا يجامل الثاني موقف يمثل الباطل حين يلقى الحق فيتخاذل كلام أبي بكر رضي الله عنه منطقي مع عقيدته وكلام ابنه منطقي مع عقيدته لأن ابن أبي بكر حين يلقى أباه أبوه له حق الأبوة عنده وهو ليس على دين حق يغار عليه فحين يقارن بين حق أبيه وحقه ماذا؟ لو كان مؤمنا بأن عقيدته التي يقاتل عليها عقيدة حق لهان أبوه في نظره ولكنه حينما قارن حق أبيه لم يجد حقا مقابلا ليقارنه به بل وجد باطلا فوجد حق أبيه أفضل من لا حق يقف هو في صفه وأبو بكر رضي الله عنه كان أيضا منطقيا مع عقيدته لأنه مع الحق الإيماني وابنه لا يغني عنه من الله شيئا إذن فقد قارن بين حق لابنه وحق لربه فآثر أن يكون مع حق الرب وإن كان ذلك على حق الإبن فقال لو ترأيت لي في المعركة لقتلتك تلك هي العقيدة الإيمانية حين تقاتل لكلمة الله فيجب أن لا يستقر في الذهن أبدا إلا كلمة الله ولا أنساب ولا أحساب ولا صلات لأن صلة الإنسان بربه أولى بصلته بمن خلق الله وإذن نجد مثلا مصعب بن عمير كان له أخ اسمه أبو عزيز ومصعب وأبو عزيز كان مدللين في قريش لأبويهما غنى ولهما في ذلك الغنى ترف وكان مصعبا رضي الله عنه أشرب قلبه حب الإيمان فآمن وهاجر وعاش في عيشة فقر وفاقة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه وهو في المدينة يلبس جلد ماعز ليستر به عورته فيقول انظروا إلى هذا الرجل كيف فعل به الإيمان والله لقد رأيته وما في مكة فتى أعزم ولكن هكذا صنع به الإيمان يلتقي مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز وأبو عزيز كان لا يزال في صف الكافرين وبعد ذلك يأسره أنصاري يقال له أبا اليسر فيمر مصعب على أخيه وهو في قبضة أبا اليسر الأنصري فيقول لأبا اليسر اشدد يدك على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير فيقول له أخوه أبو عزيز أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب فيقول له هذا أخي دونك إذن فحسب الإيمان ونسبه هو الحسب الذي يجب أن يعتد به ويتسامى ترجيع ذلك النسب على النفس ذاتها ومعنى النفس ذاتها أن يجود الإنسان بنفسه ويعتبرها رخيصة أمام الصفقة التي ينتظرها لأن الصفقة مريحة البائع والمشتري والثمن فالله يقول فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالمشتري الله والمشترى نفوس المؤمنين والثمن الجنة وما غاية الإنسان إلا أن يعيش سعيدا ممتع فإذا ما كان الثمن الجنة فليتعجلها كما يتعجلها الصحابي الذي قال لرسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أذهب إلى هؤلاء أقاتلهم فيقتلوني قال نعم وكانت في فمه تمرات فاستبطى أن يظل حيا إلى أن ينضغ هذه التمرات وألقى بالتمرات خارجه وخاض المعركة فقتل وأيضا جمال الصفقة وإغراءها يجعل المعذور في الإسلام عن الجهاد يتطوعه بالجهاد هذا هو عمر بن الجموح رجل عذره الله لأنه أعرج فيقول لأبنائه لا بد أن أشهد المعركة فيقولون له يا أبانا نحن نكفيك المعركة فيقول لا ولا بد أن أشهد المعركة فيصر أبنائه عليه لمنعه فيذهب إلى رسول الله فيقول له يا رسول الله إن أبنائي يمنعوني أن أخوض المعركة فيقول له رسول الله إن الله قد عذرك أي أنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج فيقول له والله يا رسول الله إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة فيكسم رسول الله ويطلب من أبنائه أن يسمح له فهذا رجل معذور بحكم الإسلام والشرع ومع ذلك استطاب الصفقة فأحب أن ينتهز هذه الصفقة ليأخذها لماذا؟ لأنه عاقل هو سيموت حارب أم لم يحارب فالموت لم يترك أحدا فلماذا لا يموت بصفقة رابحة تجعله ميتا في نظر الناس ولكنه حي إلى أن تقوم الساعة حي يرزق فأي عقلاء هؤلاء هم الذين يوازنون في الصفقات ويستهنون بهذه الحياة وبزخارفها حين يعيش المؤمن في جو عقائدي وحين يتأكد أن الذي عقد الصفقة معه هو ربه الذي يصدق وعده ويجب عليه أن يتهافت على هذا الأمر ويجب عليه أن لا يدخر وسعة وأن يعتقد أنه سيموت شهد معركة أم لم يشهد الشجاع والجبان وكلنا نحب نفوسنا الجبان يحب نفسه فهو لذلك يحمي نفسه من الموت والشجاع أيضا يحب نفسه فهو لذلك يحب حسن الأحدوثة عنه في الآخرة يحب الجزاء لأنه يطمع في الصفقة الرابحة ولذلك يقول شاعرنا العربي أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا فحب الجبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربى كل واحد يحب نفسه ولكن الفرق بين الحبين أن هناك حبا سطحية حبا نازل يحب الخير العاجل ويصرف نفسه عن الخير الآجل مهما سمى وارتفع هل انتشر الإسلام بالسيف؟ إذن فقضية القوة في الإسلام قضية موضوعة لمهمة إلا أننا في آخر عهدنا قد وجهنا المهمة وجهة أخرى هذه الوجهة هي ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا بها قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف فأحب المسلمون أن يردوا على ذلك فقالوا لا إن الإسلام لم ينتشر بالسيف والسيف لم يستعمل في الإسلام إلا دفاعا عن النفس وبعد ذلك جاء المسلمون وعجبتهم تلك الفكرة من أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ولكنهم ما فطنوا إلى خبث هذه الدعوة خبث هذه الدعوة نشأ من ماذا؟ نشأ من خوف خصوم الإسلام أن يحقق الإسلام المراد من وجوده في الأرض ليظهر على الدين كله ومعنى ليظهر على الدين كله أن مهمته إثبات الرشد للإنسانية كلها هم يريدون للإسلام أن يكتفي بالبقعة التي هو فيها ولا يفكر تفكيرا طموحيا في أن ينساح ليجعل كلمة الله هي العليا فيقولون الإسلام جاء للدفاع فقط وما دام جاء للدفاع فقط فليس له أن يتعدى سائر حدوده تلك كلمة لها براقة تبر الإسلام من أنه انتشر بالسيف ولكنها تعوق الإسلام عن مده الذي أراده الله له لأن الإسلام ما جاء لينشي أمة واحدة في الأرض وإنما جاء ليعمم عدالة السماء في الأرض كلها ولكنه لا يفرضها فرضا إذن فما دام لا يفرضها فرضا فماذا يكون الموقف إنه إن فرضها فرضا بقوته إن كان يملك قوة الفرض للعقائد فإنه قد استولى على قوالب والإسلام لا يريد أن يستولي على القوالب يحكم ظاهر الأشياء ولكنه لا يحكم خفيات الأشياء فقصارى إن تملك القالب والشكل أن صاحب القالب والشكل يحاول أن لا تراه منحرفا عن منهج الحق فإذا ما خلى له الجو أو إذا استطاع أن يستتر بجرمه فإنه يفعله لماذا؟ لأنك لم تملك قلبك وإنما ملكت قالبه إذن فقالبه هو موضوع الحساب والجزاء لذلك وضع الحق مبدأا في انسياح الإسلام فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء ما دام لا إكراه في الدين فكيف تريد أن يمتد الإسلام إلى رقع أوسع نقول إن الذي يمنع منطق عدالة الإسلام هو قوة طغيان في الأرض فالإسلام حين ينشر مبادئه ويجد قوة من قوة طغيان تحاول أن ترد المسلم عن قول دعوته وعن الدعوة إلى الله فلنا أن نقف أمام هذه القوة وأن ندكها دكا وبعد ذلك نترك الناس أحرارا ليروا رأيهم بحرية وبمحض اختيار فلا فرض لعقيدة ولذلك نجد الإسلام حينما فتح بلد من البلاد أحمل كل أهله على أن يسلموا أن ظل فيهم من ظل على دينهم فلو أن الإسلام جاء لينشر بالسيف فإن معنى ذلك أن كل بلد فتحه الإسلام كان ولا بد أن يسلم أهله ولكننا نجد كثيرا من البلاد المفتوحة ظل أهلها على دينهم ولا حرج عليهم إذن فماذا فعل الإسلام السيف والحرية أزاح قوة طغيان التي تفرض على الناس دينا فإذا ما أزاحها ترك الناس أحرارا يختارون ما يشاءون من الأديان وحينئذ يكون إقبالهم على الإسلام بطواعية لأن الذي يقبل على مبدأ من مبادئ الإسلام بإكراه سيظل في نفسه كره على ذلك الدين الذي قهر إرادته وما دام هناك كره على ذلك فلن يخلص له أبدا وما دام لا يخلص له أبدا فإن المسلمين لم يزدادوا شيئا والمسلمون إنما يريدون أن يزدادوا جواهر عاملة وعناصر فعالة إذن يجب على المسلمين في جميع بقاء الأرض أن ينتهبه إلى أن قواتهم التي يعدوهنا الآن لتدفع فقط عنا العدو أن يغزونا في دارنا وأظن أننا حين نقول لتدفع فقط نكون قد وصلنا إلى منطقة من الضعف يرثى لها فبدلا من أن نكون مطالبين بأن ننساح بإسلامنا خارج حدودنا إذا بنا نهاجم في ديارنا وتدخل علينا أرضنا عنوى إذن فذلك هوان ولا بد أن نبحث في أسباب ذلك الهوان لماذا؟ لا أقول نتمدد ولكن أقول لا نتوقع أكثر من ذلك لا بد أن تكون هناك خلفيات وراء هذا الانحسار الإسلامي وهذه الخلفيات أن المسلمين في أممهم أصبحوا صورة غير مشرفة للإسلام في ذاتهم اكتفوا بأن الإسلام يأخذ أسماء المسلمين ولكنهم لم يحققوا في ذواتهم مفهوم المسلمين أنفسهم ما الذي حدث بعد ذلك؟ عاملان وراء اندفاع الإسلام حدث بعد ذلك أنهان موقعهم في نظر خصومهم فاجترأوا عليهم ولو أنهم رجعوا قليلا إلى تاريخهم لوجدوا أنهم جاءوا بالإسلام إلى أمم جذبت هي الإسلام إليها فكان الإسلام مندفعا بعاملين العامل الأول عامل الاندفاع من القوة الإيمانية أن تنشر دين الله العامل الثاني عامل الجذب من القوى المخالفة التي تريد أن تنتفع بها في الإسلام من مبادئ سامية وعدالة فإذا كان المسلمون أنفسهم اليوم وصلوا إلى موضوع من الهوان في حياتهم وفي تخلفهم فما الذي يغري غير المسلمين بأن ينظروا إلى ذلك الإسلام كنين يرتفع بهم إلى مناطم اجتمعات الأمن والكفاية والعدل لم يجدوا من حال المسلمين اليوم ما يشجعهم على هذه النظرة ولكنهم وجدوا وعكس ذلك فلو أن الإسلام في ذاته صالح لأن ينشى أمة متحضرة متدينة لم يجدوا من حال المسلمين اليوم ما يشجعهم على هذه النظرة ولكنهم وجدوا عكس ذلك فلو أن الإسلام في ذاته صالح لأن ينشأ أمة متحضرة متدينة أمة راقية يشيع فيها الأمن والخير والجمال لالتفت الناس ليها وبحث الناسهم أنفسهم عن سر تقدم هذه الأمة وأمنها ورفاهتها واستقرارها فيقال لهم إنه الإسلام ويبحث الناس في دين الإسلام ويقبلون علينا لأن واقعنا الإشراقي يغريهم بذلك أما ما الذي يغري غير المسلمين اليوم بأن ينظروا إلينا كمثل يحتذونها في تقدمهم ونهوضهم وسلامة مجتمعاتهم وأمنهم لا شيء من ذلك أبدا ومن العجيب أننا بعد أن كنا مطالبين بأن نعدي الإسلام إلى غير أرضنا وإلى غير بلادنا أصبحت أرضنا تقططع وذلك هو الهوان ومن العجيب أيضا أننا وقد طلب مننا أن نصهر ذاتيات الأمم المختلفة في ذاتية إسلامنا أن تجترئ قوى الباطل وأمم الفساد وشر على أن تذيبنا نحن في ذاتيتهم وهكذا صار أهل الهوان بالمسلمين اليوم فكان لا أقل من أن نحتفظ بذاتيتنا لا أقول ننتقل بذاتيتنا إلى الغير لنصهرهم فيها ولكننا لا أقل من أن نحتفظ بذاتيتنا فكأننا انحدرنا انحدارين الأول انحدار لم نقوى به على أن ننساح بكلمة الله لننشر النور في الأرض الثاني انحدار لم نقوى به على أن نحتفظ بذلك الخير لذاتيتنا فحين نرى الآن الأمة الإسلام تتنبه إلى واقعها وتلتفت إلى تاريخها الماضي وحين تعرف ذاتيتها الماضية تعرف أن لها واقع وهذا الواقع أرخغم الدنيا كلها ومن لم يدخل في دينها طواعية دخل فيها قهرا عنه أو على الأقل ظل سلبيا بالنسبة لها لا يقاوم تيارهم فإذا كنا كذلك والخير بين أيدينا ومحفوظ في كتاب الله ومحفوظ في سنة رسول الله حين نلتفت إلى هذه الذاتية نكون أول بوادر الخير بوادر الخير نحن الآن نعيش هذه البوادر لأننا والحمد لله نرى شبابنا مقبل على دينه ونرى اتجاها قد يأس من كل مبادئ الانحرافي وزهد فيها واتجه إلى أن يعرف الحق واتجه إلى أن يعرف الخير وما دام الإنسان بشخص نفسه أولا ولا يغالط ولا يغالب الحقائق ويعتقد أنه مريض ويعرف كيف يشخص داءه ثم يلتفت إلى المعنى الذي يقويه كما نشهده اليوم حينئذ تكون بوادر الخير وما دامت بوادر الخير مقبلة واجب علينا أن نتخلى ثم نتخلى ومعنى نتخلى أن نقف وقفة واحدة صمودية شعوبا وحكاما وقفة كالصف الواحد حتى ننهي أن يتدخل عدو لنا في أرضنا فحينئذ نكون تخلينا أولا عن العار وبعد ذلك نمكن لمبادئ الإسلام في نفوسنا وفي أسرنا وفي ذواتنا وفي كل محيطنا وحيننا سنبه إلى ذلك يكون من الممكن بعد ذلك أن ننساح بالإسلام سياحا خارج حدودنا لنذيق الدنيا كلها حلاوة ذلك الإيمان إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم القوة المادية ليست كل شيء ولكن على المسلمين أن يتنبهوا إلى أن القوة المادية ليست هي كل شيء فما لم تحملها قوة روحية مستكينة لله ومعترفة بفضل الله بلا غرور ولا زهو حينئذ تكون القوة المادية مسنودة بالقوة الإيمانية والروحية وذلك لا يتأتى إلا باتحاد الصف وبوحدة الكلمة وإذا استقرأنا واقعنا الحديث وجدنا أننا هزمنا مرة ووجدنا مرة أخرى بوادر نصر بوادر النصر هذه جاءت على قدر إقبالنا على الله ببعض الشعارات أقبلنا بسم الله وأقبلنا بالله أكبر شعارات وإن كانت لم تأخذ موقعها من الواقع وتغلغلت في حياة الناس إلا أن الله أعطانا بعض النصر على مقدار هذه الشعارات فلو أننا نقلنا هذه الشعارات إلى واقع يتمثل تطبيقا لمبادئ الإسلام وتطبيقا لمنهج الإسلام لا أعطانا الله على قدر إقبالنا عليه ويجب أن نعلم أننا لن نكون كذلك إلا إذا وضعنا منهجا الله أمامنا وعملنا بما يقول وانتهينا عمنا ينهانا وكنا أمة واحدة وصفا واحدا وحين ذاك نستحق أن نكون جند الله وما دمنا جند الله فإن الله يقولها كلمة صادقة لأن الله هو الذي يقولها وإن جندنا لهم الغالبون الجندية لله وحده فإذا ما رأيتم معركة بين المسلمين وبين غيرهم إن هزم فيها المسلمون فإن عنصرا من عناصر جنديتنا قد تخلف انصر الجندية لله وبغير ذلك لن نكون من الغالبين فلا تقول إنني دخلت المعركة وأنا جندي لله ومع ذلك انهزمت نقول له لا إن ربك يقول وإن جندنا لهم الغالبون وما دمنا لم نغلب فلابد أن تكون هناك شروط لجنديتنا لله قد تخلفت وذلك مثل قد ربه الله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أي وهو بين صحابته ماذا كان؟ موقعة أحد التي حدثت ولم يمر عاما على انتصار المسلمين في بدر أنحن من الهوان على الله أن ينصرنا في بدر ثم لا يمر عام وبعد ذلك تأتي معركة أحد فنهزم إن كنا قد انهزمنا أو أن المعركة قد انساحت ولم نعرف لها نتيجة أهزمنا أم غنمنا على كل حال لم ننتصر النصر المرجو ماذا كان الموقف؟ أراد الله أن يجعله درسا يتلقاه المسلمون وبين أيديهم رسولهم الرسول أمر أمرا وبعد ذلك خولف ذلك الأمر فلو أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة مع مخالفتهم أمر الرسول الله سيقولون لقد خالفنا أوامر الرسول وانتصرنا ولكن ما داموا قد خالفوا الأوامر فلينهزموا حتى يتربى المسلمون ويبقى الإسلام صحيحا صحيح أن المسلمين أي المتخاذلين انهزموا ولكن الإسلام بمبادئه وبقيمه وبأمر مشرعه صلى الله عليه وسلم قد انتصر الهزيمة مخالفة لجندية الله إذن فكل هزيمة لها عنصر من مخالفة لجندية الله نفتش في أنفسنا فنجد هذه المخالفة واضحة وأيضا يدعون الإسلام ومبدأ الإيمان أن نذكر الله دائما مع إعدادنا لكل قوة وأن لا نغتر بقوة وذلك مثل ضربه الله للمسلمين في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا إذن فالكثرة لا تغني شيئا إن تخلى عنا نصر الله ويجب أن لا نزهو بالكثرة ويجب أن نحاسب أنفسنا بعد كل معركة لنعرف حصيلتنا الإيمانية والله يضرب لنا المثل في ذلك فيقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أصابتهم هزيمة هل ضعفوا؟ هل استكانوا؟ لا ولكنهم بحثوا في أسباب هذه الهزيمة ولماذا أصيبوا في تلك المعركة تلك الإصابة فكروا وحللوا ليعرفوا موقع الضعف منهم في مخالفة بند من بنود الجندية لله وما كان منهم إلا أن قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا فكانهم علموا جيدا أن سبب الهزيمة هو ارتكاب الذنوب ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا غرورا وكلاما وشعارات بلا رصيد وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذن هم عادوا إلى نفسهم ولم يعودوا إلى ربهم ليقولوا له إننا مؤمنون بك فكيف هزنا بل عادوا إلى نفسهم لأنهم هم الذين أخلوا بشرط الإيمان في نفسهم وما كان قولهم بعد أن أصابهم ما أصابهم ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فماذا كان جواب الله لهم حينما أقروا بأنهم هزموا وأصيبوا لأنهم أسرفوا على نفوسهم ولأنهم ارتكبوا ذنوبا يكون المريض قد اعترف بداية ولم يحاول أن يغالط طبيبا فإن الحق سبحانه وتعالى يقول فاستجاب لهم وما دام ربهم قد استجاب لهم فيكون هذا من لون الإحسان لأن معنى الإحسان ليس ألا تخطئ ولكن إذا أخطأت فلتتنبه إلى خطأك وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا أي نصرا على الكافرين وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فحين نريد أن نعرض موقفنا اليوم عرضا إيمانيا يجب علينا حين نصاب بنكسة أو نصاب بهزيمة ألا نقول نحن مؤمنون فلماذا هزمنا بل نقول إن شرط إيماننا قد اختلف فينا وإن عنصر الجندية الله قد اختلف فينا فإذا تنبهنا إليه ورجعنا فإن الله يقبل التوبة ويقبل الرجوع ويأتي في بقية المناسبات بما يثبت ذلك وإن جندنا لهم الغالبون الفصل الرابع الإسلام والفكر المعاصر عناصر الموضوع الإسلام والفكر المعاصر هو موضوع الساعة وهو الذي يتشوق كثير من الباحثين والدارسين إلى أن يعرف حقائقه وأصوله وماهيته وإذا قسمنا هذا الموضوع إلى عناصر فعناصره هي واحد الإسلام مفهومه ومقوماته ومصدره وغاياته اثنين الفكر ماهيته ومجالاته وحدوده في عمله ثلاثة المعاصر تعني اتحاد الفكر في زمن يجمعهما فإذا أردنا أن نحلل كل عنصر من هذه العناصر إلى عوامله واجب علينا أن نعرف الإسلام الإسلام انقياد والانقياد يقتضي مسلما أي منقادا ويقتضي مسلما إليه أي منقادا إليه ويقتضي مسلما فيه وهو منهج الحياة وحركتها فمن المسلم المسلم على إطلاقه ومن ألقى زمام حركته في الحياة إلى غير يعتقد قدرته عنه في تصريف أمور تلك الحياة فليس من المعقول أن يسلم قادر زمامه العاجز وليس من المعقول أن يسلم حكيم زمامه الأهوج وليس من المعقول أن يسلم العالم زمامه لجاهل ونواصل القراءة تحت عنوان الإسلام والفكر المعاصر إذن فلابد من المسلم إليه أن يكون فوق المسلم قوة وقدرة وحكمة علما وبصرا بالأمور وكلما كان المسلم إليه مطلق المعاني في ذلك كان المسلم حكيما في أن يكل زمام تصريف حركة حياته إليه ولكن ذلك الإنسان الذي نصفه بأنه مسلم لمن يسلم زمام حياته وهو يرى كل أفراد جنسه وأن كانت له سيادة على سائر ما في الكون من أجناس فهم متفاوتون قوة وضعفا وقدرة وعجزة وعلما وجهلا وحكمة وحمقا فلمن من هؤلاء يسلم الإنسان زمام نفسه إلى إنسان مثله يقدر مرة ويعجز أخرى يعلم شيئا ويجهل أشياء تواتيه الحكمة في بعض تصرفاته ويواتيه الحمق في أكثر تصرفاته وما ميزة ذلك الإنسان عن أخيه الإنسان لأسلم إليه القياد إذن فوجب على من يسلم قياده إلى مسلم إليه أن يتأكد ويتيقن من أسلم إليه زمام حركة حياته أقدر منه وأعلم وأحكم لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية ولا يأتي الواقع في الحياة بما لم يكن عنده ساعة قنا وذلك أمر مفقود في أفراد البشر جميعا وإلا فلو أسلمنا زمامنا إلى مفكر فينا نعتبر له فوقا في الفكر هذا المفكر قبل أن يصل إلى مرتبة إيجاد الأفكار التي يسلم فيها إليه من تولى قياده إذن لا بد أن يتولى قياده شيء قبله وشيء أحزم من وشيء أحكم من وشيء أعلم من ثم المسلم إليه الزمام يجب أن يتصف بصفات مع القدرة ومع العلم ومع الفكر ومع الاستيعاب يجب أن يتصف بأنه ليس له هوى فيما يقنن ويشرح وذلك أمر مفقود في البشر إذن لا بد أن يكون المسلم إليه القياد لا هوى له في تشريع لأي أمر من الأمور أطاع الناس ذلك المسلم إليه أو عصوه فإنه سيظل بكل صفات الكمال المطلق لأنه إن انتفع بشيء مما يقنن فسيدخل الهوى فيما يشرع وذلك أمر مفقود في البشر جميعا الإنسان وباقي الأجناس الإنسان بكل أفراده في الوجود له سيادة معترف بها في الواقع وله سيادة معترف بها ممن خلق خلق الإنسان وخلق واقعه فكل أشياء الوجود مسخرة له والأجناس التي دونه في خدمته لا بإرادته ولا باختياره ولا بقدرته هو ولا بحكمته هو فإن الحيوانات تصب منافعها في ذلك الإنسان والحيوانات هي الجنس الأقرب إلى الإنسان لأنه لا ميزة لإنسان عنها إلا بالفكر ثم هو يشترك معها في كل خواصها والجنس المادي هو أدنى من الحيوان النبات أيضا في خدمة الإنسان والجماد أيضا في خدمة الإنسان فإذا ما استقرأنا الوجود كله أجناسا وجدنا أن كل جنس من هذه الأجناس يصب في خدمة الجنس الأعلى منه ثم تقول كلها لتصب في خدمة الإنسان فالجماد في خدمة النبات والحيوان والإنسان والنبات في خدمة الحيوان والإنسان والحيوان في خدمة الإنسان يجب أن يقف العقل هنا وقفة هذه الوقفة تقول له أكانت تلك الأجناس في خدمتك بقوة منك قد خدمتك قبل أن تكون لك قوة هذه الأجناس قد سخرت لك بعقلك قد خدمتك قبل أن يكون لك عقل هذه الأجناس قد خدمتك بسيطرتك عليها هناك كثير من الأشياء في الكون لا سيطرت لك عليها أبدا إذن فوجب أن يلتفت عقلك لفتة فكرية لتبحث عن جنس أعلى منك ترتبط به أنت ذلك الارتباط وإلا كنت كائنا سيدا على هذه الأجناس وهذه الأجناس لها مهمة تؤديها في الكون وأنت بالسيادتك لا مهمة لك في ذلك الكون يجب أن تخلق لنفسك مهمة حتى لا تكون أتفها من الجماد ولا أتفها من النبات ولا أتفها من الحيوان إن لم تبحث لك عن قوة ترتبط بها وتكون في خدمة تكاليفها وأمرها كانت سيادتك معنا لا وجود له لأن ارتقاء الشيء إنما هو بمهمته فهل خلقت لتنعم بسيادتك على الأجناس ثم تترك بعد ذلك حرا لا تتصل بقوة توجهك وتصنع لك الخير وقفة عقلية إذن تلك وقفة عقلية يجب أن يقفها العقل ولكن العقل أستطيع أن يدرك من هذه القوة اسمها؟ أستطيع أن يدرك من هذه القوة صفتها؟ أستطيع أن يدرك بعقله متطلبات هذه القوة؟ وما الذي ينتظره حين يخالفها؟ لا شيء من ذلك من عمل العقل أبدا وإنما عمل العقل أن ينتهي إلى تعقل قوة أعلى من سخرت له ما هو أقوى من هذه القوة يكفي منها أن تتعقلها أيها الإنسان أما أن تتصورها على أي كيفية هي فذلك ليس من مهمة العقل إذن فالقوة هي التي تعبر عن نفسها اسما لها وصفات لها ومهمة ترتبط أنت بواسطتها ونهاية تصب إليها وجزاء يترتب على امتثالك أو على مخالفتك كل ذلك ليس من عمل العقل ولذلك كان هذا هو الرد المنطقي العقل الذي يرد على كل ألوهية مدعاة لشمس أو قمر أو شجر أو حجر أو أي شيء من ذلك لأن الرد الوحيد تقول للذين يعبدون الشمس وما المنهج الذي قالت لكم الشمس عبدون به فلن تجد جوابا والذي يطيعها ماذا أعدت له الشمس لا تجد جوابا والذي يعصيها ماذا أعدت له الشمس لا تجد جوابا إله بغير منهج تعبده وإله بغير غاية تصير إليه ولا تصح أن يكون إلها أبدا إذن لا بد من التبليغ عن ذلك الإله هذا التبليغ لا يقوم به أي فرد عادي وإنما يقوم به إنسان مهيئ من البشر يتلقى من ملك مهيئ من الملائكة فلا هو ملك مطلق ولكن ملك مصطفى ولا هو إنسان مطلق ولكن إنسان مصطفى فالمصطفى من الملائكة يعطي للمصطفى من البشر وبذلك تتسلسل سلسلة سلسلة الالتقاء من القوة المطلقة إلى القوة النسبية ونحن في حياتنا نباشر هذه المهمات مباشرة واقعية موضوعية فمثلا إذا أراد الإنسان منه أن يصنع في بيته شيئا يحفظ به أصل الضوء ولا يعطي له قوة إشعاع الضوء حينما نام ليلا ما يسمونه بالوناس أو السهاري ماذا يصنعه؟ أيأخذ الوناس أو للسهاري من التيار العام من البيت؟ لا بل لابد أن يأتي المهندس الفني ليقول إنك لو أخذت لهذه القوة الضوئية من التيار القوي لتتفتت ولم تحتمل قوة التيار إذن ما هو الحل؟ إذن الحل لابد أن يصنع له آلة تأخذ من الأقوى لتعطي الأضعف التي يسمونها ترانسفورمر إذن فلا يمكن لإنسان أن يتلقى عن ربيه مباشرة أبدا إذن فلابد من تلك الوسائط مصطفى من البشر يتلقى من مصطفى من الملائكة والمصطفى من الملائكة يتلقى من الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ولو أن الفلاسفة والمفكرين اقتنعوا بتعقل القوة لما وجد إشكال فكري في الحياة ولكن ما أفسد للفلاسفة منهجهم أنهم انتقلوا من منطقة التعقل إلى منطقة التصور وفي ذلك كان الفساد أرادوا أن يتصور القوة فعجزوا فتخبطوا من عقل أول إلى عقل ثاني إلى نفس كلية تصور هذه القوة لا يمكن لأن تصورات البشر لا بد أن تخضع لقانون مراثيهم في الحياة فإذا تصوروا هذه القوة بمقياس تصور البصر فلا بد أن ينزلوا بهذه القوة المطلقة إلى عالم متصور في عالمهم التعقل والتصور إذن فقد اختلفنا في منطقة التصور ولو اكتفينا بالتعقل لاتحدنا ولو أنهم اقتنعوا بالتعقل وتركوا للقوة أن تعلن عن نفسها لكفينا ذلك النزاع الفكري الذي لم يأتي بطائل طول مدارس الحياة الفلسفية فلم تتفق فيه مدرسة مع مدرسة بل لم يتفق فيه تلاميذ مدرسة واحدة وقد ربت سابقا مثلا ليوضح ذلك فقلت هبنا في حجرة كهذه الحجرة مغلقة ثم سمعنا جرسا بهذا الجرس نتعقل جميعا أن طارقا بالباب ذلك هو منطق التعقل فإذا ما أردنا أن نصور الطارق المحجوب عننا بالباب اختلفنا فمن قائل إنه الوزير ومن قائل أنه وكيله ومن قائل أنه مدير الجامعة ومن قائل أنه العميد ومن قائل أنه طويل ومن قائل أنه قصير ومن قائل أنه رجل ومن قائل أنه امرأة إلى آخره إذن فقد اختلفنا في منطقة التصور ولو اكتفينا بالتعقل لا اتحدنا فما الذي ينبئ عن التصور هو صاحب الشأن نفسه يقول اسمي كذا ومطلوبي كذا فقد حسم الأمر إذن فالتصور للقوة المطلقة وراء ذلك الكون وهي التي خلقته بقدرتها وأمدته بقيومتها أمر موقول إليها ولذلك كانت أسماءه تعالى توقفية ليس للعقل فيها مجال أبدا وإذا وصفته بشيء فيه متحة وفيه قوة ولكن لم يبلغنا عنها فلا يصح أن نصفه بها أبدا والفلاسفة لم يكفيهم دليل من علمهمهم فالكون المنظور المحس كان حقا وحقلا لعقول فلسفية فقصروا عملهم وتجاربهم في الكون المحس المهندس هندسة رائعة مبنية على نظام دقيق فبحثوا فيما وراء المادة ما الذي قال لعقولهم أن وراء المادة شيئا يجب أن يبحث عنه فلابد أن فطرة نفسية وشيئا حازما قد أقنعهم بوجود شيء وراء المادة وإلا فما الذي جعلهم يضحون بشيء من حياتهم ليبحثوا فيما وراء المادة وما وراء المادة أمور غير منظورة يكفين منهم أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين أن يبحثوا فيما وراء المادة سواء نجحوا في معركة ذلك أو لم ينجحوا فالدليل على وجود شيء وراء هذه المادة إنما هو الفطرة والعقل والذي وضع الأدلة على وجود الله نقول له حينما أقبلت على وضع دليل على وجود الله ما الذي حملك أن تتعب عقلك وفكرك لتضع ذلك الدليل على وجود الله لا شك أنك لم تجهد عقلك ولم تجهد فكرك إلا لفقتك وجدانك وفطرتك أن هناك إله فأردت أن تجهد عقلك لتضع ذلك الدليل على وجود الله إذن فالدليل على وجود الله وطلب الدليل على وجود الإله سواء وفقنا في إيجاد الدليل أو لم نوفق وإذا كان الإنسان بهذه السيادة وهو يقدر مرة ويعجز أخرى ويعرف مرة ويجهل أخرى ويقهر على أمور ويختار في أمور فوجب عليه أن يبحث عن قوة مطلقة تقهره على ما لم يختر ولا بد أن يبحث عن قوة مطلقة تقدر على ما يعجز عنه هو وأفراد جنسه إذن يجب أن يرهف الإنسان سمعه ليتلقى البلاغ عن هذه القوة إذن فمجيء الرسل كان أمرا طبيعيا كان يجب أن يستدعى من البشر لا أن يهبط إلى البشر فينكرونه إنسان يقول لك اللغز الذي في حياتك أنك تقدر وتعجز وتعرف وتجهل وتقهر وتختار هذا اللغز لا بد أن يحل فإذا ما جاء لك إنسان ليقول لك أنا سأحل لك اللغز الذي تفكر فيه أتنصرف عن من يريد أن يحل لك اللغز أم تقبل عليه إذن فكأن الإقبال على منهج الرسل يجب أن يكون طبيعيا ولذلك استعجله القوم الذين ليس في رؤوسهم أشياء تناقض المنهج فآمنوا به أما الذين يعلمون أنهم سيضارون بذلك المنهج لأنهم عاشوا آلهة وعاشوا سادة وعاشوا لهم جاه وذلك المنهج سيسلبهم إياه فهم الذين وقفوا أمام ذلك المنهج أما القوم الذين لا مطامع لهم فقد استقبلوا الرسل استقبالا إيمانيا كما يجب أن يستقبله جميع البشر إذا كنا نعلل ذلك تعليلات عقلية فأيضا توجد في النفس البشرية أمور نفسية لو لم يؤمن هو بإله كيف كان يتلقها كيف كان يقابلها تأتي الحياة بظروف فوق أسباب الإنسان وظروف تعجز أسبابه عن دفعها بمصائب وكوارث وأهوال ماذا يكون موقفه لو لم يستند بإيمانه إلى أن وراءه قوة هي التي خلقت الأسباب وتستطيع أن تجعل له مخرجا بدون هذه الأسباب فلا تجعل لليأس من الحياة سبيلا إلى قلبك وكل ما يصيبك فيه خير لك إذن ستستقبل الحياة بكل طاقاتك وبكل إمكانياتك وبكل نفس لا يسرها ما آتاها الله ولا يحزنها ما ذهب به الله من يدها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إنسان أسلم نفسه لمن يعلم أنه إنما يجري الأشياء للخير عليه الرصيد الإيماني ضرورة للإنسان فالذي بلا رصيد إيماني كيف يستقبل هموم الحياة والهموم والمصائب في الحياة تترتب ترتبا منطقيا هذا الترتب المنطقي أوصله الإمام علي رضي الله عليه إلى منطقة ليست محسة فتدفع وليست ملموسة فيتقى منها وإنما هي شيء يتخلل على الإنسان ذات نفسه بحيث لا يستطيع أن يراه ليدفعه وذلك هو هم الإنسان في هذه الحياة كل عدو من الأعداء من الممكن أن توجد قوة لتدفع ذلك العدو إلا باستثناء واحد هو ذلك الهم فالذي لا إيمان له كيف يواجه همومه التي لا يستطيع دفع أسبابها لو لم يكن مؤمنا بالله يقول الإمام علي في سلسلة موجودات ذلك الكون ليصل إلى أن الإيمان لو لم يكن له غاية وفائدة إلا أن يطرد الهم وأسبابه عن النفس ثقة من النفس بأن الله الذي خلقه حكيم فلا يجري عليه إلا ما فيه الخير له لكفى ولما سئل عن أشد جنود الله ماذا قال الإمام علي قال في الجواب عن ذلك قولا يدل على أنه استقرأ ما في الكون من أجناس ثم رتبها بفكره وعقله ترتيبا يعطي القوية ثم يعطي الأقوى من القوي ثم يجعل الأقوى قويا بالنسبة لأقوى منه يأتي بعده إلى أن يسلسلها إلى مصاعب المتاعب المعنوية في الأم سئله عن أشد جنود الله فقال أشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال أي فهو أقوى والنار تذيب الحديد أي فهي أقوى والماء يطفئ النار أي فهي أقوى والسحاب يحمل الماء أي فهو أقوى والريح يقطع ويمضي لحاجته فهو أقوى وابن آدم يغلب الريح فيتستر بالثوب أو لشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن آدم يفقده توازنه والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم فأشد جنود الله الهم لو لم يكن في الإيمان إلا أنه يدفع عن الإنسان هموم الحياة لكفى بذلك فائدة والإنسان بكل نعمه وإمكانياته وقدراته إن كان في نعيم فهو يتم الأمرين إما أن يفارق هو هذا النعيم وإما أن يفارق ذلك النعيم أنا لا أقول الذين ليسوا في نعيم أنا أقول من هم في نعيم يخافون شيئا واحدا أن يذهب عنهم النعيم أو أن يذهبهم عن النعيم إذن فميزان الإيمان إنما جاء ليصون الإنسان حتى من هذه لماذا؟ لأن الإنسان بعاداته إذا كان طفلا صغيرا لم يزل في حضانة أبويه ليتعهداه ويربيا لا يحمل هما لأسباب الحياة أبدا فتقول له إذا كان من له أب لا يحمل هما الحياة أبدا فمن له رب يستحي على عرضه وأيضا فالإيمان بالله ضرورة ارتضائية ومعنى الضرورة الارتضائية أنك إذا نظرت إلى الجنس الذي بعدك مباشرة أي الذي لا تتميز عنه إلا بالفكر وهو الحيوان وجدت للحيوان غرائزة هذه الغرائز تحكم تصرفاته لاستبقاء الحياة ولذلك تجد لا يعطي هذه الغرائز إلا بما تؤدي به مهمتها ولكن الناس دائما بسيادتهم يظلمون الحياة فيقولون عن شهواتهم حين تنطلق إنها شهوات بهمية ويجب أن ننصف الحيوان من هذه التهمة هل فلسفة الحيوان شهوة لو أن ذكر جائل أنثى فوجدها حاملا أيقترب منها لا يقترب أتمكنه من هي منها إذن فعمليتها الجنسية عملية لحفظ النوع فقط غريزة وقفت عند حدها ولكن الإنسان تفنن في هذه الغريزة تفننا واسع مطلقا حتى أداه ذلك التفنن والعياذ بالله إلى الشذوذ في المآتي فكيف نقول عنها أنها أشياء بهيمية يجب أن تقول أن الحيوان يجوع كما نجوع ويأكل كما نأكل هاتي لي حيوانا أعطه ما يأكل ثم كفهو عن الأكل واحتل عليه بشط الطرق وتحكم فيه بأقصى الوسائل ليأكل شيئا زائدا عما أكله لا يمكن ولكن الإنسان تفنن في هذه نقول له والله لا تأكل ديت فيأكلها والله لا تأخذ ديت فيأخذها وفي غير الطعام يجد أشياء كثيرة في الأرض من نباتات وحبوب ويجد ألوان من الطعام فيأكل ما يصلحه ولا يأكل نوعا آخر ولكن الإنسان يقول أما أكل ديت أشوفه الشكل إذا من المنطلق في غرائزه أنه إنسان ورغم أنه يجوع أشغل نفسه بهم الرزق بنفسه بهم ماذا يأكل في العشة وماذا يأكل غدا أشغل نفسه لا بهم رزق نفسه بل بهم رزق أولاده بل بهم رزق أحفاده الإنسان يصنع ذلك والحيوان أيضا يلد ويأخذ وليده ويذبح على مرآة منه أيشعر الحيوان أيضا بألم الثك أيبكي أيمتنع عن الطعام والشراب ولكن الإنسان يأتي منه ذلك إذا وجد الحيوان حيوانا آخر كان حظه في أن يذهب إلى ذيجاه فيعلفه أحسن العلف ويكسوه أحسن السروج ويستعمله في الأغراض الشريفة العالية وهو يستعمل في أدنى الأشياء أيدخل عليه حقد في قلبه وغل وحسد لا يدخل عليه شيء لكن الإنسان يجد شرا في ذلك إذن فمن المحتاج إلى من يعلي غرائزه ليس الحيوان وإنما هو الإنسان إذن فأمر ضروري وجود الإيمان نفسيا وارتضائيا وجود الإيمان هو الذي ينظم هذه الغرائز ويعليها ولا يقتلعها لأنه لو أراد الإيمان أن يقتل الغرائز لما خلقها الله إذن هي لها مهمة والإسلام لا يصنع من المؤمن مؤمنا جامد القلب بحيث ينطبع على شيء واحد الشيء الواحد الذي يطبع عليه هو أن يسلم قياده لمنهج خلقه وبعد ذلك لا يجمده لأنه يريده ذا غرائز ولكنه يعلي الغرائز حتى لا تضر الغير يعلي غرائز حب الامتلاك حتى لا يصل للسطوة والسيطرة يعلي الغرائز الجنسية بالزواج حتى يكون المجتمع نظيفا شريفا يعلي الغرائز في طلب القوة لكي لا يكون نهما ولا شرها يعلي الغرائز في حب الاستطلاع كي لا يجعله تجسسا وتتبعا لعورات الناس إذن فكل غريزة من غرائز الإنسان جاء الإسلام ليعدلها لا ليجمدها ولكن يستبقيها لأن لها مهمة والإنسان ينظر إلى هذه المسألة يعتقد أن قوة أعلى منه هي التي نظمت له هذه الأشياء والقوة التي هي أعلى منه لا يستنكف الإنسان أن يخضع لها لماذا؟ لأنها قوة مطلقة أعلى منه وهي التي خلقتني بقدرتها وهي التي أمدتني بقوة منها فإذا ما استقبل الإنسان منها أمر فإن ذلك الأمر لا يعني غضادة ويقول له كن شديدا مرة كن رحيما مرة إذن فهو لا يطبع قوته على شدة مطلقة ولا على رحمة مطلقة وهو صالح أن يكون شديدا بل هو صالح أن يكون رحيما وهو صالح أن يكون شديدا لأنه لو طبع على الشدة فهناك مواقف تتطلب الرحمة لو طبع على العزة فهناك مواقف تتطلب الذلة لو طبع على لون واحد لم تنى عليه أن يأتي اللون الآخر واللون الآخر له مهمة في الحياة إذن فما الذي يصنع إنه يصنع مؤمنا بالله يوجه هذه القدرة وهذه القوة إلى حيث يريدها الله من شيء إلى ضده كيف ينتقل الإنسان من شيء إلى ضده ونقول له لأن هذا الشيء له مهمة وضده له مهمة يقول الحق سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إذن فيهم عنصر يمكنهم أن يكونوا أعزاء وعنصر آخر يمكنهم أن يكونوا أذلاء ومتى يكونون أعزاء ومتى يكونون أذلاء ذلك توجيه الحق لهم كونوا أذلة على إخوانكم المؤمنين وأعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم إذن فلم يطبع الإسلام المؤمن به على طبع واحد لأن لكل طبع مهمة إذن فلابد من وجود قوة قاهرة عليمة حكيمة تقرر هذه الأشياء وإذا كانت المبررات العقلية والاجتماعية والنفسية تتطلب وجود قوة أعلى منها فهناك شيء قد يكون غريبا على أسماعكم ولكن أتعجب كيف فات على المستدلين على الوجود الإلهي هذا الدليل وهو دليل يعم كل الأجناس وجميع العقول وجميع المستويات ودليل من لغة الناس أيضا لا يمكن دفعه ولا رده لماذا كان الإيمان ضرورة عقلية الإيمان بالله ضرورة عقلية وحين نؤمن نقول من خلق الحياة فنقول الله والذي خلق الحياة هو الذي ينظم حركة الحياة يقول افعل كذا لا تفعل كذا وحين ذلك يوجد الإسلام فلا يوجد أي قياد لأمر ونهي إلا بوجود عقيدة تسبقه في أن الآمر والناهي أهل لأن يؤتمن على الأمر من وعلى النهي من لأنه صانع ولأنه حكيم ولأنه قادر ولذلك يكون إسلام المسلم زمامه لتوجيهات ربه إسلاما عن عقيدة أما أن لا يكون إسلام عن عقيدة فهذا نفاق إذن فكل سلوك ظاهري لا بد أن يستند إلى عقيدة ومعنى عقيدة قضية اختمرت في القلب اختمارا بحيث لا تطفو إلى الذئن لتناقش من جديد وإن كانت لها مرحلة تناقش من جديد فهذا ليس إيمانا والإيمان لا يتأتى في الأمور المحسنة إذن فمنطقة الإيمان في الأمور الغيبية ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله غيب وملائكته غيب لأن الله قال وكتبه ورسله فيأتي أحد سطحي العلم فيقول لا أما الإيمان بالكتب وبالرسل فأمر حسي لأننا نرى الكتب ونرى الرسل ولكننا نقول لا لأنك لم تر جبريل وهو ينزل بذلك الكتاب على رسوله إذن فإيمانك بالكتاب وبالرسول لا يزال أمرا غيبية وبعد ذلك تؤمن بالقضاء والقدر وكلها أمور غيبية إذن فمتعلقات الإيمان العقدي أن يكون في أمر غيبي حين تسلم زمامك لعقيدة يقال إنك آمن ولذلك إذا فعل الفعل بدون عقيدة ماذا يقال يقال إنك مسلم منافق ولذلك حينما قالت الأعراب أمنا ماذا قال لهم قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أخذنا السلوك الظاهري إنما عن غير رصيد عقدي إذن فالإسلام لا بد أن توجد له ركيزة عقدية أولى حتى يطمئن الإنسان إلى أن هذا الأمر وهذا النهي هو أحكم ما يوجه من أمر وأحكم ما يوجه منه سواء فطنت أنا إلى حكمة فعل الأمر أو إلى حكمة ما نهاني الله عنه أو لم ينهى لماذا؟ لأن العبدية هي التي أسلمتني لذلك الأمر ولذلك تجد القرآن عندما يتكلم عن هذه القضية المرحلية والإيمان يقول يا أيها الناس كتب عليكم الصيام ولا يقول يا أيها الذين آمن يعني يا من وجدت عندكم خميرة الإيمان بي واعتقدتم وآمنتم بوجودي وبقدرتي أنا أشرع لكم فبغير رصيد الإيمان لا يشرع ويلاحظ هنا دقة العطاء في اللفظ القرآني وخصوبة الآداء في اختيار الكلمة في مقامها يا أيها الذين آمنوا لماذا لم يقل كتبت أو كتب الله ولكن يقول كتبا وبناءه للمجهول مع أنه من المعروف من الذي كتب الله ما العلة في أنه عدل عن ذلك اللفظ المبني للمعلوم وبناه للمجهول لم يسمي فاعله هذه العلة يجب أن يلتفت إليها الذهن لماذا لأن قضية الإيمان عقد وعقد بين المؤمن والمؤمن به فالله لم يكلف من لم يؤمن به إنما كلف من آمن به إذن فحين دخلت للإيمان بالله دخلت طواعية وآمنت به إذن فأنت شريك في كل التزام تقنيني يصدر عن ذلك الإله كان من الممكن أن لا تخضع أبدا إذن أنت شريك في هذه العملية ومن اللحظة التي يقول فيها كتبا فأنت شريك في هذه العملية لو لم تؤمن به لما كتبت يعني أنك عندما دخلت كنت معي في هذا الكتاب أي في إجراء الصيغة العقل وما دمت قد تعاقدت استمع مني ذلك لأن علة فعل المؤمن لأي حكم من الأحكام إنما هو صدور الأمر من الله به أما علة لماذا أصدر الله هذا الأمر قد تطيقها العقول وقد لا تطيقها قد تعرفها وقد تجهلها إذا كان الله قد حرم الخنزير أكنا نؤجل هذا الحكم حكم إيماني مع يقاف التنفيذ حتى تأتي الآلات والمعامل لتبين لنا أن الخنزير شيء ضر لا نحن استقبلنا ذلك وحرمناه وإن لم نعلم لماذا ثقة في المحرم هو قال ذلك فلا بد أن هناك حكمة سواء عرفتها أو لم أعد تعرفها وبعد ذلك تأتي الأيام ويأتي الارتقاء العلمي ويبينون لنا المضار التي في هذه الأشياء العلم تثبيت للإيمان إذن العلم يكفي للأسباب التي حرم الله بها الأشياء يجب أن يكون ذريعة لتثبيت إيمانك بقوة الحكيم وقدرته وحكمته فيما لم تعرف من أحكام إذن علة إقبال المكلف على أي أمر من الأمور هو أمر الله به وبعد ذلك الأمور أنواع نوع للبشر فيه تقنينات ونوع ليس للبشر فيه تقنينات فالنوع الذي ليس للبشر فيه تقنينات نسميها أمور تعبدية والنوع الذي للبشر فيه تقنينات كالأمور التي تحقق مصالح الفرد ومصالح الأسرة ومصالح المجتمع ومصالح التقاضي كل هذه المصالح لك حرية البحث والنقض في أن تأتي بأي تقنين من القرآن تقنين سماوي ثم تقارنه بأي تقنين ومهما على التقنين البشري فإنه يقنن على مدى علم المقنن وبذلك قد تخطئه أشياء وبعد ذلك يضطر أن يعدل يضطر حين التطبيق أن يعرف خطأه فيعيد ولكن حين يكون المقنن الحق سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية فإنه يصل إلى منتهى الكمال فيما يريد ولذلك إذا جيت بأي قانون وقرأت تطوره والتعديلات التي طرأت عليه من المقننين البشريين وجدت أن أي تقنين يرتقي يقترب من وجهة نظر الإسلام فما دام الأمر كذلك فإنه على المسلم أن يستقبل قضية الأحكام وقضية إسلامه لمنهج ربه بتوثيف ما صدر عن الله ويكون عمله أن يقول أقال الله ذلك أقال رسوله ذلك أم لم يقل فقط وبعد ذلك يقبل على الأمر فإذا كان أمرا عباديا فلا يحاول أن يفهم علته أولا لأن فهم العلة أولا يفسد عبادته فلو أنك أقنعت واحدا بعلة مسألة من المسائل لو أنه ثانيا جاء ليقنعك بعلة أمر من الأمور أتفعله أم لا تفعله لماذا؟ لأنك اقتنعت بحكمة هذا الأمر فلو أن كل أمر يتطلب أن تقتنع بحكمته فذلك يفسد معنى العبودية إنما العبودية أن تأخذ الأمر من الله بعد أن وثقته وأن تثق تمام الثقة في أن ذلك أحكم ما يوجه في هذا الموضوع قمة العبودية لله وبعد ذلك إذا أقبلت على الأمر بهذه النية تكون قد أخذت قمة العبودية لله وبعد ذلك قد يطلعك الله في ذات نفسك على أسرار أحكامه ويفيد عليك إشراقات فالذين قالوا حكمة الصلاة كذا وحكمة الزكاة كذا أو حكمة الحج كذا أو حكمة الصوم كذا هم قوم نفذوا الأمر أولا ثم أدركوا في نفوسهم ما يعطيه هذا الأمر من عطاءات في نفس الإنسان فقالوا لكذا وكذا ولكذا فرض أركان الوضوء أربع وهي غسل الذراعين والمضمضة والاستنشاق فلما أفت الرجل نفسه في السنة أدرك أنه لا بد أن تكون هناك حكمة ولا شك أن الرسول يعرف خواص الماء السائل الذي لا لون له ولا رائحة فلما يأخذه بيديه يرى أنه لا لون له ولما يتمضمض يعرف أنه لا طعم له فإذا استنشق بعلم ويعلم أنه لا رائحة له إذن فهو ماء صالح للوضوء إذن فعلل الأسباب وأحكامها لا تأتي أولا قبل أن تنفذ ولكن نفذه وأنا قلت سابقا إن الناس لا يعاملون ربهم معاملتهم لأنفسهم لماذا؟ لأن الإنسان عندما تكون صحته متعبة يذهب إلى الطبيب حين يذهب إلى الطبيب توجد أولا عملية عقلية وهي أن يقول أولا إن معدتي متعبة لأني عندما أكل أتعب لذا فقد حددت موضع العلة وعلى ذلك هل أذهب لطبيب جراحي أم لطبيب باطني طبعا أذهب إلى طبيب باطني ومن هو الطبيب؟ أقول والله فلان متخرج من كذا ولو سوابقه في كذا وهذه عمليات العقلية وانتهيت منها فأسلمت زمامي للطبيب جلس الطبيب فشخص المرضى وجلس يصف الدواء أنا لا أمسك قلمه عند كتابة أي عقار اللي أقول له لن أشرب حتى تقنعني بحكمته وإلا وجب علي أن أدرس تسع سنوات في الطب لكي يقنعني وهكذا يحول عيادته إلى كلية الطب مع كل مريض ولكن أخذه وأبحث عنه وإذا لم أجده فإن الصديق الوفي هو ذلك الذي يستورده لي من مكان آخر وأخذه فإذا جاء إنسان يعودني ويقول لي لماذا تشرب هذا الدواء أنا لا أدخل معه في متاهة لا أقول لأن عند الكرزبة تعبانة والقناة أصبها ضيق وأن هذا الدواء يؤدي إلى تمدد انفتاح إلى آخره لا أدخل معه في هذه المتاهة وإنما أقول إني أشربه لأن الطبيب كتبه إذن فإذا كنا نتعامل مع بعضنا هذا التعامل بأن العقل له مهمة هو أنه أوصلني للطبيب وبعد أن أوصلني إلى الطبيب انتهت المسألة ولكن أريد أن أتناقش معه هذا يمكن إذا كنت طبيبا مثلك وبذلك نعقد كونسلتو ونقول له والله لقد أخطأت فيك إذن فمن الذي يناقش في الحكمة الذي يناقش في الحكمة دائما هو المساوي لمن قنن في الحكمة وإلى أن يوجد مساوي لله يبدأ يناقش فيما قنن إذن فالإسلام من المؤمنين لله هو مدلول الإسلام وذلك معنى ليس بحمق وإنما بعقل ومستلزمات وبمتطلبات فإذا ما أسلمنا زمامنا لله ليصرف حركة حياتنا كنا مسلمين حقا الفكر فإذا أردنا بعد ذلك أن نتكلم عن الفكر نقول ما مهمة الفكر وما هو الفكر أولا الفكر هو الخاصية التي امتاز بها الإنسان ونسأل هل الفكر عمل فيما لا بديل له نقول لا لا عمل للفكر في أمر لا بديل له إذن للفكر عمله في اختيار البديل تكون هناك حاجات متعددة ثم يأتي العقل ليقول هذا نفعله لأنه أنفع من هذا بدليل كذا وبدليل كذا إذا كان هناك مكان أنا أريد أن أذهب إليه وليس هناك إلا طريق واحد فلا عمل للفكر فيه أما إذا كان له طريقان أو ثلاثة يمكن للفكر أن يتدخل فيه إذن فمهمة الفكر الاختيار بين البدائل وبهذا تمتاز أنت عن الحيوان من الذي يقرر البدائل هو الفكر بدليل أن الفكر عندما يتعطل بجنون فليس موضعا للتكليف لأن آلة الاختيار بين البدائل لا وجود لها إذا لم يكن قد نضج بعد وبلغ الرشد فلا تكليف إذا كان هناك إكراه من قوى أعلى يسقط التكليف والمسئولية إذن فعدم تكليف المجنون وعدم تكليف من لم يبلغ الرشد وعدم محاسبة المكره يدل على أنه لا يمكن أن نحاسب الإنسان على تصرف اختار بديلا فيه إلا إذا استوفى هذه الأشياء أن يكون غير مجنون وأن يكون ناضجا أي بعد سن الرشد وأن لا توجد سلطة تكرهه على فعل يفسد اختيار البدائل إذن فسنعود مرة أخرى للحيوان وهو الجنس الذي هو أدنى مني الحيوان يصيبه أي أثر من أي إنسان أو من حيوان مثله فينفعل لذلك الأثر الإيذائي كيف ينفعل الحيوان؟ ينفعل فعالا واحدا للأثر يرفس أو يعض أو يستعمل مخالبه ليس لديه بدائل لماذا؟ لأنه ليس له فكر يختار به البدائل وليس عنده قيم تفهمه بأن الغريزة تهدف إلى صون الحياة فتصرفه واحد أمام أي فعل ولكن الإنسان ناقض ذلك يأتي إنسانا فأصفعني ذلك أثر يوجب في نفس انفعال وهذا الانفعال ماذا يحدث؟ يصح جدا أن أرفع يدي وأصفعه بمثل ما صف عنه ويصح أيضا أن أضربه بقدمي ويصح أيضا أن أضربه بشكل أخف من ضربته ويصح أن أنفس عن غيظي بعملية نزعية بأن أشتمه أو أسبه ويصح أن أقول لا أدري ظروفه النفسية فلعل ظرفا نفسيا أتعبه فأنا أتحمله لعل الله يوجد لي عندما يتغير ظرفي النفسي من يتحملني وإذا كنا نحن الاثنين عبدين لله كلانا من صنعته وذهب أحدنا إلى البيت ليجد أن أحدا من أبناه قد أساء للآخر فمع من يكون قلبه؟ مع الظالم أم مع المظلوم؟ مع المظلوم إذن يمكنك القول بأن الإساءة إليك قد تجلب لك عطف الله فأسامحك وأحسن إليك فهي معللة التعليلات النفسية المحسن والمسيء أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي عندما أساء لي وأنا صنعة الله غار الله لي فكان في جانبي وما دام الله في جانبي فيكون الفضل لمن أساءني تجارة الناس مع من يحسنون إليهم أم مع من يسيئون إليهم تجارة الناس مع من يسيئون إليهم لأن من يحسن إليه يأخذ منه ومن يسيئ إليه يعطيه ولكن الناس تتاجر في الخسران لا يحب إلا من أحسن إليه إذن عندما جاء ذلك الأثر في النفس الإنسانية يمكن أن يختار كذا من البدائل هل اختيار البدائل عشوائي أم مبني على قيم مبني على قيم من تسيطر على منهج الفكر وترجيحه وعلى منهج الفكر وترجيحه يكون السلوك مني وأقلها أن يكون الإنسان عادية فالله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهل أنا عندي من الدقة الميزانية بحيث أضربه قلما في قوة القلم الذي ضربني ومثله بلا زيادة ولا نقصان لا يمكن وهنا ندرك قصة المرابي الذي قال إن تأخرت عن آداء الدين آخذ من جسمك رطل من اللحم ثم تأخر المدين في السداد فطالب المرابي بحقه فقال القاضي اللبق لا مانع من ذلك خذ هذه السكين واقطع من جسده رطل من اللحم فإن زدت أو نقصت بأي مقدار سنأخذ مقدار الزيادة أو نقصان من جسدك وهنا تنازل المرابي عن دينه من الذي يستطيع أن يتحكم في المثلبة لا أحد يستطيع إذن المبدو الإسلامي يفسح مجال التسامح ومعنى الإفساح في مجال التسامح كأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولذلك يأتي إنسان ليقول إن قضايا الإسلام عجيبة ها أنا أرى قد دفعت بالحسنة وأحسنت إليه ومع ذلك ظل عدوي أقول له ساعة تسمع من ربك قضية خذ القضية على أنها منطلق الحكم كيف؟ قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا لم تجده وليا حميما كما قال الله فاعلم أنك لم تدفع بالحسنة وإن ظننت أنك تدفع بالحسنة لأن هذه قضية لازمة ولذلك فإن منطلق النقاش في الدين لا يأتي من الأشياء المختلف عليها وإنما يأتي من الأشياء المتفق عليها أولا وننطلق من المتفق عليه إلى المختلف فيه حينما قال الحق سبحانه وتعالى أنا خلقتك من طين ثم نفخت فيك الروح ومرت على الطين مراحل كان ترابة ثم أضفت إليه الماء فأصبح طينا ثم حمأ مسنونا يعني طينا منتنا متغيرة ثم صلصالا كالفخار ثم نفخت فيه الروح قضية لم نشهدها ولكن الذي آمن به قال تلك مراحل خلقتك بعد ذلك عندما أبحث كيف أبحث في أمر لم أشهد وقد قطع علي الباب وقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا قوله وما كنتم اتخذ المضلين عضدا معناه أنه لم يكن هناك أحد يساعدني ليقول لكم من ورائي كنت المصدر الوحيد لأنني الخالق الوحيد فعلم هذه المسألة من جانبي ما كان ظالم معي حتى يأتي من ورائي فيخبركم إذن فستظلون جاهلين ولذلك عندما يأتي الإنسان لينطلق للمعنى الغيبي فقد أخذنا المسألة إيمانيا ولكن من رحمة الله أنه لا يترك لنا المسائل هكذا بل يعطينا بصيصا لتصديق ما غاب عنا بشهادة ما أحسننا فعندما يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ترتيبه في ظاهره غير طبيعي فهو خلق الحياة ثم خلق الموت لكن قال الذي خلق الموت ثم خلق الحياة لكن قال الذي خلق الموت والحياة مسألة لافتة يجب أن نقف عند معطيات القرآن كلام الله يجب أن أعرف لماذا ورد هذا اللظ هنا أو هناك لأن للألفاظ إيماءات في المعاني نعم الذي خلق الموت والحياة لأن وجود الموت هو الدليل على صدق الله في الخبر عن الحياة لماذا؟ لأن الموت أمر مشهود لنا إذن فالموت وإن كان أمرا عدميا والحياة أمرا وجوديا إلا أن مراحل الحياة لم تكن حسية ولكن الموت هو الأمر الحسي الذي نراه فقال انظر بحسك وتنبه لأن قضية الموت ليست قضية خاملة بل هي قضية مشهورة وما من أحد إلا ومسته هذه القضية وكان على مشهد منها يقول الذي خلق الموت والحياة لأنه جعله كالدليل على صدق الإخبار بالحياة وما دام دليلا فهو يقدم الدليل بين يدي المدلول عليه مسائل أطوار الحياة غيبية والموت أمر حسي أمامكم حين تموت ما الذي يحدث؟ ساعة الموت تخرج الروح ثم ماذا يحدث؟ يتصلب الجسم وهذا كلام يقرره الأطباء وبعد ذلك يتعفن تعفنا وينتن وبعد ذلك يتبخر ما فيه من ماء ثم بقية العناصر تعود إلى التراب إذن ما هو الموت؟ الموت هو نقيض الحياة ونقيض الشيء يأتي على عكس بنائه كيف؟ إذا قلت أنا أسافر من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني فأمر أولا بكذا وكذا وكذا قبل ما كان الوصول فإذا ما حدث كانت آخر محطة وصلت إليها هي أول محطة حين أعود لأني أريد أن أنقض السفر إذا بنيت شيئا وتريد أن تنقضه فأنت تنقضه على عكس ما بنيته فإذا كان الله قال أنت تراب صدق ثم وضع عليه الماء فأصبح طينا صدق ثم أصبحت حملا مسؤونا طينا منتنا لأنه تفاعل صدق ثم صلصالا كالفخار متجمدا صدق ثم نفخت فيه الروح ثم أصبح حيا وعندما ينقض الحياة كيف ينقضها؟ ينقضها على عكس ما وجدت يأخذ الروح أولا فيتصلب الجسم ويصبح صلصالا ثم يتعفن فيصبح حمأ مسنونة ثم تتبخر المياه فتعود العناصر إلى التراب إذن الموت أثبت لي قضية صدق في الإخبار عن الحياة ساعة ياتي فيعطيني قضية في نفسي وفي الأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون قارن الأرض بالنفس آية للموقنين لقد قال أنا خلقتك من طين مدام خلقنا من طين ونفخ فينا الروح لأن الروح من أمره إذن هذه المادة الطينية منها غذائي وقوام حياتي والروح من عنده إذن فمنهج الروح من عنده فإذا أخذت الإثنين غذاء مادتي وروحي من الأرض فهذا لا ينفع لا بد أن أخذ غذاء مادتي من الطين الذي خلقت منه أما غذاء روحي فإجب أن أبحث عن مصدره إذن من أين ينشأ الفساد إني أريد أن أخذ غذاء المادة والروح من ناحية واحدة لا يمكن وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون سمعنا قصة الخلق ثم جاء العلم في القرن العشرين وابتدأ الناس يحللون العناصر ونحن نعرف أنه من قديم الزمان كانوا يعتبرون أن العناصر في الكون أربعة الماء والهواء والتراب والنار ولم يدركوا أن ما يسمونه عنصرا هو مادة مركبة من عناصر ثم جاءت أدوات التحليلات إلى آخر فعرفوا عناصر متعددة في الكون كانت سبعتاشر ثم جاء مندلف فجعلها سبعة وتسعين ثم أصبحت الآن مائة وثلاثة عشر أو مائة واربعة عشر إذن فالعناصر في الكون كثيرة وعندما حللوا عناصر الطين الذي أخذوا منه قوتي وجدوها ستة عشر عنصر الأكسجين الكربون النتروجين الهيدروجين الكالسيوم الصوديوم البوتاسيوم الكولور الفلور الحديد اليود السيلون المانجينيز تلك عناصر الطين الذي يخرج من ذلك النبات وبعد ذلك عندما حللوا الإنسان وجدوا الإنسان مكونة من ستة عشر عنصرا لوجودين بذلك في الطين معنى ذلك أن الله صادق عندما قال أنا خلقتك منطين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذه المسألة حللها الكفار ولو قالها المسلمين لقيل إنهم تواطئوا وهل في بال الكافر أن يدلل على صف الإسلام في شيء من الأشياء لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسخر حتى الكفرة لخدمة قضية الإيمان إذن فمنطق المسائل إنما يأتي من الأمر المتفق عليه الذي يمكن أن يدخل في تجربة حسية يعني الذي لا يدخل تحت تجربة حسية فأخذه أمرا غيبيا مسلما به لأنه من الله ولأن العقل لا يمكن أن يصل إليه لأن مراحل العقل في العلم التجربي كما نعلمها ملاحظة على الأشياء ثم تجربة معملية في الملاحظة ثم نظرية عملية ثم حقيقة علمية إذن كل تلك الأمور التي نراها والتي انطلقوا بها بواسطة الصاروخ إلى القمر هذه القضايا المفزع للعقل البشري الآن كلها مبنية على أمور بدهية في ظاهرة من ظواهر الكون قلت سابقا لكي تعرف هذا لا بد أن تدرك ما هي المتواليات البرهانية معنى المتواليات البرهانية أنه عندما نأتي لأصحاب الهندسة يا صاحب نظرية مئة بأي شيء تبرهن على صدقها فيقول أن أبرهن على صدقها بكذا وكذا أي حسب نظرية تسعين أو تمانين إذن برهانك على أي نظرية يكون دليله نظرية سابقة لها ولكن بماذا برهنت على سابقتها يقول بمسلمة في نظرية قبلها ولكن لا نطيل التنقل من مئة إلى واحد سنقتصر على ثلاثة واثنين كيف برهنت على نظرية ثلاثة بنظرية اتنين وكيف برهنت على نظرية اتنين يقول بنظرية واحد وكيف برهنت على نظرية واحد لا يجد جوابا سوى بأمر بدهي ومعنى أمر بدهي أنه مطروح في الكون ينظر إليه كل إنسان إذن فأعقد مسائل العلم منتهى إلى أمر بدهي موجود في الكون وإلا فمن الذي لم يرى ثمرة سقطت من شجرة كلنا نراها وما أكثر الأشياء التي سقطت وأصابت الناس وهم جالسون فجذر بعضهم بعضا بعدم الجلوس في ذلك المكان المتساقط الأشياء عليه إذن فما سقطت على نيوتن الفاكهة كما ادعو البيروني على التحقيق العلمي اهتدى إلى مسألة الجاذبية بثمرة سقطت على الأرض هي ملاحظة وظاهرة موجودة في الكون ذلك الشخص وقف أمام الظاهرة وبإمعان وأخذ يتساءل لما لم تصعد لما لم تأتي يمينا أو يسارا ثم انتقل من أمر بدهي إلى أمور متى تحدث الفجوة تحدث عندما تنتقل من الأمر البدهي إلى قمة نظرية مئة ولكنك إذا سلسلتها من واحد اتنين ثلاثة تسهل الفجوة في أن تنتقل من الأمر البدهي إلى أمر مئة ولذلك كان التراث العلمي الذي وصل إلينا والذي نسب إلى أفراد عندما يتسلسل تجده ينتهي إلى أمر بدهي أرشميدس الذي اخترع قانون الأجسام الطافية الذي بنى عليه البواخر وما إلى آخره المسألة أنه كان في الحمام وارتفعت بعض المياه ثم وصل إلى موضوع الماء المذاب والحجم والوزن ثم اخترع القانون إذن فأعقد أمور العلم من النظريات التي آتت أكلها للعالم كان الأمر البدهي هو الأساس الأصيل وما دام الأمر البدهي هو الأساس الأصيل فإن الله لا يريد منا إلا أن نلاحظ الظواهر في كونه ملاحظة دقيقة لأن وراء كل ظاهرة سرع إذا أحببت أن تترف حياتك وترقيها وتنميها أشعل ذهنك لأنك خلقت لك مقومات حياتك الضرورية فإن أردت أن ترتقي فقد أعطيتك ذهنة وأعطيت لك مظاهر كونية وأعطيت لك مادة فأعمل عقلك في مادة الله الذي خلقها ورتب الأمور واستنتج ما شئت فالذي مثلا كان يريد أن يشرب من قديم إما أن يذهب إلى البحر أو يذهب إلى عين فلما تعب استخدم الدابة ثم بدأ الناس يفكرون وأدركوا أن الماء له استطراق فتسألوا لماذا لم نبني خزانا علي ثم نأخذ منه أنابيب نمدها للبيوت وعندما يريد الإنسان ماء عليه أن يفتح الصنبور إذن فهذه مسألة طرف في الحياة هذا الطرف لا يأتي إلا عندما تعمل ذهنك أعمل ذهنك بطاقتك الفكرية المخلوقة لله في أسباب الحياة موجودة للحاجات الضرورية وقد رتب الحق سبحانه وتعالى ضرورات الحياة ترتيبا مهمة يجب أن يفطن إليه الإنسان وهو أن استبقاء الحياة التي خلقها الله في الإنسان تتطلب أشياء تتطلب طعاما وتتطلب ماءا وتتطلب هواء الإنسان يختلف عن الآلة التي يصنعها البشر السيارة عندما ينفد وقودها تتوقف تماما لكن عندما لا أكل لا أخف تماما أستطيع أن أعيش شهرا أو شهرين لماذا؟ ذلك لأني كائنا حي ومن صنعة الله فقد صنع لي مخزنا ذاتيا لقوتي عندما أكل شيئا أكثر من حاجة الحياة إلى سار حراري يتكون لحم ودم وعندما لا أجد طعاما يمكنني أن أجد من ذلك المغزن لذلك يمر موعد الأكل بالنسبة للفرد يقول أنا نفسي تصدت عن الأكل لا يا أخي لقد تغذيت بالفعل والدهن هو المادة الوحيدة التي تعطي للجسم كل العناصر اللازمة للغذاء مادة واحدة وعندما ينفد الدهن يأكل من اللحم إلى أن يصل إلى آخر مخزن وهو العظم ليخدم السيد وهو المخ كل حظ الجسم أن يبقى المخ دون عطب وطالما لا يوجد عطب بالمخ يمكن تدبير كل شيء لو توقف قلبه وأمكن عمل شيء من التدليك قبل أن تتلف خلايا المخ يصبح من الممكن أن يعيش ولكن إذا تلفت الخلايا إذن فهذا السيد وأهم شيء بالمخ هو الفسفور والذي يستمده من العظام ولذلك تجد دقة القرآن عندما يتكلم عن زكريا ربي إني وهن العظم مني آخر مخزن منقوتي منتهى الضعف الطعام والماء والهواء إذن الطعام يمكن الصبر عليه مدة لأن عندي مخزنا ذاتيا ولكن ما هو الحال بالنسبة للماء صبر الإنسان على الماء أقل من الطعام حوالي عشرة أيام لأن الماء ضروري لإذابة العناصر التي تعطيك الغذاء إذن فأنا أصبر على الطعام أكثر من صبري على الماء فإذا انقضت مدة طويلة دون طعام يمكنك فيها أن تحتال أو إن رضي عليك من ملك طعامك والماء لأن حاجة إليه أكثر لم يجعله الله مملوكا إذن فالطعام يمكن أن يملك والماء أقل من الملكية ولكن الهواء لا يملك أبدا لأنه لا يصبر الإنسان عنه فهو زفير وشهير فإذا ما ملك لإنسان غير مأمون على أخيه الإنسان فغضب عليه منع عنه الهواء قبل أن يتحرك إليه ليرضى عنه يكون قد انتهى ولذلك جاء العنصر الأول في الحياة عنصرا مشاعا لا يملكه أي أحد والناس جميعا فيه سواء ويجوز أن يشرب فرد الماء مقطرا وآخر يشربه ساخنا وآخر فاترا كلهم سواسية في أصل الوجود للحياة إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يعطي أي قضية إنما يعطي دليل الغيب بدليل من المس وما دام الأمر كذلك ويصدق في واحدة والثانية والثالثة فلابد أن ذلك يفرض علينا الصدق ما تعرفه نقول صدق في كذا وكذا وما لا أعرفه لا بد أيضا أن يكون صادقا فيه حين نستقبل الإسلام بهذا فذلك هو الفكر الإسلامي معنى فكر إسلامي أن الذي وضعه هو الإله الذي خلقه الفكر المعاصر نأتي بعد ذلك لقضية الفكر المعاصر الفكر المعاصر عبارة عن نشاطات ذهنية والنشاطات الذهنية أنواع واحد نوع محكوم بإطار دين الحق اثنين نوع محكوم بإطار غير ديني أصلا ثلاثة نوع محكوم من قوم لهم دين ولكنهم لا يمكنون من قيادة حركة الحياة والأفكار المعاصرة مصدرها ثلاثة أولا أفكار ناس محكومين بدين الحق ثانيا أفكار ناس متدينين بدين يؤمنون أنه حق وإن كان زيفا إلا أنهم يعزلون الفكر المادية والدنيوي عن خيادة الدين ثلاثة أفكار ناس ليس لهم دين أبدا وهذه الأفكار حينما يقف الإسلام منها نقول يا من لا تؤمنون بدين إن حجتنا عليكم ما قلنا من ضرورة الإيمان بالله نفسيا وعقليا واجتماعيا وارتقائيا ولغويا وبعد ذلك ما علينا أن لا نؤمن به الذي يدل على إفلاسك حين تريد أن تسود نظاما من وضع عقلك وتريد أن تخرج مؤمنين بالله من نظام لهم لا تقارن نظاما بالنظام الذي يعيشون به بل انتقلت إلى مسألة ليست في موضوعية البحث تأتي لتقول إن الإيمان بالله خرافة والدين خرافة طي اترك الإيمان جانبا والدين خرافة وخذ أثر الإيمان وهو منهجه ثم قارن أثر الإسلام وهو منهجه بمنهجك هو يريد أن يزلزل في أنفسنا القيم الإيمانية حتى ننصرف عن كل ما تخلف عن القيم الإيمانية نقول له لا هذا ليس نقاشا هب أن هذا من وضع محمد هب أن هذا من وضع المسلمين فالكلام الموضوع المنهجي هو أن تأتي بالنظام ثم نرى هل هو مثل نظامك أم أفضل هذه الأصول إنما تدخل في متاهة وتقول الدين خرافة يا سيدي خرافة عندك وحقيقة عندي إذن الموضوع الذي يربطني بك هو نظام هاتي نظامك وخذ نظام الخرافة قارن هذا بذلك هاتي أي جزئيات من الجزئيات لكي تراها إذن أنت تدخلت في أمر لا يعنيك هذا الأمر هو أن النظام الإسلامي استمد قداسته عندنا لأنه من صنح خالقنا فأنت تريد أن تزلزل فكري عن صنح خالقنا ولماذا يجعل فكرك أولى من فكري إذن ما أيسر الرد على من له فكر في غير إطار ديني يعتقد به تأتي لقوم آخرين لهم دين أيضا ولكنهم لا يحكمونه في نظام الحياة لأنه عندما حكم في نظام الحياة جرب ففشل هنا تجد معسكرين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي المعسكر الشرقي يمثل فكرة لا دين والمعسكر الغربي يمثل فكرة هناك دين ولكنه معزول عن قيادة حركة الحياة لماذا؟ معذورون لأنهم جربوا قيادة الكنيسة وقيادة البابوية فلما جربوها وجدوها فاشلة خنقت كل فكر أن يتحرك وكل ذهن أن يعمل فتخلفت أوروبا على يد الكنيسة وعلى يد سلطة البابا عندما اتصلوا بالمسلمين في الحروب الصليبية وعرفوا من شأ القوة لدى المسلمين لأننا لا نملك لا كنيسة ولا بابا كلنا في العبودية لله سواء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم يأتي في آية بالغة ويقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول انفرادوا بأمر الطاعة لعلكم ترحمون ثم عندما يدخل عنصر البشر غير المسلمين يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فلم يكرر معهم أمرا بطاعة ليد لنا على أن طاعة البشر لبشر مثلهم غير مختصين برسالة إنما هو من باطن طاعة الله وطاعة رسوله فليست لهم طاعة ذاتية وإنما الطاعة من باطن ما تطيع به الله وتطيع رسوله ولكن لماذا اختلفت الأساليب أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسولة وأولي الأمر منكم بدون تكرار الطاعة نقول هذه دقة الآداء القرآني لأن الذي يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى لأن الأحكام التي تتلقاها مرة يقول الله مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ذلك أمر من الله يطاع الرسول نفسه قال هذا الحكم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجان إذن التقى أمر الرسول مع أمر الله فالمطاع فيه أمر واحد يقول أطيعوا الله ورسوله لأن الأمر واحد ومرة يكون لله مجملا وللرسول أمر تفصلي مثل حكاية الحج مثلا خذوا عني مناسككم إذن عندما أقول أطيعوا الله أي في أن كتب الحج وأطيعوا الرسول لأنه أيضا قال كتب عليكم الحج وبعد ذلك قال خذوا عني مناسككم إذن فلله طاع وللرسول طاع لم يتوارد أمر الطاعة على شيء واحد هذا في الإجمال وهذا في التفصيل وبعد ذلك يأتي أمر لم يشرعه الله في نطاق الدستور الأصيل فيقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لم يأتي ذكر الله هنا لماذا؟ لأنه وضع بهذا الدستور القرآني يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كأي دستور عندما يضع أي تقنين لا تجد في الدستور أن الموظف الذي يتغيب خمسة عشر يوما يفصل أي أن الدستور أناط بالجهاز الوظيفي أن يضع من القوانين ما شاء يصاغ ذلك بأمر الدستور الأصيل ما دام قد قال الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن لا يجوز أن يقول إن هذا الحكم لم يرد في القرآن لأن الرسول جاء ليبين ولأن الدستور وضع أمرا بأن ما يفعله ويقرره يصبح أوامر إذن لا بد أن يفرد الرسول الطاعة أقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول إذن الطاعات أنواع طاعة الله وطاعة رسوله معا في الأمر حين يتفقان فيه فأنا أوطيع الله في إجمال مفترض وأطيع الرسول في تفصيل ما فصل وبعد ذلك جاء أولو الأمر يا ولي الأمر أنت نائب عني بواسطة القاعدة الكلية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو أعطى له أمرا استقلاليا وكأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية التي أمر بها رسوله في الطاع يرد على قوم أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ قال ينشك رجل أن يتكأ على أريكته ومعنى ذلك أنه جالس جلسة العظمة يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا يعني تطرح سنة الرسول إلا وأنما حرم رسول الله كما حرم الله التساوي في العبودية وبعد ذلك جاء لولي الأمر قال يا ولي الأمر أنت نائب عن المؤمنين جميعا في رقابة تنفيذ أحكام الله ولذلك الخليفة الأول يقول أطيعوني ما أطاعت الله فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم إذن لم ترد في أول الأمر طاعة مستقلة هذه أول مرتبة من مراتب إعزاز النفس الإنسانية أن تكون تبعية لمثلها وما دام متساوين في العبودية فلنتساوى في التلقي إذن من الحرام ومن العبث ومن عدم الذوق أن نقارن بين فكر بشري وإسلام سماوي إنما نقارن فقط لنريح أولئك الناس المفتونين ببعض المبادئ فقط عندما نقارن وإن نصرنا الإسلام فالمقارنة ذاتها تشرف الإسلام لكن ماذا نفعل إذا كان مستوى خميرة الإيمان في المسلمين مفتونة بشيء يجعلنا ننزل إلى هذا المستوى ألم تر أن السيف يزري بقدره إذا قيل هذا السيف خير من العصى عندما أقول إن السيف أحسن من العصى بذلك أكون قد مدحت السيف لا لا تقول إن الإسلام خير من الفكر البشري أبدا لأن ذلك شيء لا يشرف الإسلام كيف تقارن فكر محدثين خاضعين الأهوائيم وتسلطاتهم به والدليل على ذلك أننا نجد من حكم اللواقع ما يؤيد هذا العالم الآن فيه موجتان الأولى موجة علم مادي ومعنى علم مادي محكوم بالمادة وبالتجربة وبالعمل الملاحظة بالتجربة العملية والنظرية فالحقيقة العملية هل أفاد العالم أم لم يفد أفاد العالم بالمخترعات والأشياء التي رفعت الحياة وقصرت المسافات وعطتنا متعا إلى آخره هل يوجد كهرباء أمريكا وكهرباء روسي لا توجد كيميا إنجليزية وكيميا ألمانية لماذا؟ لأنها لا تجامل فهي تعطي الحقائق فاتفقت المعسكرات إذا كان هناك خلاف في كيميا فخلاف في تأتي الصمع فقط في دقتها اختراع الأصباغ اختراع المواد المذيبة الألوان الثابتة وغير الثابتة وهنا نقول أنهم اتفقوا في هذه النقطة لأنهم محكومون بالمادة ثانيا الموجة الثانية موجة مذهبية نظرية كلام نظري يعني كلام غير معملي وغير تجربي يعني كل واحد يحاول أن يقول نظرية ويبررها فوجد في الكلام النظري معسكراته معسكر شيوعي ومعسكر رأس مالي ولذلك تجد أن اختلافهم في المذاهب النظرية أفسد التقاءهم فيما التقوا عليه من مواد وسخروها لخدمة الأهواء وكل واحد استغلى هذه الآثار التي نشأت عن الترك الفردي وجعلها وسيلة من وسائل فرض النظر ونحن نقول إن فرض النظر هذا ليس صوابا ثم نأتي لتحكمكم أنتم الاثنان أولا لا تطالبون أبدا لأن نبرر أن الإسلام قمة في التشبيع لماذا؟ الإسلام لم ينزل اليوم الإسلام نزل من 14 قرن ولم ينزل نظرية بل تعرض للتطبيق الفعلي وأسست عليه مدنية وقامت حضارة كانت عندنا حضارة عندما كنتم تطلقون على بلادكم القرون الوسطى المظلمة أيام هارون الرشيد صنع العلماء الماديين ساعة وأرسلوها هدية لشارلمان فلما رأاها شارلمان قال إن بها شيطان مثل ما قلنا نحن على الراديو أول ما ورد إلينا وإذا أردت أن تعرف الأسس والبذور التي غرسها الإسلام في حضارته وفي مدنيته فاقرأ للمنصفين ممن كتبوا عن تاريخ الفضاء اقرأ مثلا شمس العرب تطلو على الغرب لزيكفرد هونغ تجد أن كل ناحية من نواحي التقدم البذرة والخميرة للعرب المسلمين طبعا لأن العرب قبل الإسلام لم يكن لديهم شيء اذهب إلى المكتبة في نيويورك ترى المكتبة بها مبنى زجاجي عال رمز قاعة المطالع صورة العربي بزيه أمام الإنبيق الذي يجرب فيه العمليات الكيموية إذن الإسلام تعرض للتطبيق وظلت أمتهي الأمة الأولى في العالم خرابة ألف سنة إذن فلا تقول إن الإسلام لم يكن ينزل الآن للتجربة لقد جربناه ووجدنا في تشاريعه ليس فقط ما يساوي الاشتراكية في الإسلام وغير ذلك من الهراء عيب أن تقول هذا لماذا؟ لأنه لو قرن أيوجد في النظام الاشتراكي أن الدولة ملزمة بأن تعين للمكفوف قائدا مبصرا على نفقة الدولة هل رأينا مثلا ذلك؟ أنتم تأخذون من مال الناس لتعطوا للناس هل وجد عندكم إيثار؟ نحن نعطي حق الله ونتطوع بشيء بل أيضا عندما يكون لدي شيء واحد وغير محتاج إليه فإن لدينا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا وأيضا في التقنيات الأخرى التي تنظم شؤون الحياة أن لدينا الإيمان يبدأ من لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى عن الطريق النظافة يعني جزئيات دقيقة لم يكن لعقل أن يدرك أن تكون تلك موضوعات تشريع هل وجد في تشريعاتهم مثلا أن الرجل الذي يعجن العجين ليخبز لابد أن يغطي لثام أنفي وفمه؟ كان المحتسب في قديم الزمان يصادر العجين إذا وجد الرجل دون لثام لأنه من الجائز أن يعتص فتتسرب ميكروبات مرضه إلى العجين وأيضا من الذي يقنن للحلاق الذي يحلق للناس؟ الحلاق يحتم عليه وضعه في مهنته أن تكون أنفاسه في وجه الزبون وهنا يمنع المشرع أكل البصل أو الثومة عند الحلاق حتى لا يسبب للزبون ضيقا أثناء الحلاقة هل وصلت التقنيات إلى هذا الحد؟ القراءة تحت عنوان التساوي في العبودية يقول أيضا إن رأيتم جزارا ينفخ الذبيحة من فمه فلابد من عقابه هل كنا نعرف أن هذا هو ثاني أكسيد الكربون وأنه يمكن أن يدخل اللحم ميكروب؟ إذن فهو تقنين استوعب كل قضية الحياة ولا توجد قضية من القضايا إلا وله فيها رأي ولكن إذا وجدت قضايا بالفعل الإفلاس الشرقي أو الغربي قضية يأتي فيقول ضع لها بديلا في الإسلام فأقول له أنا غير ملزم يا أخي لأن الإسلام متركب بعضه على بعضه الإسلام لا يتخذ قضية واحدة الإسلام يتخذ قضايا مسلسلة يعني قبل أن يحرم الربا ماذا صنع؟ الربا الذي يمثل أساس الخلاف بيننا وبينهم الذي يعتبرونه الدعامة الاقتصادية في الحياة وإن عطلتموه فستظلون متخلفين إلى آخرة رد عليه بالقرآن اقرأ آية الربا في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وبعد هذه الآية عشرون آية كلها في النفقة بجميع ظروفها الإنسانية والنفسية والتهديدية والامتنانية قبل أن يحرم الربا وضع الرقة للنفقة حنن القلب البشري ثم وردت آية الربا أي أن آية الربا لم تأتي من خلاء أو بدون أرضية لكن هذه الأرضية ليست عندكم فأنتم معذورون في عمل الربا ولكن لدينا دين يسخر نفس الغناء ويرفع همة الفقير ليمتنع هذا هو الدين الذي يصلح للحياة بعد ذلك يحرم الربا أم تلم تقبل أن تتطوع بالنفقة والله لا يقبل أن تعطيه بفائدة أو بزائدة فنلتقي بالمسألة في منتصف الطريق احفظ رأس مالك كدين ولا تأخذ منه فائدة ولذلك نزلت بعدها آية الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل إذن المسائل الاقتصادية إما أن يسخى الناس لينفقوا فإذا لم ينفقوا يقول أنت لم تنفق وأنا لا أرضى أن تأخذ كيف تبرر لنفسك وأنت واجد فضلا عن حاجتك لأن الذي يقرض غيره عنده مال زائد والذي اقترض محتاج كيف تفرض على من هو محتاج أن يعطي أكثر مما يأخذ هذا إجحاف فإذا كنت لا ترضى أن تنفق أو أن تتطوع في سبيل الله وأن تنفس عن أخيك كربة أنا لا أقبل الربع فماذا يفعل يأتي في منتصف الطريق نحفظ لك رأس مالك لكن لا تأخذ منه زيادة ولكن اسمع عندما تتداين ماذا تصنع آية الدين إعجاز في التشريع آية واحدة جمعت كل المسائل فيقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ظهر الآية الذي يفهمه الناس فيقولون هل القرآن حريص إلى هذه الدرجة على أن يوثق للغني دينة حتى لا يضيع هذه قسوة على الفقير والرد لا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ثم يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله عندما تنظر تعتقد أنه يحمل غنى وماله لا لا إنه يحمل فقير من نفسه فإذا أخذ بدون صدق عليه ربما حدثته نفسه أن يماطل أو أن يأكل الدين فإذا ماطل وأكل عطل دولابا كبيرا فلكي يدرك أنه قد كتب عليه سك وأنه لا سبيل فلابد أن يعمل لكي يؤدي إذن هي حماية للدائن وحماية للمدين من نفسه وحماية للمجتمع كله أن يضن الأغنياء بمالهم حتى يأتي الفقراء ويأخذونها ويماطلون فيها وبذلك يضمن التوازن الموجود ولكن هل أقفل الباب أمام الأريحية الإيمانية لا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمن أمانته هناك فرق بين التشريع وبين الطموح الإيماني إذن فهو تشريع مستوف ثم لماذا نبتعد إننا لو نظرنا إلى المذهبين السائدين الذين يتحكمان في الأفكار الآن المذهب الشيوعي والمذهب الرأس مالي فماذا نجد الشيوعية رد فعل للرأس مالي المذهب الشيوعي قام كرد فعل للمذهب الرأس مالي رأس المال تحكم واطها وأصبح لأصحاب المصانع شراسة مع العمال وكما يقال في قانون الحركة إن كل فعل له رد فعل فإنه أيضا في المعاني كل فعل له رد فعل مساوي له ومضاد له في الاتجاه الرأس مالية هنا ومن تضطهد العمال إذن لابد أن يأتي رد الفعل في الطرف الثاني وهو العمال ولكن إذا جاء طغيان من طائفة لا نأمن أن يأتي طغيان من الطائفة الأخرى معنى ذلك أن الظلم موجه وإن لم يكن من الناحية المالية فسيكون من الناحية الثانية وهذا ما حدث فيأتي الأفراد الذين وضعوا المذهب ويريدون السيطرة على الحكم وأقصر وسيلة للتحكم هو أن يتحكموا في لقمة الناس وما دام قد تحكم في لقمة الناس فبإمكانه أن يقودهم كما يشاء الله يريد ذلك الله يريد أن يأمن الناس على أرزاق معلع معايشهم وبعد أن أدركوا أن الظلم قد يكون موجها من هذه الناحية قام ماركس الذي وضع النظرية ونحمد الله أنه سماها نظرية ولم يسمها حقيقة قال الدعوة ونقيض الدعوة والجامع بين الدعوة ونقيضها كلام كالفوازير فما هي الدعوة هي الرأس مالية الظلمة وما نقيضها أن تستولي العمالية ولكن العمالية قد تطع ولكن هنا ياتي بعض الأفراد ليجمعوا بين الدعوة ونقيضها وهذا ما يمثله الحزب الآن الرأس مالية التي ينادي بها الغرض نقول حينما يوجد مبدأ من المبادئ والمبدأ سليم في ذاته حين يكون سليما في ذاته ويود أن يرتقي هل يرتقي إلى الأقوى أم يتنازل عن وضعه الرأس مالية كان بها شراسة ولكن الوضع حكم عليها أن تتنازل عن شراستها أعطت للعمال حقوقا حددت ساعات العمل وضعت لهم تأمينا صحيا واجتماعيا إذن فقد تنازلت الرأس مالية عن شراستها وما معنى تنازلها عن شراستها معنى أنها كانت خطأ والشوعية المواجهة لها قامت لكي لا تجعل أحدا يمتلك أبدا ثم ظلت بأنفوان قوتها وتسلطها وبالسمة الخميرية الموجودة في مجتمعتهم تعيش مدة طويلة بقوة الدفع وعندما طال الأمر ظافرت آثارها لأن الحافزة امتنع وبدأت سيبيريا التي كانت تصدر قمحا للعالم تستورد القمح ويبدأون يبيعون رصيدهم من الذاب ليشتروا القوت بدأت الشوعية تتجه إلى وضع الحافز إذن تنازلت عن أصلها كيف ذلك وأنتم تسمون هذه اجتراكية أما الشوعية فلا زالت في الطريق إذن أنت لم ترقى وإنما تتنازل ومعنى تنازل المقابل يدل على خطأ ومعنى تنازل الطرفين أنهما لابد أن يلتقي في الوسط كذلك جاء الإسلام احترم الحافز النفسي لأن ذلك الحافز النفسي هو الذي يدور عليه دولاب الحياة هل كل الناس عندهم مثالية بحيث يركزون كل جهودهم لكي يخدم المجتمع إن خدمة المجتمع قد تأتي أمرا طبيعيا لخدمة نفسك والمجتمع سيفيد رضي تأمكره مثلا إنسان لديه مال يراود نفسه أنه بدلا من تخزين المال أن يبني به عمارة من 20 طابقا بكل طابق أربع شقق ثم أجر الشقة بمبلغ كبير فجمع حصيلة كبيرة النفعية والتملكم المسيطران عليه سنسلم جادلا بأنه ليس عنده أي معنى إنساني أو أي معنى اجتماعي فتقول له أن ينفذ فكرته لأن المجتمع سيفاد قهرا عنك رضي تأمكره فمن يقوم بالحف سيتقاضى أجر وتلك طائفة فقيرة وستقاضى أجرا كل من قام بعمل من نجارة أو اسمنتة أو بناء أو ديكور أو صباغة إذن قاهرا عنك وإن تكن ملكيتك الخاصة سيستفيد المجتمع حركة الحياة وقوة الخالق إذن فحركة الحياة لا بد أن تحكمها بقانون الذي خلقها وأن الله عندما يريد أن يدخلني الجنة يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ويشرح الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إذن فهو يسوقني إلى الخير بقانون النفعية الذاتية فالإسلام في مباديه يقول للرجل الأنني والله لو كنت تحب نفسك فعلا لأصبحت مسلم لماذا؟ لأن الإسلام يعطيك كذا وكذا وكذا وقد يقول أنه يقيد حريتي والرد أنه يقيد حريتك حقا ولكن من أجلك يقيد حرية الملايين وقال لك لا تسرق وحدد حريتك في أن تأخذ مالا حراما ولكنك تنظر إلى ذلك على أنه تحديد لحريتك أنت ولكنه من أجلك أنت حدد حرية ملايين الناس فقال لهم لا تأخذوا منك فلا تقارم ما أخذه منك إلا إذا قارنته بما أعطى يقول لك أيضا غض بصرك عن محارم الغير فتسأل ولما يريد أن يمنعني من رؤية الجمال والتمتع به والرد عليه أنه حدد بصرك لجمال أخلد وأحسن وحدد بصرك كما حدد من أجلك أبصار ملايين الناس من أن ينظروا إلى محارمك إذن فكما أخذ منك شيئا أعطاك أشياء وذلك في قانون الدنيا وبعد ذلك تأتيك في الآخرة متعة من الفضل إنما كل شيء ستأخذه جزاءه واضحا ولذلك فعندما نأتي إلى شخصين أحدهما حملق في الجمال وأدام النظر فيه والثاني لم يحملق فيه نقول عن الثاني إنه أعشق للجمال ممن أدام نظره لقد عف عما حرم الله ليرى جمالا أزليا أبديا أحله الله له فمن منهما أعشق للجمال ذلك الذي أخذ نظرة عابرة يكون بسببها في النار أم الذي غض بصره ليأخذ حظه من الجمال حظا واسعا خالدا احترام قضية الإيمان إذن فتعاليم الإسلام لا يصح أبدا أن تقارن بأفكار البشر لأن في هذا إجحاف للإسلام الإسلام من وضع الله وما دمنا قد آمن به يجب علينا أن نحترم قضية ذلك الإيمان ثم نأتي بعد ذلك لنرى ما أعطى الإسلام وما أعطته النظريات عندما تعرضت انجل ترى بعد الحرب للأزمة الاقتصادية قام شخص يدعى كنز وهو إله الاقتصاد عندهم وعضع نظريات اقتصادية صارت هي القمة الاقتصادية ونأتي إلى نظرياته فنره يقول لا يمكن أن يؤدي المال وظيفته الكاملة في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى الصف لما لا تقول تحريم الربا وفي قانون العمال نراه يقول يجب على الدولة لمناهضة البطالة أن تقوم بأعمال ومشاريع لتشغيل الأيدي إلى آخره ونرد عليه الساخرين هذا ما وصلت إليه في القرن العشرين إن لدينا العربي قبل الإسلام يقول احفر بئرا واتمرها وعط الأجير حقه سبحان الله لو أن غريبا قالها لأصبحت نظرية ولأن كينز قالها تصبح نظرية يقول العربي احفر البئر واردمها ثم احفر واردم وادفع أجرا لكل من يعمل فيها ولكن لماذا لم يقل تصدق لا لأنه عندما يتصدق يخلق جيلا من محترف البطالة عليه أن يعمل ليأخذ بعزة وكرامة ويعمل استفدت بطاقاتي في الجود من أن يعمل وماذا قال كينز قال إن الاقتصاد الإنجليزي لا يمكن أن ينجح إلا ذا تحقق له شيئان في خط واحد الإنتاج والتنمية وأن لا يتعطل العمال يعني إذا كان موظف يتقاض مبلغا ما من المال ثم يستهلك ويشتري منتجات بقدر مرتبه فلن يستطيع الذي يرقي حياته والذي يوفى كذلك الدول لابد أن توجد مدخرات لكي يكون هناك تنمية مع الإنتاج ترتقي بالتنمية وتدوم العمالة بالإنتاج لأنه لو لم يكن هناك تنمية لن يصبح هناك استهلاك وطالما قال الاستهلاك يتعطل العمال ولكن إذا اتجهنا إجمالية للاستهلاك فلن يكون هناك تنمية إذن ماذا نفعل يسير الإنتاج مع التنمية في خط واحد وسياسة الفرد تكون حكيمة على قدر إيجاد ذلك التوازن والدولة في مجموعها تصبح حكيمة إذا كانت على قدر هذا التوازن فلو أنفقت كل دخلها فلم ترتقي أبدا هل هذه النظرية يا سيد كينز إن القرآن عندما تعرض لهذه المسألة لم يتعرض لها بأنقال سورة في التوازن الاقتصادي بل لمسها لمسا خفيفا لأنه رب إله هذه المسائل التي أتعبتكم وخصصتم لها متخصصين يلمسها الله هكذا ماذا قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إذا أسرف فلن يحقق مدخرا ينمي به نفسه وإذا قتر فلن يكون هناك إنتاج لأنه بذلك يعظم الاستهلاك ولا تجعل يدك مغرولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسطة فتقعد ملوما محسورا إن غللتها إلى عنقك ستقعد ملوما من المجتمع لأنك إنسان بلا خير ولا نف وإن بدتها ستقعد محسورا لا أريدك هكذا تقعد ملوما ومحسورا وذلك هو الميزان الاقتصادي الإسلام والأديان السابقة تلك هي مهمة الإسلام التي جاء من أجلها سبق الإسلام بدينين عظيمين الدين الموسوي والدين المسيحي تلاحظ على الدين الموسوي أن المادية بعد تحريف الكتاب طغت على كل بنود الدين تقرأ التوراة فلا تجد كلمة واحدة عن اليوم الآخر ولا قيما وإنما مادي صرف حتى أنهم أرادوا أن يطبقوا قانون المادة على الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر أيها الأغبياء هل ذلك الإله الذي يرى جهر يمكن أن يكون إلها ثم يقولون إن الإله قد مشى في الجنة ثم سمع يعقوب صوته فاصطرع معه وكاد يعقوب أن يصرع ربه فقال له يا يعقوب استحي فأنا ربك ثم جعلوا بيوت أنبيائهم بيوت ضعارة فإبراهيم أخذ سارة إلى مصر لكي يراها فرعون مصر ويعجب بها ويعطيه بقرات وخلافه دين كله ماديات لا معان ولا قيم دين أصبح بتحريفه لا يمكن أن يصلح لقيادة الحياة فإذا كان هذا الدين أخذ الماديات كلها فإذا جاء دين بعده أيعطيهم ماديات أم العنصر المفقود يؤتى العنصر المفقود وهو الروح فجاءت المسيحية بقيم روحية بعيدة عن الأمور المادية تماما لماذا؟ لأن ذلك هو العنصر المفقود عند بني إسرائيل ويقول الله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم جاءهم رسول لكي يعدل لهم المزاج الإيمني يا قوم يا من انصرفتم إلى المادية البحتة وعطلتم منهج ربكم عن القيم الروحية لقد أرسلت لكم عيسى لكي يقدم قيما روحية بحتة ثم تضم القيم الروحية في الماسحية إلى الماديات التي عندكم كان عدل المزاج الإيمني ويكون تشريعا صحيحا يمكن أن ينسب إلى الله ولكن هؤلاء عادوا هؤلاء فظلت اليهودية في ماديتها وظلت المسيحية في رهبانيتها وأصبحت لا تصلح لقيادة المجتمع فلما جاءت الكنيسة وسيطرت المسيحية أصبحت المسألة رهي رهبانة فنادى الناس بإبعاد الكنيسة وقام مارتل لوثر فلما أبعاد الكنيسة ناشط الذهن العقلي وابتدأ يخوض بنشاطه في علم المادة والتجربة إلى آخر فارتقت البلاد وقالوا هذا ما جنته علينا الكنيسة ولو لم تكن متحكمة لكان ارتقاؤنا قد سبق عدة قرون إذن الكنيسة معوقة والمسيحية نفسها هي التي عوقت لأنها رهبنة وخلافة بل قالوا إن الأديان في مجموعها معوقة وبذلك خلعوا على المسيحية وزر الكنيسة وخلعوا على كل الأديان وزر المسيحية المحرفة ومن العجيب أننا قد سمعنا هذا الكلام من مستشرقين بأن الدين خدم التخلف ونقول له لقد كان الدين تخلفا عندك ولكنه لم يكن تخلفا عندي جرعتان من طبيبين طبيب إذا أعطى جرعة صح الجسم وإذا امتنى عنها المريض مرض الجسم وطبيب آخر إذا أخذ المريض دواءه يضعف الجسم وإذا امتنى عن أخذه يقوى الجسم ما الذي يدل عليه ذلك؟ يدل على أن الجرعة الأولى جرعة حق عندما يأخذها يقوى وعندما يمتنى عنها يضعف أما الجرعة الثانية فباطلة لأنه عندما يأخذها يضعف وعندما يتركها يشفى كذلك الدين الإسلامي عندما قاد الحياة في المسلمين أسس حضارة ومدنية وعندما تخلى المسلمون عن إسلامهم انحطوا وتخلفوا ودين آخر يقابله وهو المسيحية عندما أخذوا منه ضعف وعندما تركوه جانبا وأخذوا نظام حياتهم السياسية المدنية بعيدا عن الكنيسة تقدموا إذا فتلك جرعة حق وهذه جرعة باطل ولذلك نجد أن الله لم يتركوا اليهود والمسيحيين دون أن يبشرهم بما قالوا إليه من مادية بحثة وروحانية بحثة على أصلها كيف؟ عندما أحكي الله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لا يكون شديدا على الكافر إلا إذا كان مؤصلا بقوة ولا يكون بهذه الشدة إلا إذا كان لديه العلم المناسب لإيجاد معدات هذه الشدة تراهم ركع كلها قيم سجدة ليسوا مغرورين بعلمهم أو مالهم أو إمكانياتهم يبتغون فضلا من الله وارضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والسجود هو أقصى ما يمكن من خضوع العبد الرب كلها قيم ذلك مثلهم في التوراة يعني كأنه قال لهم في التوراة يا بني إسرائيل سوف تختلفون في منهجكم وسأبعث رسولا لديهم قيم قيم مفقودة عندكم بذلك ترك العنصر الموجود وأتاب العنصر المفقود في بني إسرائيل ومثلهم في الإنجيل لم يأتي هنا بقيم كزرعا أمور مادية صرفة أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار فكأنه قال لليهود في التوراة إنني سآتي برسول يجمع أمرين العنصر المفقود فيكم وهو القيم وفي الإنجيل قال سيأتي بالعنصر المفقود فيكم وهو المادية فالإسلام بهذا النص جاء ليقود الحياة في ميدانها الميدان القيمي الروحي الخلقي الذي يصون كل حضارة عن شراستها وتغيانها والميدان الآخر الميدان المادي الذي نبهنا الله إليه ونبهنا بأول وسيلة من وسائل العلم التجريبي وهي الملاحظة بقوله وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فحين ينفي الله عن القوم أنهم يمرون بآيات ربهم وهم عنها معرضون فمعنى ذلك أنه يريد منهم أن يلاحظوا كل ظاهرة وأن يلاحظوا كل آية فبملاحظة الظواهر وبملاحظة الآيات يوجد العلم التجريبي الذي يبتدي ملاحظة ثم يثني به تجربة ثم يثلث به نظرية ثم ينتهي إلى حقيقة علمية تقود مادية الحياة الإسلام للمادة وللروح إذن الإسلام جاء للمادة وللروح معه فمن أراد أن تنهض أمته الإسلامية فعليه أولا أن يثبت الإسلام في نفوس المسلمين وأن يجعلهم يزهون بدينهم ويزهون بإيمانهم ويعلمهم جميعا أن هذا الدين ليس آفة في قصور التشريع فإذا ما أرادوا أن تعود لهم عزتهم وسيادتهم وكرمتهم وأن يقودوا العالم من جديد فعليهم أن يغيروا من أنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولنعلم جميعا أن الله لا يتغير من أجلنا ولكن يجب أن نتغير من أجل الله الفصل الخامس منهج التربية في الإسلام معنى التربية التربية مأخوذة من حيثية إيماننا بالله ولكن تربية المخلوق للمخلوق هي تربية من خلق لمن خلق ولكن تربية الله للخلق هي تربية من خلق لمن خلق فالفارق كبير جدا بين التربية التي أخذها خليفة الله وبين التربية التي كانت لله وإذا كانت التربية تعني إيصال المربي إلى الكمال الذي هيئ له فلابد أن يعرف المربي ملكات المربي حتى لا يربي ملكة على حساب ملكة فيحصل التمزق في المربي والقلق النفسي بين ملكاته والتضارب بين مقاوماته الكل والجزء والإنسان كل مركب من جزئين أساسيين ولكنه مع كونه مركبا من جزئين أساسيين فهو جزئي أيضا يعيش مع كل مثله فما هو الفرق بين الكلية في الإنسان وبين الجزئية فيه الكل يطلق على شيء ذي أجزاء كل جزء له حقيقة منفصلة عن حقيقة الجزء الآخر فمثلا كلمة الكرسي الذي أجلس عليه كل لأنه مكون من أجزاء أجزائه الخشب والمصمار والطلاء الذي يطلي به كل جزء من هذه الأجزاء لهم مقاوم خاص يختلف عن المقاوم الآخر فإذا اجتمعت هذه الأجزاء وجد ذلك الكل فأنا لا يصح لي أن أقول الخشب كرسي لأنه جزء فقط ولا المصمار كرسي ولا الجلد كرسي ولا الطلاء كرسي ولكن مجموع ذلك هو الكرسي فذلك معنى الكل كذلك الإنسان كل أجزائه الأساسية المادة والروح الروح ليست من الأشياء التي تنفصل ولها عناصر لأنها من أمر الله وذلك سر استأثر الله به ولكن المادة وهي الجسم مركبة من عناصر وأجزاء هذه العناصر والأجزاء حينما تندمج معها الروح توجد فيها حياة وحين توجد حياة توجد لذلك الإنسان ملكات نفسية وأجهزة متعددة فله عقل وله بطن وله عواطف وله غرائز وله أجزانات وله مشاعر وله أحسيس كل ذلك لوجود الملكات المتعددة فيه فالذي يقنن للإنسان على أنه بطن فقط قد قنن لملكة فيه دون ملكة وذلك هو المذهب المادي الاقتصادي والذي يقنن للإنسان على أنه عقل فقط تلك هي المدرسة العقلية والذي يقنن للإنسان على أنه عاطفة فقط ذلك أمر الأدباء والفنانين والذي يقنن للإنسان على أنه غرائز فقط ذلك أمر الوجوديين إذن فلا يمكن لإنسان أن يضع قانون التربية لذلك الكل إلا إذا عرف حقيقة أجزائه المكونة له حتى لا يقنن لملكة على حساب أخرى وإنما يقنن لكل الملكات حتى يسير الإنسان في مستوى مستقيم متعاضد لا متعاند وبينما نجد الإنسان كليا نجده جزئيا وما معنى الجزئي الجزئي هو أصل الكلي وكل شيء مكون من جزئيات كل جزئية من حقيقة الجزئية الأخرى الكل والكلي فالإنسان كل جزئياته زيد ومحمد وبكر وعلي زيد ومحمد وبكر وعلي لا يختلفون في شيء من حقيقة تكوين الإنسان على أنه ناطق إذن فمن المعقول أن أقول زيد إنسان ومحمد إنسان وعلي إنسان ولكن لم أستطع قبل ذلك أن أقول في الجزء الخشبي كرسي ولا المصمار كرسي فهذا هو الفارق بين الكل وبين الكلي التربية الإسلامية حين تضع منهجا إنما تضع منهجا عن الله الذي خلق الإنسان وما دام الله هو الذي خلق الإنسان فصاحب الصنعة الذي صنعها هو أعلم بها وهو الذي يقنن لها أما أن يخلق رب وبعد ذلك ياتي إنسان ليقنن لما خلق الله فذلك استحال في عرف العقل فإذا كان الحق هو الذي خلق فالحق أيضا هو الذي قنن وحتى يعلم الإنسان حظه من التربية ككل ويعلم حظه من التربية كجزئي لكل يجب أن نفرق بين التربية المادية والتربية القيمية المعنوية التربية المادية والتربية المعنوية فالتربية المادية تتعلق بالإنسان منشأا واجتماعا لعناصر تكوينه وحملا من المرأة وإرضاعا له وحضانة وتربية لجسمه حتى يبلغ المستوى الذي يهيئه له كماله الإنساني هذه المسألة وضع الإسلام لها أصولا هذه الأصول لا تولد مع الوليد ولكنها تسبق الوليد لماذا؟ لأنها تعرضت للنوعين الذين ينشأ عنهما ذلك الإنسان قبل أن يوجد ذلك الإنسان إذن فالنظرية الإسلامية قد احتاطت جدا للوليد حتى قبل أن يوجد ذلك الوليد إيمانا منها بأن للمورثات من النوعين الذكورة والأنوثة أثرا في تكوين ذلك الإنسان الذي لم يولد بعد فجاء الإسلام فبدأ مهمة التربية من اختيار النوعين الذكورة والأنوثة ليلتقي لإيجاد أنساب وإنجاب فرض جديد فماذا قالت النظرية الإسلامية؟ قالت النظرية الإسلامية بالتكافؤ بين النوعين ليس معنى التكافؤ في النظرة الحمقة كما يريدها كثير من الماديين أن يكون التكافؤ في الغنى وإنما التكافؤ في جواهر الأشياء لا في أعراضها تكافؤ النفسي تكافؤ صحي تكافؤ خلقي وتكافؤ قيمي والإسلام يضع هذه المسألة نصب عيني قبل أن يبدأ في تربية الوليد لأنه يريد أن يضمن للوليد وعاء صالحا ينتج منه ذلك الولد هذا الوعاء الصالح سيحمل بقانون الوراثة في نوعيه أي في أبويه صفات وهذه الصفات هي التي ستكون محور التربية فيما بعد فلذلك يقول الرسول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وبعد ذلك تعظنا السنة بعد أن وعظنا القرآن في أن نتجنب القريبات حين نتزوج لأن القريبات حين يتزوج منهن الإنسان يؤول أمر النسل إلى الضعف أما إذا اغترب فإنه يؤول أمر النسل إلى قوة ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتربوا لا تضووا وفي العلم التجربي الحديث أجريت التجارب في عالم النبات على أن يكون النوعين أو النوعان بعيدين وحصلت نتيجة سارة أتت من الذرة في أمريكا أضعاف أضعاف ما كانت تؤتيه قبل أن تفرق الذكورة والأنوثة التجربة التي أجريت هذه يسمونها تربية الهجين أي كلما ابتعد الجنسان الذكورة والأنوثة كلما كانت الحصيلة أقوى إذن نلمح بواسطة العلم التجربي أن الخرآن حينما حرم زواج الأمهات وزواج البنات وزواج القريبات من الأدنى إنما حرص على أن يوجد النسل القوي وإذا ما ابتعد الإنسان بهذه القرابة كان ذلك معناه إيجاد نسلا قوي الرسول يقول اغتربوا لا تضووا أي لا تهزلوا وتضعفوا ولذلك شاء على ألسنات الشعراء في العربي قولهم أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوء وسقم ويقول في وصف الشجاع فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب حين يوجهنا القرآن وتوجهنا السنة إلى هذا يكون قد لوحظ أول شيء في التربية أن يكون الوليد الذي يؤمل عطائه من الله أن يكون وليدا قويا في خصائصه لأنه لن يجمع خاصية جنس واحد ولا نوع واحد الذي يكون إذا كان تزوج قريبة ولكنه حين يتزوج من بعيدة يأخذ خصائص القوة من هنا وخصائص القوة من هنا فينشأ ذلك الوليد القوي وبعد ذلك ينطرق الإسلام انطلاقة وإن كانت هينا إلا أن لها تأثيرا قويا في نفسية الوليد بعد أن يوجد خير الأسماء تدخل التشريع في إطلاق اسم على الوليد فالرسول يقول أحسنوا أسماءكم فإنكم ستدعون يوم القيامة بأسمائكم ويضع الرسول تجربة تطبيقية فينفر من الأسماء التي لها معنى لا تسر مثلا سار مرة في طريق وكان ذلك الطريق بين جبلين فسأل عن اسم الجبلين فقيل له ذلك مخزي وهذا فاضح فلم يسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسر بين الجبلين المخزي والفاضح وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أن تحلب له لقحة فانتذب صحابيا ليحلبها فقال من يحلب هذه اللقحة فقال رجل أنا قال ما اسمك قال مرة قال اجلس ثم انتذب آخر فقال ما اسمك قال اسمي حرب قال اجلس ثم انتذب ثالثا قال ما اسمك قال اسمي يعيش فقال احلب الطفل وعاطفة أمه هذا يدل على أن من حق الوليد أن يحسن أبواه اسمه بعد ذلك تأتي مسألة الرضاع فيقر القرآن الحق الذي يجب أن يكون للوليد رضاع فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ودلت الدراسات النفسية والطبية على أن ذلك هو الزمن الضروري حتى يغذى الطفل من لبن أمه هذه المدة وبعد ذلك يحرص على أن تكون الأم هي المرضع ولو كان ذلك بعد الانفصال وعلى الأب أن يدفع لها في الرضاع وبعد ذلك ينتقل من الرضاع إلى مرتبة الحضانة فيعطى الطفل لمن يناسب عمر تكوينه فيجعل الحق للأم لأن الطفل في صغره ليس محتاجا إلى العقل الحازم الجازم ولكنه يحتاج إلى الحنان وإلى العاطفة الرقيقة التي تناسب طبيعة تكوين الأم وبعد ذلك يسير الإسلام في منهجه نحو التربية فماذا تكون التربية التربية لا يمكن أن يصلح لها فرد واحد ولا جهة واحدة فللمادة من يقوم عليها وللعقل من يقوم عليه وللعواطف من يقوم عليها وللعلم والمعرفة من يقوم عليهما والوليد لا يحضر إلى المعلم إلا بعد فترة طويلة هذه الفترة الطويلة ليس معناها أنه ليس أهلا للتربية ولا موضعا لها ولكنه أهل للتربية في موضع لا يحصن فيه إلا الأم ولا يحصن فيه إلا الأب ولا يحصن فيه إلا القرابة المحيطة به لأن الحقائق التي تتواجد في نفس الطفل ليست من غرس المعلم فحسب ولكنها توجد وقت أن تتفتح أذنه ليسمع واعينه ليرى وحين يرى التصرفات من حوله فتنطبع في نفسه مقومات تنطبع انطباعا وإن كان بطيئا ولذلك يحرص الإسلام على أن ينمي في الناس عاطفتهم نحو أبنائهم الصغار خوفا من أن يصابوا بشذوذ أو انحراف أو عقد أو مركب نقص فالرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن الصلاة كانت قرة عينه وأنه كان يقف بين يدي ربه إلى أن تتورم قدماه ولكنه يكون في الصلاة ويسمع بكاء طفل يسرع في صلاته تلك تربية للعاطفة بالنسبة للطفل الصغير الذي لا يعرف أسباب ما يوجعه ولا ما يؤلمه حتى يسرع الإنسان في علاج هذه الحاجة فالرسول يسرع في صلاة حتى يقوم بهذه المهمة التربوية الأساسية وبعد ذلك يتجه الإسلام إلى ناحية قوية وهي ناحية المربي حين يفاضل بين المربين لماذا؟ التفاضل بين المربين أن يعطف على هذا ولا يعطف على ذاك يحب هذا ولا يحب ذاك في تلك الأثناء تتربى عند الذي يأخذ الحق الأقل عقدة مركب النقص وحين تتربى عنده عقدة مركب النقص يستشعر أنه ليس إنسانا سويا كذلك الإنسان الذي يحب أكثر ولذلك يعرض القرآن في بعض اللقطات التي عرضها في القصص في سورة يوسف ما هي هذه اللقطة؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذن فإيثار فرد بالحب عن الآخرين ينشئ في نفس الآخرين عقدة النقص وهذه العقدة قد تؤدي إلى أن يكون السلوك غير منطقي على المبدأ الخلقي ولذلك حينما أحس إخوة يوسف بأن يوسف وأخاه أحبوا إلى أبيهم منهم فكروا في ماذا؟ فكروا في أن يزيحوا ذلك المحب عن طريقهم وقالوا نحن عصبة ولو أنهم فهموا بعض الفهم ليعرفوا أنهم جاءوا بحيثية امتياز لذلك الصغير بالحب لأنكم عصبة ولأنكم أشداء وهو صغير يعطف عليه فلا تقيسوا العطف والحب هنا على العطف والحب عليكم لأنكم اجترأتم واجتزتم المرحلة التي يعوزكم فيها العطف والحب وهو في المرحلة التي ينفع فيها العطف والحب فالإنسان منا يحب صغيره قطعا لماذا يحبه؟ لأنه يعتقد أن ذلك الصغير بالنسبة لإخواته هو أقصرهم عمرا معه فيشعر أن ذلك الصغير هو أقصر أبنائه عمرا معه وأنه في حاجة من العجز إلى شيء كثير من الحب فلو أن الكبار فهموا تلك العلاقة لما جعلوها عيبا في الأب ولا أخذوها سبب حقد على ذلك الإبن لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أنتم قلتم أنكم عصبة يعني جماعة أشد أقوياء أنتم لستم في حاجة إلى ذلك الحنان وإلى ذلك الحب وبعد ذلك ماذا كان؟ كان من أمرهم ما كان قال اقتلوا يوسف وبعد ذلك نلاحظ ظاهرة نفسية تبين لنا مدى عنصر الخير حين يفكر في الشر ومدى عنصر الشر حين يفكر في الشر هؤلاء أصباط وأبناء نبوة وصحيح أن الانفعال البشرية جعلهم يفكرون في إيذاء يوسف ولكن انظروا أسار الإيذاء في خطه الأعلى إلى الشر أم سار الإيذاء في خطه الأدنى من الشر الاقتراح الأول الذي جاء بعد الانفعال من ظاهرة حب أبيه لأكثر منهم لننظر ماذا قالوا عن ذلك الانفعال قالوا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إذن فالتفكير بعد الانفعال إذن فالتفكير بعد الانفعال قالوا أو اطرحوه أرضا إذن تنازلوا عن فكرة القتل وقالوا أو اطرحوه أرضا أخفوا من القتل يخلو لكم وجه أبيكم بعد ذلك هدأت انفعالات الشر فحين جاءوا للتنفيذ قالوا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إذن فالتفكير في إيذائه صاحبه التفكير أيضا في نجاته ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة هذا يدلنا على أن الخير حين يفكر في الشر لا يصعد الشر ولكنه يتنازل في الشر فبعد أن فكر في القتل فكر في إلقائه في الأرض ثم فكر في إلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة إذن فقد خفت المسألة إذن فالذي يقول أن إخوة يوسف كانوا كذا وكذا وكانوا يفكرون في ذلك الشر نقول لهم فكروا في الشر على ظاهرة أغيار الشر وانفعال الخلق ولكن أنظر هل وصلوا في الشر مبلغا أعلى مما فكروا فيه هأولا أم تدنوا في الشر وتلك طبيعة تدل على طبيعة الخير في نفوسهم المساواة بين الأبناء والذي يدلك على أن العقدة التي تترسب في الإنسان من أي لون من ألوان الانفعال الخاص بالعاطفة تتركز فيه وتسيطر على كل تصرفاته حتى بعد أن يكبر عقله انظروا إليهم بعد أن ذهبوا إلى أخيهم وقد صار عزيزا لمصر وبيدي خزائن الأرض وذهبوا ليطلبوا القوت وبعد ذلك احتال يوسف ليبقي أخاه عنده ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل لا يزال الأصل موجودا وهو الانفعال إذن فالمنهج الإسلامي حينما يعرض فكرة المساواة بين الأبناء أو بين القوم الذين وقل إلى الإنسان تربيتهم نعم قد يكون في بعضهم مخايل تحب وفي بعضهم مخايل لا تحب ولكنهم في موضوع التربية سواء وهذه التربية ليس معناها أن نسمو بأهل المواهب إلى ما فوق ولكن أن نأخذ بيد العاجزين حتى نسيرهم إلى مرتبة المواهب وبذلك يمتاز مرب عن مرب فالأستاذ مثلا يحب تلميذا نجيبا ولكنه يحب ألا يشعر غير النجيب بأنه يحب النجيب أكثر من ولكن علي أن يعتذر لغير النجيب بأعذار ولو كانت أعذارا سورية حتى يقتلع من نفسه فكرة أنه يحب هذا أكثر من لأنه إذا استقر في نفسه ذلك فسوف يكون الأستاذ مبغوض التوجيه وسوف لا يحترمه الموجه ولكنه إذا خلع على تقصير تلميذه سببا من الأسباب التي تبرره كأن يقول له مثلا إنك لست اليوم عاديا إنني أراك غير ملتفت كان مصيبا ولذلك يجب أن يبحث عما وراء ذلك من الفعلات فيسأله ما هي الظروف التي تمنعك أن تكون معي فحين يستشعر المقصر أنك معه بعقلك ومعه بعواطفك ومعه بحبك وسألته عن أموره الخلفية التي تجعله عاجزا مقصرا يعلم أنك تحبه وأنك حريص على أن تأخذ بيده وأيضا إذا ما قصرت الميذ فيجب أن لا يجابها المقصر مجابهة تشعره بموضعه من النقص لأنه سيتجمد على ذلك ولا يبالي بعد ذلك ما دحته أو ذممته لأنه وضع نفسه ذلك الموضع ولذلك فإن التربية الإسلامية حين يعرضها لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أحدكم يفعل كذا لم يواجه من فعل بفعله حتى لا يخجل وحين لا يخجل يكون حريصا على كرامتي في المجتمع ولا ينذره في المجتمع ويكفي أن يعلم نفسه أنه قد قصر لكن لا يعلم غيره أنه هو الذي قصر وبعد ذلك أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنهج الأساسي في التربية وهو أن يحسن المربي كيف يأخذ المربى من أقصر طريق إلى موقع الحق في أي قضية من القضايا هذه القضايا قد تكون قضايا صعبة للعقل فيها وقفة ولكن لباقة الأستاذ وحسن استعداده واتساع ثقافته تجعل من هذا كله أدوات تعينه على أن يصل بالمربى إلى الحقيقة التي يريدها من أيسر طريق إلى الفه وبأقل وسيلة في الإقناع كيفية التربية مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيئه رجل يحب النساء فيقول له يا رسول الله أمري بالنسبة للنساء كيت وكيت الرجل صادق أمام نفسه لأن الرسول طبيب وليس من العيب أن يجاهر المريض بدائه لأن إخفاء دائه لا يشفيه ولكن المجاهرة بدائه تعين الطبيب على تشخيص مرضه وقرب العلاج بالنسبة له فيقول الرسول يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك جاء له بأبغض شيء يكرهه أن يرى الإنسان أمه منحرفة مع منحرف فاقشعر بدن الرجل قال له أتحب ذلك لزوجك قال لا أتحب ذلك لبنتك قال لا قال كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم قال الرجل فوالله ما همت نفسي بمعصية من ذلك النوع إلا ذكرت أن يفعل بأمي أو بزوجي أو ببنتي فأمتنع إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء له إلى تبشيع المسألة من أقرب طريق يتصل به وبكرامتي وبعواطفي وبمكانتي وبمقامه فإذا ما أراد أن يفعل ذلك تذكر ما يمكن أن يفعل به ذلك هو أمر المربي وبعد ذلك ياتي دور أساسي في نقل حصيلة التجارب الإنسانية إلى ذهن المربي لأن المربي لا يمكن أن يأخذ تجارب الحياة من أولها بل هو يأخذ التجارب إلى نهاية عمره ولكن هذه التجارب موصولة دائما بمجربين كف فهو لا يتدئ ليجرب أقضية الحياة فمن الذي ينقل له التجربة نقلا أمينا صادقا إنه العلم إذن العلم هو وسيلة التربية ولكن العلم حين يربي يحارب ماذا إن العلم يحارب أمرين يحارب أمية ويحارب جهالة ودوره في محاربة الأمية أقل خطرا من دوره في محاربة الجهالة ولعل السطحيين في معرفة كنه الألفاظ يظنون أن الجهالة ألا تعلم وهي والأمية سواء لأن الجهالة شيء والأمية شيء آخر الأمية ألا يعلم الإنسان نسبة ما فيقول له أمي يعني كما ولد من بطن أمه كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم ذكر وسائل العلم والسمع والبصر والفؤاد إذن فالأمية لا تعلم نسبة من النسب أو قضية من القضايا أو حقيقة من الحقائق ولكن الجهالة غير ذلك الجهالة أن تعرف نسبة خطأ هنا يكون علاج الجهالة أقصى من علاج الأمية لأن علاج الجهالة يتطلب مجهودين المجهود الأول أنك تزيح من نفسك ما أدرك من خطأ ثم تقرر في نفسه المقابل وهو الحق إذن فهنا عمليتان تربويتان عقليتان ولكن الأمية تكتفي بأن تعطي له الحقيقة إذ ليس عنده نسبة أبدا ولذلك حينما تكلموا عن العلم تكلموا عن ما يقابل العلم ما هو العلم العلم أن تدرك نسبة وهذه النسبة واقعة تجزم بها وعليها دليلها إذن فعناصر العلم ثلاثة نسبة يجزم بها من علمها ويجزم بها مع كونها واقعة ويستطيع أن يدلل عليها ذلك هو العلم فإذا كانت هناك نسبة ويجزم بها من علمها وهي واقعة ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها فذلك هو التقليد الطفل الصغير ردد كما ردد أبوه ويعلمه أبوه عقيدة الله أحد فيجزم أن الله أحد لأن أباه الذي يثق فيه قال الله أحد تلك نسبة وهذه النسبة مجزم بها وهي واقعة في الواقع ولكن الطفل لا يستطيع أن يدلل عليها فذلك شيء اسمه التقليد إذن فالتقليد أن نعلم نسبة والنسبة مجزون بها وهي واقعة في الخارج ولكن لا نملك عليها الدليل الذي يسأل الفقيه سؤالا عن صوم أو سؤالا عن زكاة وبعد ذلك يأخذ من العالم الموثوق به الحكم ما دام موثوقا به كعالم أخذ القضية وجزم بها وسلمها وهي واقعة ولكن إذا قال له قائل دلل عليها لا يستطيع أن يدلل فهو مقلد لأنه ليس أهلا لأن يأتي بالدليل ولا بالاجتهاد ودليلها أن يقول قال العالم الفلاني ذلك هذا هو الدليل فإذا كان العلم نسبة واقعة ومجزوم بها وواقعها وعليها دليل ذلك هو العلم في قمته فإذا لم يكن عليها دليل فذلك هو التقليد فإذا كانت النسبة المعلومة مجزوما بها وليست واقعة فإن ذلك هو الجهل فالجهل إذن وإذا علم نسبة مع جزم بها لكنها مخالفة للواقع أن نقول الأرض مبسوطة ومصطوحة ويجزم بها الذي لا يمكن أن تقنعه بأن الأرض كرة أو شبه كرة نسبة مجزوم بها ولكنها غير واقعة فإلى أن تخرج من نفسه القضية الأولى حتى تثبت القضية الثانية تكون محتاجة لمجهود فإذا كانت النسبة غير مجزوم بها نقول عدم الجزم له ثلاثة صور الأولى أن يكون الإيجاب والإثبات متساويين وذلك هو الشك الثانية أن يكون أحدهما راجحا فالراجح هو الظن والمرجوع هو الوهم إذن فالنسب العملية تدور بين هذه الأمور إن كانت النسبة غير مجزوم بها فإن تساوت النسبة ثاني فذلك شك فإن رجحت نسبة فالراجح الظن وإن لم ترجح فالمرجوع هو الوهم وإن كانت النسبة مجزوما بها ثالثا إن كانت غير واقعة فذلك هو الجهل فإن كانت واقعة نقول ألك دليل عليها ذلك هو العلم ليس لك دليل ذلك والتقليد إذن فالنسب العلمية تدور بين هذه الأشياء علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم القضاء التربوية التي عليها التربية تأتي من أي لون من هذه الألوان إنها تأتي بواسطة العلم أي نسبة واقعة ومجزوم بها وعليها دليلها ذلك هو العلم الذي يجب أن يكون محورا تدور عليه التربية هذا العلم إذا نظرنا إليه علم يبحث في الإنسان ككل ذي أجزاء وعلم آخر يبحث في الإنسان كجزئي يعيش في كلي فإذا أنت قومت الفرد أنه كل ذو أجزاء وأشبعت جميع ملكاته كان جزئا ولكنه لا يعيش وحده وإنما يعيش في مجتمع القيم الإسلامية هنا تتدخل بعد أن تدخلت فيه ككل له أجزاء تدخلت فيه كجزئي من كلي أنت في المجتمع حاجتك إلى أفراد المجتمع كحاجة أفراد المجتمع إليك فإذا كنت تريد أن يؤدي المجتمع حاجتك فيه فأدي أنت أيضا حاجة المجتمع منك فلا تطلب حقا من المجتمع إلا بواجب تؤديه للمجتمع لذلك تنقل التربية الإسلامية الكلة حتى إليه وهو في مجتمع الأفراد فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إياك أن تعتبر نفسك كليا منفصلا عن المجتمع فالإسلام يطلب منك أن تعتبر نفسك جزءا في كل وما دام الجزء في الكل فالأجزاء تحتاج بعضها لبعض ليكون ذلك الكل لقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل القضية الفردية في المجتمع ليجعلها قضية كل وأفراد المجتمع بالنسبة للمجتمع أجزاء لماذا؟ حتى لا يظن ظان إنعزالية الفرد عن المجتمع ولذلك يقول كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالصهر والحمى وأنت إذا نظرت إلى المجتمع وجدت المجتمع يتطلب حركة في الحياة والحركة في الحياة ليست واحدة فالحياة تريد حركات متنوعة تغطي جميع جوانبها فالمجتمع لا يريد أن يكون الكل أطباء ولا يريد أن يكون الكل اقتصاديين ولا يريد أن يكون الكل قضاء ولا يريد أن يكون الكل علماء كهرباء لأن المجتمع ليس جهة من هذه الجهات فحسب ولكنه كل الجهات فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل أفراد المجتمع جسما واحدا كل عضو فيه يؤدي مهمة فلليد مهمة وللرجل مهمة وللأذن مهمة وللعين مهمة وللبطن مهمة وللجهاز التنفسي مهمة وللجهاز الدموي مهمة كل جهاز من الأجهزة له مهمة لا يعرفها الجهاز الآخر وبتكامل عمل هذه الأجهزة يكون التقويم الكامل للإنسان ما هو العلم كذلك الحياة لكل فرد من الأفراد مهمة وقد تتسع المهمة لأفراد متعددين يكونون قطاعا في المجتمع لجانب من جوانب المجتمع المجتمع لا يقوم على جانب واحد ومادام المجتمع لا يقوم على جانب واحد فلابد أن تتوزع المواهب ولابد أن تتوزع الميول ولابد أن تتوزع الأشواق إلى الأعمال ومن رحمة الله بناء أن جعل مواهبنا متعددة وأشواقنا للطموح متعددة فهذا يشتاق لكذا وذلك يشتاق لكذا وهذا يحب كذا وذلك بدون تخطيط من البشر للبشر بل تات المسألة تلقائية في نفس كل واحد فلم يحدث مثلا أن اجتمع أهل بلد من البلاد وقالوا هذا البلد يحتاج إلى كذا بقال وكذا تاجر أقمشة وإلى كذا حلاق وإلى كذا طبيب وإلى كذا محامن ما قال أحد هذا القول ولا خطط هذا التخطيط ولكنك تنظر فتجد أن المواهب بذاتها كل موهبة ذهبت إلى ناحية بدون تخطيط من أحد حتى تغطي كل جوانب الحياة بدون تفكير من أحد وحين يدخل الإنسان بفكره ربما أفسد ذلك ولذلك يجب أن تنظر إلى أفراد المجتمع نظرة على الجوانب التي يقومون بها فليس عمل في الحياة أشرف من عمل ولكن هناك عمل أشرف من عمل إذن فكل عمل يغطي جانبا من جوانب الحياة مطلوب والمخلص فيه يجب أن يأخذ حظه في الوجود وقيمته وكرامته لا بقيمة آلاته التي اخترعها البشر هذه صنعة هيينة وتلك صنعة عظيمة وهذه وظيفة محترمة وهذه وظيفة حقيرة لا توجد في الدين هذه المسائل أبدا إنما يوجد عامل عامل فقيمة كل مرئ بما يحسنه لأن العامل ما دام يغطي جانبا من جوانب الحياة فوجوده ضرورة وكل فرد محتاج للآخر ولذلك حينما يقول القرآن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يقول ذلك جزافا لأن الإنسان حين يسخر من إنسان يسخر منه في ماذا لأنه رأى مظهرا أو شكلا دون مظهره أو شكله يقول له القرآن لا تسخر منه ربما كانت له موهبته أو زاوية هو أفضل منك فيها فإذا نظرت إلى إنسان في زاوية وهو أقل منك فابحث أنت ما هي الزاوية الكاملة في ذلك الإنسان لتعويض النقص الذي وجد فيه إذن فلابد أن يكون فيه كمال يعود النقص فيه ولابد أن يكون فيه أنا نقص في زاوية يعوده ذلك الكمال لأنه لا يوجد أحد ابنا لله بل نحن جميعا بالنسبة لله متساوون ولذلك يخطئ الناس حين يقسمون الناس إلى طبقات لا يوجد في الإسلام طبقات وإنما توجد أعمال موزعة للناس كل واحد يقوم بكطاع من العمل والإسلام يحدد قيمة كل مرء بما يحسنه ولذلك نجد صاحب الحياة والمكان الرفيعة والثروة الطائلة يدخل بيته مثلا فيجد رائحة خبيثة فيسأل ما هذا فيقال له إن بيت الماء أو البكبرت أو مجرى القاذرات مكتوم مما سبب وجود القاذرات في البيت فيقول ولماذا لم تأتوا بمن يصلحه فيقولون لم نجت فيذهبوا بجلالة قدره ليبحث عنه فإذا ما قال له ذلك الإنسان الذي يصلح المجاري ليس عندي وقت يحتال عليه ويغريه بالمال ويرجوه حتى ياتي إلى بيته ليصنع ذلك العمل هنا صاحب الجاء جاء في نقطة لا يحسنها جاء عند من يحسنها فماذا كان من أمره ظهر له فضل ذلك الوقت إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية يدعونا إلى أن لا نربي النشأ على أن رفعة البعض على البعض ليست بالمال في عز ولكن كل واحد في المجتمع مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة أخرى فالفرد في المجتمع مرفوع فيما يجيد وفيما يحسن ومرفوع عليه غيره فيما لا يجيده ولا يحسنه إذن فكل واحد منا فاضل في جهة ومفضول عليه في جهة المفضول عليه دائما الفاضل مسخر له في صنعته إذن فكل فرد في الكون مسخر لكل فرد إذن يتخذ بعضهم بعضا سخرية لا يجب أن نأخذها على طبقات معينة إلى طبقات معينة نحن قسمنا بينهم معيشتهم فالعالم مثلا الذي يفني طويل عمره نحو عشرين عاما لينقب في الكتب وليستمع إلى الدروس وهكذا ليستنبط حكما من أحكام الله بعد أن ينضج يسأله سائل وهو سائل في الطريق عن مسألة من المسائل فيجيبه عليها بظن السائل أنه أجابه عليها هكذا ولكنه لا علم أنه ظل عشرين سنة يتعب وينصب ويكد ليهيئ له هذا الجواب فهو ساعة العشرين سنة كان مسخر لمن سأله بعد عشرين سنة وكل إنسان هكذا إذا عتبر أنه لا يملك من الحياة إلا زاوية واحدة وبقية الناس يملكون له هذه الزوايا إذن فالزاوية التي يجيدها وله موهبة فيها هو فاضل فيها وهو مسخر لخدمة الآخرين الذين ليست لهم هذه الموهبة وغيره كذلك الموهبة الناقصة فيه غيره له موهبة تكملها إذن فذلك مسخر لهذا وهذا مسخر لذلك ولذلك كان القرآن دقيقا جدا في التعبير نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الضرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ما هو البعض المرفوع وما هو البعض المرفوع عليه مبهمات ببعض إذن فكل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه ولو أن استقراء إحصائيا جاء لقطاع من المجتمع وبعد ذلك جاء بالأفراد ثم درس كل فرد وعرف زوايه وملكاته وعطى له في كل زاوية درجة الصحة والأدب والأخلاق والاستقامة سعادته في أسرته رضاه ثم جاء لفرد آخر واستقرى أيضا زوايا حياته وعطى له في كل زاوية درجة إذا جيت للمجموع النهائي فسيكون مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان والاختلاف والتفاوت إنما هو قدر الدرجات في كل زاوية من هذه الزوايا وبذلك ينسجم المجتمع ولا يتعاند وإنما يتعاون ويتعاضض ولو أن كل الناس كلهم سواسية في خصلة واحدة لا تدافعوا ولكن أنا محتاج إليك وأنت محتاج إلي وكلانا محتاج إلى غيره إذن فقد ربطت الحاجة الموهبة أو الحاجة الطموحية أو الحاجة الملكية التي توجد في بعض ملكات الناس ارتبط بعضها ببعض لأن عجز هذا يكمله قدرة ذاك فيجب إذن أن تدور التربية على أن الإنسان فرد في ذلك المجتمع هذا الفرد لا بد أن يكون له خاصية ولكن النبوغ يكون متى يكون النبوغ حينما يصادف العمل الموهبة ولكن حين لا يصادف العمل الموهبة لا يأتي النبوغ لذا فالعمل حين يصادف الموهبة يأتي النبوغ إذن فالميزان الأصيل الذي يجب أن نتفاضل به إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبعد ذلك يردنا الله من مسألة وخوة الإيمان إلى أخوة الإنسانية ذلك أيضا يجب أن يكون الملحظة الأساسية في التربية الإنسانية معنا واسع لأن بعض الناس مؤمنون وبعض الناس كافرون فيعطي الإنسان معنى الإنسانية ومعنى الإنسانية أن يرد الناس جميعا إلى أصل واحد فلا تميز لأصلك على أصلي نحن جميعا من أبوين ونحن جميعا من آدم وآدم من تراب وبعد ذلك يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وبعد ذلك يأتي الحديث ليحدد وطن كل رجل فيقول خير الناس أنفعهم للناس فكلما اتسعت دائرة الخيرية كان ذلك هو الخير وكلما ضاقت دائرة الخيرية كان ذلك هو دون الخير وكلما لم توجد للخيرية ولا نقطة كان ذلك هو الشر وإذلك نجد أن أوطان الناس تحدد دائما على قدرهم مهم فنجد مثلا رجلا لا وطن له فهو عالة لا يهمه أمر نفسه مطلقا ورجل وطنه نفسه الأول لا وطن له فهو عالة ورجل وطنه نفسه فهو أناني يحب كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد ورجل وطنه أسرته هنا رجيل ما زال صغيرا ورجل وطنه أمته ورجل وطنه الإنسانية كذلك فلسفة الرجل فلسفة الزواج فكلما اتسعد دائرة الخير في الناس كلما كان ذلك مقياس موهبتهم ومقياس مكانتهم ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ربط الزواج بالطريقة المعروفة الموثقة لماذا؟ ليحمل كل فرد في المجتمع قطاعا من المجتمع يحسب عليه إذن فما دام الوليد معروف الأبوين ومنسوبا إليهم ومحسوبا عليهم فكل واحد سيعرف المحسوب عليه والمنسوب ليرتقي به ويخاف أن يقال عريان أليس ابن فلان سيأتي له الخزي من نفسه فهو قطاعا محسوب عليه في المجتمع فإذا ما تحمل كل إنسان قطاعا من المجتمع ماذا يبقى بعد ذلك؟ الإنسان يحمل قطاع أسرته ويحمل قطاع أقاربه وبعد ذلك يحمل قطاع من حوله من الفقراء لو أن كل إنسان حمل قطاعه في نفسه في أسرته في أقاربه ماذا بقي في المجتمع؟ فإن لم نجد له قريبا ففي حق الله العام الذي فرضه على المؤمنين فيه ما يكفيه أيضا إذن فتأسيس مسألة الزواج على مسألة الشهرة وعلى مسألة التوثيق وعلى مسألة التأييد ليحمل كل إنسان قطاعا من المجتمع محسوبا عليه وما دام القطاع من المجتمع محسوبا عليه فإنه لا شك لا يدخر وسعا في أن ينهض بذلك القطاع لا بدافع العاطفة ولا بدافع المجتمع والخوف منه فهو قطاع محمول محمود وقطاع محمول عليه إذن فالوسائل التربوية يجب أن تتخطى مسألة الفردية إلى مسألة الاجتماعية حين نتخطى إلى المسألة الاجتماعية يجب أن نرتقي ارتقاء آخر هذا الارتقاء ألا وهو أن نترقى بها ترقيا يصلنا أولا بالبيئة والاتصال بالبيئة بالنسبة للإنسان أنواع قوم يتصلون بالبيئة حولها وبالكون لينتفعوا به وقوم آخرون يتصلون بالبيئة حولهم لينفعوا هذه البيئة فهم قد تأثروا بخير من قبلهم وبتجاربهم فهم يريدون أن يتركوا في المجتمع أثرا أيضا فهم بعد أن تأثروا هؤلاء هم المصلحون وهؤلاء هم العباقرة وأما العاديون يمكنهم أن يأخذوا من خير المجتمع فحسب ولكن يجب أن نغرس في نفس المربي أنك كلما أخفت خير غيرك من تجاربه ومعارفه السابقة فيجب أن تترك أثرا يأخذه غيرك ممن يأتي بعدك وبذلك لا تفصل ذاتيته عن القديم لأنه محتاج إليه ولا عن الجديد لأنه مطلوب من أن يؤدي له ما يؤدى إليه ولو أن كل إنسان نتصل بالمجتمع اتصالا أخذ منه دون أعطاء له لوقف المجتمع ولا ما تطورت الحياة فتطور الحياة إنما ينشأ من عبقريين مصلحين تأثروا بما أخذوا ثم حاولوا أن يؤثروا فيما بعدهم لماذا نتعلم ونتعب حين يطبع النشأ على هذه الحقيقة تكون له اجتماعية في الحياة وتكون له إنسانية واسعة ولكن منهج الإسلام لا يكتفي بهذا لماذا؟ لأنه لا يريد أن يعيشه في هذه الحياة الضيقة ولكنه يريده موصولا بجهة أخرى هذه الجهة الأخرى يجب أن يعلم المربي أنها تتعب لتتعلم لماذا؟ سؤال يطرح على المتعلم تتعلم خمس عشرة سنة لماذا؟ قال لأرفها حياتي وأعيش سعيدا بخية عمري إذن فالذي يتعب ساعة لو أراح نفسه ساعة كانت الصفقة غير رابحة إنما يتعب نفسه ساعة ليريح نفسه يوما ويتعب نفسه يوما ليريح نفسه أسبوع ويتعب نفسه أسبوع ليريح نفسه شهرا ويتعب نفسه شهرا ليريح نفسه عاما ويتعب نفسه إلى عشرين سنة ليريح نفسه بقية العمر إذن فقد ربطته بطموحه هذا الطموح ينتقل به نقلة أخرى إلى عالم آخر أخلد من عالمه الذي يعيش فيه وقد استدرجته أنه تعب كذا ليرتاح كذا فقل له ألا تحب أن تتعب بالتكاليف إلى نهاية عمرك مقابل أن ترفها حياتك الأبدية في الآخرة التي لا نهاية لها والتي لا حد لها الطموح في الدين إذن فالنقلة الطموحية إنما هي في الدين والنقلة الرجعية إنما هي في غير الدين التي تقصر مهمة الإنسان على هذه الحياة بعد ذلك نقول الدين هو التقدمي الذي يطمح لحياة بعد هذه الحياة هو أفضل أم المبدأ الذي يجعل الإنسان نهايته وهذه الدنيا أي المبدأ أين هو المتخلف الذي جعل للإنسان أمدا أطول من حياته أي الذي جعل أمد الإنسان هو ذلك الأمد وكيف يكون ذلك إنه يربط المربي دائما بربه وبمنهج دينه وربه كيف نربطه لا بد أن تنظم حياته تنظيما يستغرخ كل حركة حياته بحيث لا تفوت حركة من حركات حياته إلا هي موصولة بربه حين يكون كذلك يظل دائما موصولا بالله ويكون عمله دائما وفي باله الله فلا يقبل على عمل إلا إذا كان موافقا لمنهج الله إلا إذا كان فيه خير لنفسه إذا كان فيه خير للمجتمع إذا كان له خير في أخرى ولكن أيكفي أن ندرس له هذه المبادئ التربوية درسا نظريا يستظهره عن ظهر قلب ويحفظه ويصمه بحيث إذا سألناه أجاب عن ذلك لا إنما هي الأسوة السلوكية الأسوة السلوكية فالمربي مثلا حين يواجه من يربيه ويبدأ عمله معه بقوله جهرا وبوضوح بسم الله الرحمن الرحيم وحين ينتهي من عمله يقول جهرا وبوضوح الحمد لله وحين يسأل طالبا سؤالا فيجيبه مثل الكتاب فنسربه لا يقول هكذا فهمت وهكذا شرحت لك لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله حيناذ ينتبع في ذهن النشء أن كل عمل يجب أن يبدأ بسم الله وحين ينتهي منه يجب أن ينتهي بالحمد لله فإذا رأيت منه ثمرة فقل ما شاء الله ولا تكون قارنيا تقول إنما أوتيته على علم لا تقول لأنني أطلعت ولأني خدمت الدرسة ولأن التلميذ انتبه فتعلمه مادية الأسباب وآليتها ولكنك أن تلقنها دائما خلقيات هذه الأسباب من القوة القاهرة التي تسيطر على كل شيء والتي تخضع الأسباب للإنسان فهو حين يقول بسم الله يستشر أن الله خلق له الأشياء وخلق له تفسيرها بالانفعال لها وخلق له طاقة الفكر وخلق له طاقة المنطق وهيأ له أستاذا وهيأت له الدولة تبني المباني وتهيئ له الكتب إلى آخره فالله من وراء كل ذلك أو الله فوق كل ذلك حينئذ يستشر التلميذ في كل درس من الدروس التي يسمعها يجد بداية بسم الله الرحمن الرحيم فيوصل بأن الله هو الفاعل والأسباب مخلوقة له وحين ينتهي من الدرس يقول الحمد لله فيعلم التلميذ المربى أن كل شيء إنما تم بعن الله فيجب أن نتوجه إليه بالحمد وإذا رأى ثمرة من ثماره يقول ما شاء الله إذن فالتلميذ حين يستمع إلى ذلك أسلوبا طبيقيا لا كلاما نظريا يستمعه من كم درس يدخلون له وفي كم درس إذن فستتكرر هذه العبارة إلى أن تصبح طابعا خلقيا فيه يبدأ كل شيء بسم الله وينتهي من كل شيء بالحمد لله إذن رأى ثمرة من الثمارات قال ما شاء الله وبعد ذلك لا يجب أن نفصل مواد العلوب التي يدرسها المربي للمربى على اختلاف المربين في علوبهم وخفنونهم عن تلك القيم المنهجية السماوية لماذا؟ إن التلميذ حين يدرس مادة من المواد ويأخذ حصيلة التجارب والنظريات التي جاءت لنا من الغرب مثلا فسينقضح في ذهنه إعجابه بالغرب فإذا ما جاء وافن يتصف بالحاد قال وليس الغرب هو الذي جاء بكذا وكذا إذن فيجب أن ينتبه المربون إلى هذه الحقيقة لأن ذلك لا يكف عند منطقة الإعجاب ولكنه سينسحب على شيء آخر الإعجاب سينسحب على الإيمان بهذه العقلية التي جاءت بهذه الأشياء فإذا ما جاء شيء من الأشياء التي لنا في كتبنا سيأخذه التلميذ على أنه من الخلق الذي أعجب به وسيعتبر ذلك هو الحق كما أعتبره غيره هذا الحق ولا يفرق بين أمر عادي للتجربة الرياضية لا يختلف فيه عقل عن عقل ولا تختلف فيه مدرسة عن مدرسة وبين أمور من شئها الهوى فإسحب الإقبال على الإعجاب بالأمور المادية إلى الإعجاب بالإقبال على العلوم النظرية الأخرى التي تخضع للأهواء ومن هنا كان الخطر في تربية أبنائنا نحن المسلمين ولكن يجب على كل ذي فن من الفنون وعلم من العلوم حين يدرس أن يكون يقظا اليقظة التي تجعله ينتبه إلى الشيء في فنه هذا الشيء للإسلام في وجهة نظر فلا يترك القضية تمرها كذا دون أن يشرح بغيرته الإسلامية وحميته الإيمانية موقف الإسلام منها حتى يكون إعجاب التلميذي بما وفد إليه من المبادئ مصحوبا بشيء أعجب منه فيستقر في ذهنه من قيم دينية أرفع من مبتكرات هذه العقول ارتباط العلوم الإنسانية بالمنهجية السماوية فمثلا الذي يدرس التاريخ حين يقرأ في الثورة الفرنسية الناهي التي حددت وأعلنت حقوق الإنسان الذين قالوا هذه المسألة معذرون لأنهم لا بد أن يكونوا لم يدرسوا الإسلام ولم يعرفوه وإنما قد درسوه وتعمدوا أن يقولوا ذلك ليغطوا على أسبقية الإسلام بهذا نقول لهم لا الثورة الفرنسية حدثت متى سنة كذا ولكن القرآن عطى ذلك الحق في سنة كذا أي من أربعة عشر قرن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والرسول في آخر وصية أوصاها للمؤمنين ووصية آخر العمر هي أنفس الوصايا فالرجل لا يوصي ولده حين يموت إلا بخير الذخائر يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أنت إذا عندما تسمع أن هؤلاء هكذا دل على أنهم ليسوا مؤمنين بديننا أو أنهم لا يعرفون وإما أن يكونوا قد عرفوا وهم يكتمون ذلك وبعد ذلك مثلا حين تأتي في نظريات العلم المختلفة في الكيمياء وفي الطبيعة وفي الفلك وفي الطب وفي الصيدلة وفي أي شيء حين تدرس شيئا من المسائل ويعجب بها النشأ المربى يجب أن تلفته إلى أن هذا القانون ليس من صنع الغرب ولكن الغرب أخذ البذرة الإسلامية التي وضعها فلان قال فيها كذا وكذا ولكن ضعف المسلمين وعدم إقبالهم على مبادئ دينهم كما كانوا أولا هو الذي جعل الغرب يأخذ هذه البذرة ويأخذ هذا الزرة ليقطف فقط الثمرة وفق الرقى بين من قطف الثمرة وبين من وضع البذرة فأنت مثلا حين تتكلم له في الجغرافيا مثلا فعندما يعي تقول له يا أخي البيروني هو أول من أبطل نظرية اليونان وبطل موسف أن الأرض مركزا للقوة وللكون حينما تدرس مثلا نظرية الجاذبية ويقولون له نيوتن هو الذي اخترعها فيقال له إن البيروني له البحث الأول فيها إذن حينما تقول له ذلك فيثق بعقليات إيمانك ويثق بعقليات إسلامك ويثق بأن ذلك ليس شيئا تصدق به هؤلاء وإنما فعلوا شيئا فقد ردوا الجميل للعرب وإذا انبهر بنظرية من النظريات وبعد ذلك جاء ولم يجدها في إسلامه سيشك في تخلف إسلامه وقرآنه وفي أن ذلك الإسلام ليس من عند الله وفي أن الإسلام لا يطابق ذلك العصر إذن نقول له يا أخي إن النظريات الحديثة والقوانين العلمية التي انتهى إليها بعد الملاحظة وبعد التجربة وبعد النظرية حين أصبحت حقيقة علمية مسها قرآنك وكتابك ومسها رسولك مسا يناسب عقلية العصر فهي لم تفاجئ هذا العصر حين تقول له ذلك بما كان معجبا به بما استورد له فيعجب جدا بأصل دينه وبمناهج قرآنه ويعجب جدا بأسبقية دينه لهذه الأشياء والأسبقية لا تعني أن يعلمنا العلم ولكن تعني أنه يمس حقيقة العلم لأن العلم ما هو إلا حقائق فإذا كان القرآن أو السنة قد مست الحقائق على أنها أمر موجود ليس معنى ذلك أن تقول باب تعليم الكيمياء وباب لتعليم الجغرافي لا يكفي أن يمس حقيقة في الكون بعد أن يمس حقيقة في الكون وتأتي حقائق الكون التجربية لتطبقها لنا القرآن والحقائق العلمية حين بحثوا مثلا في مصدر الحس كانوا يقولون إنه المخ وبعد ذلك قالوا أن قراء الشوكي لأجل الحركة العكسية وبعد ذلك انتهى إلى أن للإحساس عصابا لها مستقبلات مثبتة في الجلد فنقول له يا أخي القرآن مسها على أنها حقيقة وقعة والعلم لا يخلق الحقائق وإنما يكتشف الحقيقة الموجودة فيقول له القرآن حينما تكلم عن الآخرة قال ماذا؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لماذا؟ ما علة التبديل؟ ليذوق العذاب إذن فالإذاقة موطنها الجلد والحس موطنه الجلد وما تحت الجلد إذن القرآن تتكلم عن الحقيقة العلمية حقيقة مستقرة ثابتة صحيح أنه لم يعلمنا أنه تعمل تجربة للمخ وتجربة للنخاع الشوقي وعرف الحركة العكسية لا أبدا إنما تكلم على أنها حقيقة واقعة ملموسة عرفها الإنسان أو لم يعرفها ولكن الوسيلة إلى معرفتها هو النشاط الذهني للإنسان بعد ذلك حينما جاءت الحرب العالمية مثلا فتقول للمربع الحرب عندما تقدمت ألمانيا اخترعت تحطيم الجوهر الفرد وما الذي يبهر الناس الآن إنها القوة الذرية أو الانشطار النووي وذلك بعمل استوانتين لتحطيم جوهر الفرد أي الجزء الذي لا يتجزأ أي الذرة ابتدأ البحث فظن المتعصبون على الدين مثلا أن ذلك يهدد الدين وخاصة الإسلام لأنه لا يهمهم إلا الإسلام هو القوة المخيفة فقالوا حينما جاء الإسلام وضرب أقل شيء في المثل ضربه بالذرة فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن فقد ضرب المثل بأقل شيء وقد تبينت الحقيقة بعد تحطيم الجوهر الفرد أو الذرة أن هناك شيء أقل من الذرة إذن الذي يعمل أقل من الذرة ماذا يكون حكمه في القرآن فظنوا أن ذلك يهدد الإسلام لأنه جعل الذرة أصغر ما في الوجود ولكنه أخذ الظاهرة ولم يستوعب أي القرآن ولأنك لو استوعبت أي القرآن لو وجدت آية القرآن قد تنبأت بهذه الحقيقة وذكرتها وتنبأت بها وبما هو أسمى من هذه الحقيقة فعند القرآن رصيده حتى بعد أن يفتت المفتت من الذرة وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ورب لا تأتينكم عالم الغيب لا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أصغر من الذرة وهو الجزء الذي يسمى الألكترون والبروتون وكلمة أصغر فيها الرصيد الإلهي العالم بالغيب كله لأن أصغر مرحلة تأتي بعد صغير يوجد صغير ويوجد أصغر فهنا ذرة فلا يأتي أصغر إلا بعد أن يوجد صغير إذن فذرة وصغير وأصغر والعالم الآن باختراعاتي في منطقة صغير ولكن القرآن قال أصغر إذن فعنده مرحلة احتياطية للمحاولات التي تحاول أن تفتت المفتة من الذرة لو أن المربى سمع ذلك حينما يعجب باختراع الذرة وسمع أن قرآنه مس هذه الأشياء لأن الذي قال القرآن هو الذي قال هذه الحقائق حينما يأتي ليدرس مثلا الجغرافيا وبعد ذلك يتعرض لنظرية قروية للأرض ثم يتعرض لنظرية دورة الأرض ثم يأتي ذلك في علم آخر على الطبيعة ونزول المطر بعد ذلك لو أن المربى كان على بصر بدينه وعلى معرفة بقرآنه ومعطيات ذلك القرآن كان إذا ما رأى النظرية العلمية أو الحقيقة العلمية تطرح على المربى يعجب بها ويسر إذن نقول له انظر إلى دينك انظر إلى قرآنك كيف تعرض لهذه المسألة تعرضا يعطي لكل العقول غذاءها في أي من العصور فقل له ماذا يقول انتهي على أن الأرض قرى نعم ولكن كان ذلك بادرة عقلية زمان وبعد ذلك صار أمرا مشهديا بمعنى أنهم عندما صعدوا للفضاء وصوروا الأرض قالوا إنها كرة أو شب كرة وبعد ذلك أمر مشهدي محس فالأمر مستدل عليه بالأدلة ظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها مثلا كانوا يقولون إن الإنسان إذا صار أمامه دائما ينتهي من حيث بدأ تجربة ولس في البحر الغواصة بالأعمدة كل هذا كانوا يستدلون به ولكن المسألة أصبحت مشهدا بأن القوم الذين صوروا رأوها بالفعر بعيونهم صوروا لها صورة كرة القرآن لم يحضر كتاب ثقافة القرآن جاء كتاب كون يمس حقائق الكون على أنها واكعة ولكنه كان يحترم العقول المعاصرة فيقول والأرض مددناها فيحضر العقل الذي لم يكن يعرف الحقيقة يقول مددناها يعني بسطناها إذا نقول له مددناها بسطناها على أي شكل ما هو البسط يأخذ أشكالا متعددة وأنت إذا جئت إلى قطعة من القماش ولففتها على مكعب يبقى كعبت القماش على مربع يبقى كربعة القماش على متوازن جعلت القماش متوازيا على كرة يبقى كورت القماش إذا لم الحق يقول إن آيات الليل والنهار التي تظهر على الأرض يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل إذن ما دام تكوير فيكون المكور عليه وهو الأرض يبقى لازم تكون كرة وما معنى الكرة معناها إنحناء سطح وإنحناء سطح كيف يتأتها شعاع البصر حين يمتد يرى شيئا ثم ينحن الشيء من مصار البصر إلى اللا يرى ومن الذي عنده قدرة لامتداد لشعاع بصره حتى يدرك سطح الأرض إلى أن ينحني سطح الأرض إذن لا يمكن بالعين المجردة أن نرى هذا الانحناء ولكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها الخطاب لمن الإنسان بخصوصه أم لكل الناس لكل الناس فإذا كانت الأرض مصطوحة إذن عندما تكون مصطوحة سيبقى لها حفة ولها نهاية والذي يقف هنا لا يجد أرضا أمامه وإنما يجد حفة وتصبح مددناها غير واقع له إذن لا تمتد لكل رأي أو لكل واقف على بقعة إلا إذا كانت مكورة كل ما تمشي تكون أمامك كل ما تمشي تكون أمامك ممدودة ولو كانت على غير كرة لا تكون مددناها يبقى مددناها الذي أخذها على دليل أنها مصطوحة أصبحت دليل على أنها مكورة أيضا فنحن حين علمونا معرفة مقياس محيط أي دائرة علمونا كيف أن نأتي بخيط وأن نمرر على المحيط ثم نقيس الخيط على المصطرة نعرف المحيط وعلمونا طريقة أخرى أن نحضر الفرجار ونقسم المحيط إلى مستطيلات صغيرة ملي أو 2 ملي ونعد عدتها ونضربه في 2 ملي يطلع المحيط ولكن حين أخذت بالفرجار مستطيل على المحيط أخذت 2 ملي 2 ملي هذه مستطيلة مستطيلة لكن إذا كانت الدائرة محيطها يكبر إذن فالمستطيل كلما كبر المحيط يبقى المستطيل المكون للمحيط هذا كلما تبرز الدائرة يبقى المستطيل أطول إذن بالنسبة لدائرة الأرض مستطيلها الذي هو قطاع فيها هذا يعني مستطيلها الذي هو قطاع منها هذا قدر كم يبقى اكتر من مستوى البصر ومن مرمى اذا فلا يمكن ان ترى رأي العين اذا فالتلميذ او المربى حينما يسمع هذا يعجب بدينه ويعجب بقرآنه الذي مس هذه الحقائق وهل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم معرفة هذه الحقائق اكان يجازف محمد ليضع هذه الحقائق وبعد ذلك يأتي الكون بحقائق اخرى فتكذبه وينصرف الناس عن دينه لا ان محمد لم يأتي بشيء ولكن القرآن ايات الله والكون ايات الله وما دام هذه ايات الله وذلك ايات الله فلابد ان تنطبق محمد يقولها وهو واثق من انطباقها في المستقبل على ما يقوله القرآن لانه ليس من عنده ولكنه من عند خالقه هذا الكون وقائل ذلك القرآن فاذا ما تجاوزنا هذه المسألة الى الضوران وهذه معقدة جدا لان الناس لا يرون الارض وهي دائرة به لذلك لا يزال كثير من الناس الى الان لا يصدقون هذه الحكاية نقول له لماذا لانني ارىها ثابتة نقول له والله عجيب كيف تعرف حركة المتحرك لا نعرف حركة المتحرك الا اذا قيس الى ثابت لا يمكن ان تعرف ان هذا الشيء متحرك الا اذا قسته الى ثابت الانسان والسفينة كيف يعرف انها سائرة اذا رأى الجبل امامه وبعد ذلك رأى الجبل الثابت على الشاطئ الاخر بعد ان كان بينه وبينه خط عمودي اصبح بينه وبينه خط مائل وبعد ذلك كل ما تبتعد السفينة الخط المائل يزيد كل ما يبتعد الخط المائل يزيد يبقى انا عرفت نفسي اني متحرك عندما قصت نفسي ثابت ولكن اذا كات الارض متحركة بما عليها فما هو الثابت الذي يمكن ان تقيس به حركة الارض لا يمكن هب اننا في غرفة والغرفة مقفلة وبعد ذلك هذه الغرفة موضوعة هندسيا على شكل الى تدور كالرحة اذا كاز الغرفة مغلقة ونحن جلسون فاننا لا ندرك هذه الحركة فمواقعنا لانفسنا لا تتغير هذا امامي وهذا جانبي على الشمال وهذا على اليمين ولكن اذا فتحنا نافذة في الغرفة ورأينا شجرة ورأينا الشجرة تبدو مرة ثم تختفي عرفنا اننا نتحرك اذا لا نعرف حركة المتحرك الا اذا قيسة الى ثابت فمدامة الارض تتحرك بما عليها فلا يمكن ان نعرف الحركة ولكن ثبت انها متحركة يتعرض القرآن لمثل هذه القضية التي تخالف العقول الفطرية التي عاصرت القرآن فيبقى الحق سبحانه وتعالى يمسها مسا بحيث لا يخدش العقل للمعاصر ولكنه يعطي العقل المعاصر زاده ايضا فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويمر على المساء المر الكرام ويقول جعل فيها رواسية ان تميد بكم والقى في الارض رواسية ان تميد بكم الله اذا القى في الارض رواسية جبالا خوفا من ان تميد الميذان هو الاطراب لان الارض مخلوقة على هيئة الثبوت ما الذي كان يعرضها ان تميد او تتحرك ما دام حتى لا تميد فهي مخلوقة على هيئة الحركة والجبال مجعولة مثقلات فيها ولكن كيف عرفت فيأتي نيوتن بقوانين الحركة القانون الثاني مثلا الجسم المتماثل في الكثافة حول محور لا يميد ولا يضطرب اذا دار حول هذا المحور ويأتي كل جسم متحرك لا يتغير لا في اتجاهه ولا في مقداره الا بما يغير من هذا الاتجاه والمقدار من قوة اخرى الله اذا الارض تدور بشكل منتظم بدليل الزمان نرتب على هذه الدورة فيكون مضبوطا اذا فمعنى ذلك تعطينا نظريتين الاولى ان كتلة الارض في اي قطاع من قطاعاتها مساو للاخر يعني اذا جئت وبنيت عمارة عشرين مليون طن فانك ان وجدت ثقلا في مكان فتأتي بتعويض يعوط هذا الثقل فيخفف شيء من هنا ويثخل شيء من هناك وتسمى بالقوة الطاردة لو لم تكن كذلك لحين دارت واي شيء يزيد عن الكثافة يطرح خارجا اذا اتيت بشيء كالكرة ووضعت عليه شيء آخر مخالفا لكثافته وتديره يندفى للخارج كانت العمائر وناطحت السحاب لو لم تكن هذه القضية ثابتة كانت طارت من على الارض اذا هذه المسألة مسها الله سبحانه وتعالى اين القى فيها رواسية ان تميد بكم وجاء في آية اخرى فقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله اذا مر الجبال كمر السحاب هل السحاب يتحرك بذاته لا يتحرك الا بالرياح اذا حركة السحاب حركة تابعة لحركة الرياح اذا حركة الجبال تابعة ايضا وما دام الثابتة وراسية كالاوتاد في الارض اذا لا بد ان تكون حركة الجبال تابعة لحركة الارض فيحضر واحد ويقول هذا يوم القيام نقول له افهم النص هكذا وترى الجبال تحسبها جامدة وهل يوم القيامة يكون حسبان ام يقين بل يقال تحسبها بظن ام انها على هذه الحالة اذا يوم القيامة يكون يقينا هل يوم القيامة امتنان بصنعة الله الامتنان بصنعة الله انما يأتي من اجل الاعتبار في الايمان يقول لك سياق الاية يدل على انه يوم القيامة كيف هذا يقول يا اخي الاية تقول ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا اننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا نقول له تكلم عن القيامة ثم نقلنا من القيامة الى امور دنيوية لان كون الليل نسكن فيه والنهار مبصرا هذه اية ولكن الحق اراد في اية ان يأتي لنا بالهول الذي يأتي يوم القيامة يقول لك تنبه له جيدا وبعد ذلك يأتيك الى اية ايمانية وبعد ذلك قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون وبعد ذلك يقول من جاء بالحسنة ومن جاء بالحسنة مقره في الدنيا ام الاخرة من جاء بالحسنة فله خير منها هذا مقره الدنيا اذا فالحق ينقل فيها صورة الهول المفزع يوم القيامة وبعد ذلك ينقلنا الى اية ايمانية لانه اذا تخيل الانسان الامر المفزع بعد ذلك اراد ان يتمسك بما ينجيه من ذلك الامر المفزع فيلقي له ولو اية الايمان بعد ذلك لان النفس تكون معدة ومهيئة الى مثل هذا اذا فيجب على المربي ان لا يهفل دينه عن منهج تربيته في اي مادة من المواد عليه مثلا عندما يذكر التاريخ تاريخ خدماء المصريين يقول يا اخي تاريخ خدماء المصريين لم يكتشف الا بعد ان اكتشف حجر رشيد وحجر رشيد هذا وهو الذي اكتشفه شامبوليون في الحملة الفرنسية وبعد ذلك عندما حلت رموزه عرفوا ذلك التاريخ لكن مثلا اذا جئت بالقرآن عندما حضرنا نقرأ التاريخ وجدنا انه كان فيه ملوك سموهم فراعنا وبعد هذا جاءت فترة سموهم ملوكا لا فراعنا ثم جاءت فترة ثانية سموهم فراعنا فالتاريخ يقول ذلك ولذلك سموهم ملوكا الرعاع والهكسوس كانت هذه فترة مرت على الفراعنا اذا يقول لك انظر للقرآن قبل حجر رشيد فيه ما يدل على هذه الدلائل عندما يتكلم عن قوة فرعون والمعاصرين لعاد وثمود سماهم الفراعنا وحينما تكلم عن القوم المعاصرين لموسى سماهم فراعنا ولكن يوسف كان قبل موسى حين تكلم عن ملوك مصر لم يتكلم على انهم فراعنا انما تكلم عنهم بانهم ملوك اقرأ قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد ايام عاد وثمود سماهم وبعد ذلك في ايام موسى قال اذهبا الى فرعون لكن في ايام يوسف لم يقل ذلك لو كانت المسألة كلاما عن ملوك مصر كلاما عما كان سماهم كلهم فراعنا ولكن جاء وقال الملك اتوني به وقال الملك اني ارى لم يقل فرعون اذا هذه دلالات في التاريخ لو انك نبهت تلميذك الى ان القرآن قدمها قبل ان يكتشف حجر رشيد وحل رموزها شامبليون اذا تعرف ان الذي تكلم بهذا القرآن هو الرب العالم بالاشياء على وفق ما تكون الاشياء وحين لا ينفصل العلم الذي يعلمه المربون في اي فن من فنونه ولا في اي لون من الوانه عن الله ويكون قد ادى العلم ثمرته المطلوبة منه وخاصة في امة اسلامية وبذلك يظل الاعجاب في القوم المسلمين في دينهم غير مفتونين بما يفد عليهم من حضارات الغرب فهم يسحبون هذا الاعجاب على غيرها من المبادئ التي تشوه دينهم والتي تحرفه والتي تدعوهم الى ان يتخلصوا من منهجه ومن اسلوبه قيمة العلم التطبيق حين ذلك يجب ان يعلم المعلم الى انه ليس قيمة للعلم فيما يعلم الانسان الا ان يخرج العلم الى حيز الوجود والتطبيق تعلمك للفضيلة لا يعني فعلها كما ذهب سقرات بل علمك بالفضيلة ان لم تفعلها تكون شهادة ضدك اكثر مما لو تجهلها اذا فيجب ان يعلم ان العلم انما يكون له الشرف اذا ترجم ذلك العلم الى تطبيق وان ظل علما نظريا فلا فائدة منه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون العلم لابد ان يسير الى تطبيق عملي التطبيق العملي هذا لابد ان يكون في المربي الاسوى بحيث لا يفهم المربى ان هناك علما تحشى به الرؤوس وهناك سلوكا منفصلا اخرى على غير مبدأ ذلك العلم لانه حين تنفصل الكلمة عن السلوك انهضرت قيمة القيم وقيمة العلم تفرض انك تربي ولدك طيلة عمرك على نظرية الكذب شيء ضر والكذب صفة خسيسة وتعلمه الصدق وفضائل الصدق ثم بعد ذلك جاء انسان فطرق بابك فقلت لولدك قل له ابي موجود فتهتز كل القيم ويستقر في ذهن الولد ان هناك كلاما يقال وان هناك عملا يفعل وحين ينفصل السلوك عن الكلمة فذلك هو الفساد المطبق الذي لا يمكن علاجه ابدا فانت حين تتعلم الصلاة والصيام وبعد ذلك يراقبك ولدك مراقبة غير مقصودة وجلس معك والظهر اذن والعصر جاء بعده وبعد ذلك لم ير منك انك تقوم للصلاة علم ان هناك كلاما يقال وان هناك فعلا يفعل وان هذا لا ضر منه وبذلك تكون الاسوة اسوة فاذا ما كانت الاسوة سيئة انهدمت قيمة العلم وانهدمت قيمة المعرفة وايضا يجب على المربي ان يعلم مرباه انني لست اعلمك الا لانني اتعلم فلو لم اتعلم كل يوم لما استطعت ان اعلمك كل يوم وحتى لا يصيب العالم الذي يعلم شيء من الغرور فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم فان ظن انه قد علم فقد جهل يصبح جاهلا ولذلك يأتي اقبال ويصور هذا المعنى تصويرا رائعا جميلا حتى يمنع عن العلماء آفاتهم وهو الغرور بما يعلمون قال لك ان العالم الذي يكون مغرورا بعلمه هذا دل على ضيق افقه لو افقه واسع كان كل طرح في الافق من العلم يقول الافق محتاج الافق واسع لكن الافق ضيق عقله انحشرت فيه كم قضية من العلم فامتلأ فقال اقبال قالت النفس قد علمت كثيرا قلت هذا الكثير نذر يسير تملأ الكنوز غرفة من محيط فيرى انه المحيط الكبير حين يكون المربي على ثقة من انه علم بعض العلم وسيعلم البعض الاخر من هنا تترقى سلسلة المعارف لانه لو ظل كل علم على ما هو لوقف دولاب الحياة ووقفت مراحل الحياة فحين يكون المعلم والمربي يقظا يتولى كل ملكات النفس البشرية التي امامه بغذائها وبقوتها وكلما دمجه بالمجتمع الذي يعيش فيه دمجا على منهج دينه الذي يؤمن به فذاك هو المرب الناجح ويكون خيرا من ذلك لو انه اسوة عملية تطبيقية تجعل المربي يحترم الكلمة لان لها مدلولا في واقع الناس وفي حياتهم الفصل السادس الاعجاز البياني والعلمي للقرآن القرآن هو كلام الله والكون خلق الله وما دام الذي خلق الكون هو الذي قال ذلك الكلام فيجب بداهة التي تعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية وفي ذلك يلفتنا الحق بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما دام القرآن من الله فحقائقه يجب ان تنسجم مع حقائق الكون والقرآن جاء كتاب منهج ومعجزة ومعنى معجزة انه امر تحدى به العرب فيما نبغ فيه والعرب امة لها غرام بالبيان وبالكلمة والاداء ما عرفنا امة من الامم كالعرب صنعت لاساليبها معارض واسواق ويجتمع الشعراء والخطباء ليتفاضلوا فيما بينهم في الاداء البلاغي ويأتي حكام ليحكموا لهذا على هذا كل ذلك يعطينا ابلغ الدلالة على ان في مقدمة ما تميزت به الامة العربية من مواهب موهبة البيان الاعجاز البياني في القرآن ولا زال الاعجاز مشروطا فيه ان يتحدى الله القوم الذي يرسل اليهم الرسول في اهم ما نبغ فيه فكان ولابد ان تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي الاداء البياني في القرآن مع الاداء البياني السمو المنهجي في ذلك البيان والعرب حينما استقبلوا القرآن تحداهم الله ان ياتوا بامثله فلما عجزوا تحداهم ان ياتوا بعشر سور فلما عجزوا تحداهم ان ياتوا بسورة وهذا ترقا في الاعجاز وان كان في ظاهره تقليل للقدر المطلوب ان ياتوا به ردا على ذلك الاعجاز لانك اذا ضيقت على الخصم المطلوب منه فقد ترقيت معه في حدود اعجازه والعرب اول الامر استقبلوا هذه المسألة لا باذواقهم البيانية ولا بملكاتهم الفصحية ولكنهم استقبلوا ذلك بالانكار ان يكون محمد هذا هو الرسول بدليل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اذا فالاعتراض لهم على القرآن والقرآن قد اخذ بألبابهم واخذ بأفكارهم وانما الخلاف فقط لماذا هذا الرسول بالذات اذا فقد نقلوا الموضوع عن اصله لان الموضوع انه تحداهم بالقرآن فما داموا قد قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فكأن الخلافة في من جاء على يده القرآن حدث هذا من بعض الفئات نعم من بعض الفئات من الكافرين وبعد ذلك نجدهم يترددون فمرة يقولون سحر فنقول لهم فهل المسحور له خيار مع السحر اذا اراد السحر ان يسحر انسانا ايستطيع المسحور ان يتأبى على ذلك السحر فاذا كان قد سحر قوما فلماذا لم يسحركم ايها المخالفون ان في ذلك نرد عليهم في انه ليس بسحر ولو كان سحرا لسحركم انتم ايضا اذا فهو ليس بسحر ومرة اخرى يقولون انه شعر فنقول قارنوا اسلوب القرآن واسلوب الشعر وانتم ابصر الناس بالاساليب اذلك القرآن من نوع الشعر ومرة يقولون كهانة نقول فقارنوا بين اسلوب الكهانة وبين اسلوب القرآن بين سجع الكهان وسجع القرآن قارنوا بين هذا وهذا الا ان القرآن حين يعرض ذلك يعرضه عرضا مدللا تدليلا تقتنع به النفس الطبيعية الصافية فماذا يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون هنا يختم الاية الاولى بقوله تؤمنون والاية الثانية يختمها بقوله تذكرون مع ان المقام واحد واي انسان بسيط في الاساليب يستطيع ان جاء الى اسلوب القرآن واسلوب الشعر فلا يمكن ان يقول ان هذا القرآن من الشعر لان الشعر له وزن ومقفة وله تفعيل وله موسيقاه الخاصة وهذا ليس منه اذا قلت ان هذا القرآن شعر فليس عندك ايمان قطعا ولكن اسلوب الكهانة اسلوب نثر وفيه سجع والقرآن نثر وفيه سجع ولكن الذي يتذكر موضوعات القرآن يجد فارقا كبيرا اذا فذلك هو التذكر الذي يؤتى به وبعد ذلك تورطوا ورطة كبيرة جدا في انهم ابانوا عما في نفوزهم لان اسلوب القرآن قد اخذهم وقد غلبهم وقد خروا له ساجدين فماذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اتناب عذاب اليم اذلك منطق يقوله عاكل العقل يقول ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه وقالوا ايضا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اذا فقد اقروا اخيرا انه جاء بالهدى ولكنهم خافوا ان اتبعوه ان يتخطفوا اذا فهم تورطوا وبعد ذلك غلبهم الحق فقالوا الكلمة الصريحة الاسلوب البيانية للقرآن ما دام جاء لأمة بيانية فلابد ان يكون مستوعبا للاداء البياني بكل صوره وبكل معطيته ونواصل القراءة تحت عنوان الاعجاز البياني في القرآن الاسلوب البياني في القرآن تجده حينما يعرض قضية من القضايا يعرضها عرض الله الخبير بحقائق النفس والقادر على ايراد الخصائص الكلامية التي تعبر عن حقائق النفس لاننا اذا جئنا لحفل من الحفلات واستمعنا لخطباء متعددين واعجبنا بواحد فنحن نصفق له كثيرا ونستعيده واخر لا يعجبنا فلا يستوقفنا لماذا لان المتكلم الذي اعجبنا به استطاع ان يلمس اوتار نفوسنا ويأتي بالقدرة التي عنده من الاسليب التي يستطيع بها ان يقنعنا ويهيج مشاعرنا ويستميلنا فاذا كان الانسان يريد ان يهيج جمهورا فلابد ان يكون عارفا بخواطره وعنده قدرة من الاسليب بحيث يستطيع ان يهيج هذه الخواطر وان يستميلها لكن علم الانسان محدود بخواطر النفوس وقدرة الانسان محدودة باساليب الكلام فاذا كان الله هو الذي يتكلم اتخفى عليه من خواطر نفوس الناس اشياء والجواب انها لا تخفى عليه قطعا وحين يكون عالما بالخاطرة ايجز الحق القادر عن الاسلوب الذي يقنع كل النفوس لا يعجز اذا فمنطقي ان يكون كلام الله ابلغ كلام وبعد ذلك ياتي في المستوى الذي دونه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حينما عرض هذه الاشياء نجده انه يفترق في اسلوبه حين يعالج معنى واحدة فيظن الناس ان القرآن يتفنن في التعبير ونجد معنى يأتي مرة بعبارة وفي نفس المعنى يأتي بعبارة اخرى فالهناك فنون او تفننات في التعبير نقول لا نحن ننظر الى المعنى اجمالية لكن حين نتناول المعنى بكل زواياه ولقطاته نجد ان هذه الاية لا يصلحها الا ذلك اللفظ وتلك الاية التي في مثل معناها لا يصلحها الا ذلك اللفظ الحق سبحانه وتعالى يعرض مثلا قضية شائعة عند الجاهلية وهي انهم كانوا يقتلون اولادهم فيقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وياهم ويأتي في اية ثانية ويقول فلا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وياكم ففي الاية الاولى قدم رزق المخاطبين على رزق اولادهم وفي الثانية قدم رزق اولادهم على رزقهم نقول المعنى ليس واحدا المعنى قد يكون في جملته واحدا انما في تفصيله والمخاطب به مختلف لماذا؟ لانك لو نظرت الى عجز كل اية اي الى اخر كل اية مع صدرها لوجدت ان هذا العجز مطلوب لذلك الصدر كيف؟ لانه يقول في الاية الاولى ولا تقتلوا اولادكم من املاق فكان الفقر موجودا بالفعل وما دام الفقر موجودا بالفعل فشغل الانسان يكون برزق نفسه قبل ان يشغل برزق ولده وهنا يطمئنه الحق على رزق نفسه فيقول نحن نرزقكم يا اصحاب الاملاق وياهم ونأتي برزقهم ايضا لانه ما دام الفقر موجودا فشغل الانسان برزق نفسه موجود قبل ان يشغل برزق ولده فيقول نحن نرزقكم وياهم لكن اذا قال الحق ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق اي خوفا من فقر فكأن الفقر غير موجود ولكن انت تخاف ان جاء لك اولاد ان يأتي الفقر مع الاولاد فيقول لك لا انا ساحضرهم برزقهم نحن نرزقهم وياكم اذا المعنى ليس واحدا المعنى قد يبدو في جملته واحدا لانه في قضية قتل الاولاد والفقر نقول لا المخاطب مختلف مرة يكون فقيرا بالفعل وذلك شغله برزقه قبل ان يشغل برزق ولده ومرة يكون غنيا ولكنه يخاف ان يأتي الفقر اذا جاء له الولد فيكون شغله برزق ولده فتكون الاية نحن نرزقهم اي نأتيهم برزقهم معهم اذا فالاسلوب مختلف ماذا عن غير العرب الاسلوب القرآني صحيح انه معجز للعرب ولكن الدعوة الاسلامية ليست دعوة للعرب فقط وما دامت المعجزة هي شهادة لكل مأمور بها بان ذلك من عند الله فهذا الذي لا يفهم العربية او الرجل الذي تضاءلت ملكته او ضمرت فسقطت فليس لديه القدرة عليها كيف يكون اعجاز القرآن بالنسبة له نقول له اعجاز القرآن بالنسبة لهذا اعجاز منهجي بمعنى اننا نرى المناهج التي جاء بها القرآن اي اننا نرى الغيبيات والاشياء التي تجد بعد ذلك وجاء بها بمعنى ان نبقي على الاسلوب البياني في القرآن وانسجامه مع الحقائق الكونية التي يظهرها النشاط الذهني فيما بعد اذا فالاعجاز البياني سيظل معنا كيف يكون هذا القرآن والسمع والابصار القرآن مثلا نجده يعرض لقضية في وظائف الاعضاء ووظائف الاعضاء هذه عرفناها حديثا ما وظيفة السمع وما وظيفة البصر وما وظيفة العقل وبقية الاعضاء حين يتناول هذه المسألة نجده يتناولها تناولا بيانيا لكنه بيان موافق لمن تهى اليه النشاط الذهني في الكون من حقائق علمية فماذا قال مثلا نجد اشهر قضية في هذا قضية الانسان ووسائل علمه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون اذا اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا ولكنه خلق لنا وسائل العلم ووسائل العلم هذه نسمع والبصر نرى ثم ينشو من المحسات امور عقلية وامور وجدانية وامور قلبية اذا المراحل العلم تأتي محسات وهذا كشأن الطف اولا يدرك الاشياء المحسة ثم تتراكم الاشياء المحسة فيكون منها معلومات عقلية فنجد القرآن يقول الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة وهي هنا مرتبة ترتيبا كالواقع تماما فنجد ان اول ما نلاحظه هو ان القرآن حينما تكلم عن اعضاء المعرفة في الانسان تكلم عن السمع والبصر والفؤاد والقرآن كله بهذا الترتيب ان السمع والبصر والفؤاد وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم كلها مرتبة هذا الترتيب عندما برز الكلام العلمي او الحقائق العلمية قال لنا علماء وظائف الاعضاء ان الانسان اول ما يولد تكون اول حاسة من حواسه تؤدي مهمتها هي حاسة الاذن ثم ان العين تؤدي مهمتها في ظرف عشرة ايام فانت اذا جئت الى الوليد المولود ومددت اصبعك امام عينيه فلا يرمش لان عينيه لم تؤدي مهمتها بعد فلا يرى شيئا ولكن اذا جئت واطلقت صوتا في اذنه فانه يحدث عندهم فعلا يدل على انه استقبل شيئا اذا اذنه هي اول شيء يؤدي مهمته فحينما يتحدث الحق عن السمع والبصر يكون دل على ان السمع يؤدي مهمته اولا وبعد ذلك البصر يؤدي مهمته ثانيا وبعد ذلك تتكون المعلومات القلبية والمعلومات العقلية بعد ذلك بلا شذوذ في اي اية لماذا السمع بالمفرد والابصار بالجمع ومتى الاستثناء نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا خالف بين السمع والبصر كيف هذا وماذا قال قال جعل لكم السمع والابصار فالسمع مفرد والابصار مجموعة مع ان المفروض في تصورنا البشري وفهمنا ان يقول السمع والبصر او الاسماع والابصار فهو قد رتبهم الترتيب الطبيعي ولكن لماذا قال ذلك مفرد وذلك جمع نقول والله اعلم لان استقبال الاذن للمسموع لا خيار للانسان في ان يمنع اذنه ان تسمع بشيء موجود فيها اما العين فلك خيار ان لا ترى مناظر موجودة امامك لك ان تغمض عينيك فلا تراها لكن ليس عندك شيء في اذنك بحيث تسد اذنك فلا تسمع فاذا ما جاء صوت في مجموعة لا يملك الناس ابدا الا ان يسمعوه جميعا لكن مرئيا من المرئي هذا يراه بفتح عينيه وذلك يغمض فلا يراه اذن فما دام امر سمع ومسموع فلا خيار للانسان الا ان يكون المسموع في الجماعة واحدا اذن فالسمع واحد لكن الابصار قد تتعدد في مرائها هذا يبصر ذلك وذلك لا يبصر لان هناك تحكما في العضو نفسه بحيث يرى او لا يرى اما الاذن فلا بد ان تأتي بشيء اخر غير الاذن فاما ان تضع اصابعك في اذنيك او ان تحضر قطعة من القطن وتضعها فيها او ما الى ذلك ولكن اذا جاء انسان وصرخ فيكون سمعنا واحدا بالنسبة للمسموع ولكن مرائينا متعددة بالنسبة للمرئي فذلك يرى هذا وهذا يرى ذلك اما السمع فلا خيار لاحد فيه لذلك جاء السمع مفردا دائما وشيء اخر لم نجد الابصار مفردا الا في اية واحدة ان السمع والبصر ولم يقل والابصار ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا هذه الاية الوحيدة التي افرض البصر فيها لماذا نقول والله اعلم لان الكلام هنا عن المسئولية الذاتية والمسئولية الذاتية مسئولية فردية فيكون سمعي وبصري وحدة فانا لست مسئولا عن ابصار غيري انما مسئول عن بصري وحدي اذا فلا بد ان يفرد البصر هنا اذا فما دام الامر كذلك والحقائق العلمية اثبتت لك هذا فيكون الاسلوب الادائي للقرآن مواكبا للحقائق العلمية التي اثبتت لك هذا فيكون الاسلوب الادائي للقرآن مواكبا للحقائق العلمية وعلى مقتضاها واخرى تستحق ان تتوقف عندها وقفة متأملة هي ان الحق سبحانه وتعالى لم يقدم البصر على السمع الا في اية واحدة وهي ربنا ابصرنا وسمعنا يوم القيامة ابصرنا وسمعنا لماذا تغير هذا النظام فالنظام كان السمع دائما اولا يليه البصر لان اول ما يفاجأ به من مشاهد القيامة هو مرئي لا مسموع عندما تقوم القيامة فما الذي يفجأنا نرى اولا ثم نسمع ثانيا فيكون منطقيا مع وقته ومع واقعه وبعد ذلك نجد هنا عجيبة من العجب ان السمع هذا هو الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها عند النوم العين تغمط ولكن الاذن مستقبلة دائما لماذا لان بها الاستدعاء وما دام السمع يؤدي مهمته اداء اوليا فيكون هو الحاسة المصاحبة للانسان دائما لانها للاستدعاء وما دامت هي الحاسة المصاحبة للانسان فبالليل لا تتعطل الاذن وانما العين هي التي تتعطل فنجد القرآن حينما يتكلم عن ذلك حتى نرى خدمة الاسلوب الادائي للبيان مع الحقائق العلمية نجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ظاهرة الليل والنهار ويقول ان هذه نعمة من النعم وانه جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من الفضل وتكدحوا فيه يقول قل رأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء ثم في آخر الآية يقول افلا تسمعون هذه واحدة وبعد ذلك يقول قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار المقابل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وفي آخر الآية يقول افلا تبصرون لماذا في الآية الاولى قال افلا تسمعون وفي الآية الثانية قال افلا تبصرون والمقام مقام امتنان واحد قالوا لانه قال في الآية الاولى انا ساجعل الليل سرمدا وما دام الليل سرمدا فتكون وسيلة الادراك هي الاذن افلا تسمعون وليست العين لكن في النهار وسيلة الادراك الاولى تكون العين فمع النهار يقول افلا تبصرون ومع الليل يقول افلا تسمعون اذا فهذا اعجاز بياني متمشم مع الحقائق العلمية التي جدت وما دامت الاذن تؤدي مهمتها حتى مع الانسان النائم فنقول اننا نستطيع ان ندرك لماذا حينما عرض الحق سبحانه وتعالى خصة اهل الكهف نجد انه في هذه القصة يريد الله ان ينمهم مدة طويلة وهذا النوم لمدة طويلة يأتي على غير مألوف في قانون البشر فالذي نام قصة وافيا توقظه اي حركة وهم قوم في كهف والكهف في جبل والجبل في صحراء وهناك برق وهناك رعد وهناك اصوات حيوانات فنجد الحق سبحانه وتعالى يريد ان يمع عنهم المنبهات التي تخرجهم عن النوم فماذا قال فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ضربنا على اذانهم لو لم يقل الحق ضربنا على اذانهم لبقيت الاذان تؤدي مهمتها فاي صوت خارجي يوقظهم فلا ينامون وهم يريدهم نائمين فلابد ان يقطع علاقتهم مع الكون وعلاقتهم مع الكون وهم نائمون ليست الا بالاذن فيضرب على الاذن فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا اذا كلما تجلت الحقائق العلمية نجد الاداء البياني مواكبا لهذه الحقائق ويعطيه لنا بعطاء من يعلم الحقائق كيف تكون ويؤديها بالاسلوب الذي يتفق وإلا لو كان كلاما عاديا ما تنبه احد الى مثل هذه المسألة التأكيد بضمير الفاعل في الاداء البياني نلاحظ ان هناك اشياء لم يدعها البشر واشياء ادعاها البشر فلم نجد احدا يدعي انه احيى الانسان ولم نجد احدا ادعى بانه يميت الانسان اذا فقضية الحياة والموت هذه مسلمة لمن لله لكن هناك قضية فيها اسماء الطبيب يعالجك فربما تظن انت ان الطبيب شفاك اذا فمن الممكن ان يدعى ان الطبيب شف المريض ومن الممكن ان يدعوني احد الى طعام او اكون فقيرا فيعطيني اكل فيقال اطعمني فلان فهذه تدعى لماذا لانه قد يكون سببا ونقف عند هذا السبب لكن الامر يختلف في مسألة الحياة والموت من الممكن ان يقول لك احد انا عقلي ناضج وسأضع لك قانونا ومنهجا لحياتك يهديك الى منطق الصواب كما يفعل الوضعون في قوانين البشر فهم يدعون انهم يقدرون على ان يضع النظم التي تهدي البشر فالشيء الذي لم يدع من البشر يعرضه الاسلوب البياني عرضا عاديا والذي يمكن ان يدعى يؤكده كيف نجد سيدنا ابراهيم حين حطم الاصنام ماذا قال قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي وهي الاصنام التي حطمها الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين لماذا قال الذي خلقني فهو يهدين ولم يقل الذي خلقني يهديني فالاسلوب البياني هنا الذي خلقني يهديني فقالوا لا لان هذه الهداية يمكن ان تدعى من البشر للبشر لكن الخلق لا يدعى فلما قال الذي خلقني هذه لم توجب التأكيد لان هذا موضوع لا يجادل فيه احد لكن الهداية والمنهج من الممكن ان يدعيهما بعض الناس فنجد سيدنا ابراهيم يؤكده الذي خلقني فهو يهدين هو الذي يهديني فقط ضمير فاعل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني لان الطعام قد يدعى ان فلانا يؤكل فلانا وفلانا يعنل فلانا فيوكدها ويقول تنبه الى هذه اسباب مناولة فقط واما الذي اطعم فهو الله ولذلك لم يقل الذي يطعمني كما قال الذي خلقني ولكن قال الذي هو يطعمني هو اي لا غيره يطعمني ويسقيني وبعد ذلك قال واذا مردت فهو يشفين لم يقل يشفيني لان هناك اسباب من الطب والعلاج يمكن ان تدعي انك انت الشافي والذي يميتني ثم يحين لم يقل ثم يميتني اذا الاداء البياني سائر بنظام بحيث انك اذا اخذت لفظا ونقلته فسيختل المعنى لا زيادة في حرف نأتي مثلا في العرض للاداء القرآني فنجد قول الله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير نجد ان بعض العلماء عندما يفسرون هذه الاية يقولون من حرف زائد بمعنى ان اصلها ما جاءني بشير ولا نذير وحينما يشرعون في اعرابها يقول هذا البعض من حرف جر زائد وبشير فاعل مرفوع بضم مقدرة منع منظوري اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ونسأل لماذا من حرف جر زائد ولماذا يضيف الله هذا الحرف الزائد اننا اذا تأملنا قليلا في الاية نجد ان الزيادة المقول بها في حرف من هي في تصور البعض ولا بد في رأينا وفهمنا ان يكون لها معنى ولاضاح ذلك نقول انت اذا قلت ما عندي مال فمن الجائز ان لا يكون عندك مال له قيمة انما اذا قلت معي خمسة وعشرون قرشا او خمسون قرشا او جنيه فهنا هذا لا يعتبر مالا ذا قيمة لكن حين اقول ما عندي من مال اي من بداية ما يقال له مال او مليم فكأن الله حين يقول ما وجدنا من بشير اي لم يأتي لنا احد من بداية ما يقال له بشير لم يوجد احد قال لنا كلمة يا ربي لم يهدنا احد ولو بكلمة اذا من هنا لا تكون زائدة فهي قد جاءت لتؤدي معنا بيان في حرف من المعاني الواحدة التي يختلف فيها الاسلوب ويظن الناس ان هذا تفنن في العبارات نجد مثلا ان القرآن يتحدث عن المصائب التي تصيب الناس ففي وصية لقمان مثلا نجده يقول له واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور فقط لا غير انما في الاية اخرى في الصبر ايضا يقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور حرف لام نجد ان اللام هنا وضعها مع من فاذا تساءلنا عن السر في هذا ومعناه التمسناه في ان المعنى مختلف نعم صحيح انه كلام في الصبر لكن المصبور عليه هذا امره يختلف فهناك مصيبة تصيب الانسان وله فيها غريم ومصيبة تصيب الانسان ولا غريم له المرض الذي يصيبني من غريمي في المرض الذي اصابني لا احد اذا على من اصبر هناك فالمسألة طبيعية ولكن اذا لطمني انسان او ضربني او آذاني فتكون مصيبة قد آذتني ولي فيها غريم امامي فما دام الغريم امامي فهذا يهيج خواطري في ان اغضب وان ارد لكن المرض الذي اصابني ليس لي فيه غريم فمع من سأعمل معركة ولذلك ونعود للآية واصبر على ما اصابك يكفي جدا ان ذلك من عزم الامور لانه لا يوجد غريم لانه لا يوجد غريم يحركني على ان انتقم منه لكن الآية الثانية تقول وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ كَانَ الْإِغَرِيمُ فَأَحَبَّ أَنْ يُؤَكِدَهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ المرضع وَالْمُرْضِعَةَ نجد عرض القرآن ايضاً عندما يصور لنا هول يوم القيامة يقول يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ مع انهم يقولون ان مرضع بدون تاء فكلمة مرضع لا تأتي للرجل لان مرضع بطبيعتها للمرأة فلا تأتي التاء هنا ولذلك يقولون لك ان الامور الخاصة بالمرأة لا تأتي فيها بالتاء فلا تقول رجل حامل وامرأة حاملة انما تقول امرأة حامل لماذا؟ لان هذا وصف لا يوجد الا للمرأة فلا توجد تاء الفرق معها فما دامت كلمة مرضع لا تأتي للرجل فلماذا جئ لها بالتاء هنا؟ وتذهل كل مرضعة والجواب لان الله يريد ان يصور لنا هول القيامة وان هول القيامة يشغل الانسان عن اعز ما يحب المرضع هي هي المرأة التي من شأنها ان ترضع وان لم تكن في ذلك الوقت مرضعة لكن مرضعة هي التي تلقم الثدي في فم الطفل فذهول المرأة يوم القيامة لا عن رضيع من شأنه ان يرضع منها وان كان قد شبع من الرضاعة ونام لا وانما هو يذهلها عن الرضيع الذي ثديها في فمه اذا فمرضع لا تكون الا لحالة الارضاع ذاته اما مرضع فتقال للمرأة التي من شأنها ان ترضع وان لم تكن مرضعة في ذلك الوقت فالذهول الذي يصيب الناس متى يكون اروعه اذا كان الثدي في فم الطفل فنجد التعبير القرآنية يعدل عن مرضع الى مرضعة وهذا اداء ايقاعي حتى يعطي المعنى الدقيق السليم المطلوب الجلد ومراكز الاحساس بعد ذلك يأتي القرآن ليعرض لنا اشياء ما كنا نعرفها الا اننا كنا نفهمها على انها اسلوب ادائي وننفعل له الانفعال المناسب له قدر عقولنا وبعد ذلك يأتي العلم الجديد ويعطينا صورا فنقول هذا اسلوب بياني مضبوط حين عرض القرآن لعذاب الكفار في الاخرة يقول الحق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب جلودا غيرها ليذوق العذاب نحن كنا نقرأها قبل ان نعرف اين منطقة الاحساس هل الاحساس في المخ ام في النخاع الشوقي ثبت اخيرا ان هذا الجلد هو الحاسة المهمة في الانسان لدرجة ان الاذن لا تستقبل اكثر من ثمانية عشر مؤثرة واذا زادت المؤثرات تختلف الاصوات ولا تتميز والعين لا تميز اكثر من ثمانية عشر مرئية فاذا زادت عن ثمانية عشر مرئية تخترت ولا تنظر لكن السنتيمتر من جلد الانسان يستقبل ثمانمائة مؤثر مختلفة ويحس بها اذا الجلد في مسألة الاحساس هو المركز القوي فحين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ثم يعلل ليذوق العذاب فيكون هذا اداء بياني رائع اتفق مع الحقائق التي اثبتها العلم في ان مناط الحس الاصيل في الانسان هو الجلد بدليل ان الجلد حين يحرق يمتنع الاحساس والله يريد ان يديم عليهم احساسهم بالعذاب فحين ينضج الجلد يأتي لهم بجلد اخر ليذوقوا اي لتتكرر اذاقتهم للعذاب الحقيقة العلمية والقرآن هنا وقفة وهو ان هناك مدرستين الان مدرسة تستقبل الحقائق العلمية في الكون وتحاول ان تخضعها للقرآن ومدرسة تنفي ذلك نقول لا ربما تكون المحاولة هي اخضاع الايات القرآنية وتوقيتها لكل ما يكتشف في قضايا العلم وليس محاولة اخضاع الحقائق العلمية للقرآن مع ان العلم لم يعرف بعض الكلمة الاخيرة في كثير من القضايا والمسائل نعم يحدث ذلك لكن نحن نأتي ونقول لهم ان الذين منعوا مجانبين للصواب والذين غالوا مجانبين للصواب لماذا لاننا قد قلنا اولا ان القرآن كلام الله والكون خلق الله وحقائق الكون الموجودة فيه والتي خلقها الله لابد ان تنسجم مع كلام الله فلا يكون هنا تضارب فان حصل ما ظاهره التضارب فاما انك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية وليس هذا المراد من الحقيقة القرآنية واما انك اتيت بشيء ليس حقيقة علمية وقلت هو حقيقة علمية لكن اذا تأكدنا ان هذه حقيقة قرآنية وهذا هو الفرق وهذه حقيقة علمية فلابد ان يلتقي لان قائل القرآن هو خالق الكون الا ان الناس لا يفطنون الى اهمية تحديد ما هو العلم لا يقال علم الا اذا كانت قضية وانت تجزم بها وهي واقعة وعليها دليل بغير ذلك لا يكون علما والعلم من اجل اكتشاف حقائق الكون مفهوم انه يبدأ بالملاحظة ثم التجربة ثم النظرية ثم الحقيقة العلمية فلا يقال حقيقة علمية الا في نهاية المطاف بان تسلم وكل الجزئيات تنطبق على هذه الحقيقة ولا تشذ عنها حقيقة فاذا جئت لتخضع القرآن لملاحظة علمية نقول لك هذا غلط لانه من الجائز الا تنجح الملاحظة بالتجربة واذا جئت لتخضع القرآن لتجربة علمية نقول ايضا هذا غلط لانه من الجائز الا تنفع التجربة اذا اردت ان تخضع القرآن لنظرية نقول هذا غلط ايضا لان النظرية يمكن ان تخطئ لكن اذا وصلت الى حقيقة علمية نقول لك ان لم يكن في القرآن ما يؤيدها فليس فيه قطعا ما يعارضها لكن نحن نقول ايضا ان العلم لا يعرف الكلمة الاخيرة ما يسمى بالحقائق العلمية اليوم يخضع للتغيير والتبديل غدا هنا لا تكون حقيقة فمثلا انا الان اذا نظرت الى الفلكيين والناس الذين يحسبون دورة الارض ودورة الشمس والقمر ووالى اخره ونجدهم يقولون مثلا ان الساعة كذا في يوم كذا يحدث خسوف او يحدث كسوف في منطقة كذا حين نتابع هذا الذي قالوه ونجد الامر كما حسبوه واكدوه فهذا دليل على ان المقدمات سليمة لو كانت المقدمات فيها غلطة واحدة لكانت النتائج تأتي مضطربة فلما كانت النتائج سليمة فتلك حقيقة علمية فمثلا لو قالوا ان الارض كرة ودورتها حول نفسها تستغرق كذا ودورتها حول الشمس تستغرق كذا وحول القمر تستغرق كذا ففي الوقت الفلاني تكون الشمس اما بين الارض والقمر فيحدث كذا واما القمر بين الشمس والارض فيحدث كذا ما دامت هذه المقدمات والنتائج تأتي طبق الاصلة فلابد ان يكون هذا الكلام مبنيا على حقيقة علمية فلا نستطيع ان نجادل فيه لكن حين يأتي شخص ويقول لي انهم قد طلعوا الى القمر وربنا قد ذكرها في القرآن فاقول له كيف هذا يقول قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان وهذا هو سلطان العلم فاقول له ما دخل طلوع القمر هذا بالسماء ان القمر ليس الا ضاحية من ضواحي الارض ما القمر بالنسبة للسماء اين بعد الشمس ان القمر لا يبعد ثانيتين ضوئيتين اما الشمس فثمان دقائق ضوئية وهناك كوكب اخر وكواكب اخرى بيننا وبينها الف سنة ضوئية واخرى بيننا وبينها مليون سنة ضوئية فاين السماء واقطار السماء من اين جاءت فانت في ضاحية الارض في القمر ثم اذا كان سلطان العلم كما يقال فكيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران ما دام السلطان الذي جاء هو العلم وسننفذ فلماذا يقول يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران وهل انا المتحد فقط ام الجن ايضا داخل في التحدي الجن لانه يقول يا معشر الجن والانس يخاطب الاثنين والجن بنص القرآن كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع فهم واصلون الى مدى بعيد ومع ذلك متحدين اذا لا يصلح ان نقول ان القرآن اشار الى ذلك اذا فما معنى القرآن اشار الى ذلك اذا فما معنى الا بسلطان نقول الا بسلطان هذه اية لغرض واحد هذا ايضا اداء بياني حتى لا يعمل مغمز في اي قضية من قضايا الدين وحتى لا تتعارض قضايا الدين لقد اسر الله بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء فلو ان الا بسلطان هذه لم تأتي هنا لقال قائل لا محمد لم يعرج به الى السماء لماذا لان الله يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون وقد تحدى لكن قول الله لا بسلطان اي بسلطان منه فهو الذي يخضع القوانين وهو الذي يخرج محمدا من هذا النطاق الى السماء فاذا الا بسلطان هذه اية حتى لا يكذب محمد في انه صعد الى السماء ان لم تكن هذه الاية فقد كان من الممكن ان يقول انسان لا ان القرآن يمنعه اذا فالذين يمنعون ان القرآن قد يلتقي ببعض الحقائق العلمية نقول لهم لا لكن حققوا اولا انها حقيقة علمية فاذا وصلت مسألة الى مرتبة الحقيقة العلمية فالقرآن لا يعارضها بل يمكن ان يؤيدها والقرآن لم يجئ كتاب علم بمعنى انه لم يأتي ليعلمني الكيميا ولا ليعلمني الفلك ولا ليعلمني الجغرافيا انما يمس حقائق الكون الموجودة بما يؤدي الى مصداق قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم ولا يمكن ان يرينا الآيات في الآفاق وفي انفسنا الا اذا اكتشفنا حقائق علمية ثم وجدنا قرآننا يؤيدها ان يمر على الحقيقة على انها حقيقة وهذا غير ان يعلمها لنا فتعلمها نشاط ذهني لكن اذا وصلت اليها تجد القرآن اما ان يؤيدها او لا يعارضها وهذا ما يجب ان نلفت اليه في بحث القرآن من ناحية الحقائق العلمية الفصل السابع الاسلام والمصير الانساني كيف تنشأ المشكلة من الانصاف ان نقول ان الاسلام هو المنهج الوحيد او الدين الوحيد الذي استطاع بوضوح ان يضع النقطة على الحروف في هذه المسألة ليقنع القلب والعقل والوجدان وليس ذلك نقصا في الديانات السابقة ولكن النقص نشأ من ان مناهج الديانات السابقة لم تصلنا كما انزلها الله على رسله فذاك ليس عيبا في الدين وانما عيب في نقلات ذلك الدين ونحن نقرأ في القرآن امورا لا نجدها حيث اخبر بها القرآن وهو اصدق الحديث موضوع الانسان مسير ام مخير مجبر ام مختار يثير في الذهن ابتداء سؤالا كيف تنشأ المشكلة اذا قلت مثلا انا والله لا استطيع ان احكم على فلان اهو كريم ام بخيل لا تنشأ هذه المشكلة في الحجم او في الحكم الا اذا رأيت له بعض التصرفات كان فيها كريما وبعض التصرفات الاخرى كان فيها بخيلا فترددت في المسألة اهو كريم ام بخيل ولو كانت كل التصرفات بخلا ما نشأ ام هو كريم على هذا النبط ولو ان كل التصرفات التي اخذتها عليه كرم ما نشأ شق السؤال ام هو بخيل السؤال الانسان مصير ام مخير لو كان في ظاهر الحياة ان الانسان يرى نفسه مجبرا على كل اعماله لما نشأت فكرة اهو مخير ولو انه مخير في كل اعماله لما نشأت فكرة اهو مصير اذا فالانسان يجد افعالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه فيرى انه ما دام لم يوجد له اختيار فهو مسير فيها واشياء كثيرة تقع على حسب ما قدر واختار ويريد ان يلبس بدلة لونها كذا يريد ان يأكل طعاما شكله كذا يريد ان يتعلم في مدرسة كذا يريد ان يعمل كذا فتقع الامور كما يقرر او قريبا مما يقرر اذا فهناك امور للاختيار دخل فيها وامور ليس للاختيار دخل فيها هنا نشأت المشكلة الاسلام والمصير الانساني ما الانسان هذا الانسان الذي نريد ان نعرف مسير هو ام مخير لا بد ان نعرف حقيقة هذا المحكوم عليه ما هو الانسان اولا الانسان كائن من الكائنات الموجودة في الارض وليس الجنس الوحيدة فيها بل هناك اجناس اخرى تشاركه في الوجود ولكن بالاستقراء وجدنا ان الانسان ارقى هذه الاجناس وكل الاجناس في خدمته اقرب الاجناس اليه من جهة الدنو والمدركة بالحس هو الحيوانات وتحت الحيوانات النباتات وتحت النباتات الجمادات اذا فالاجناس الموجودة جماد ونبات وحيوان وانسان بماذا امتاز النبات عن الجماد؟ له جرم وله حيز مثل الجماد تماما الا انه امتاز عنه بالنمو صار جنسا برأسه والحيوان امتاز عن النبات بشيء من الحس والحركة بماذا امتاز الانسان عن الحيوان؟ بالفكر وما معنى الفكر في الانسان؟ الفكر معناه المقياس الذي يختار بين البديلات والامر الذي لا بديل فيه لا عمل لعقلك فيه وهنا يمكن ان تطرح قضية قضية عمل العقل رأيت بعقلك رأيا او عملا تستطيع ان تعمله او تترك واذا طرحنا القضية بهذه الصيغة فقد طرحنا معها في ذات الوقت قضية البديل تفعل او لا تفعل وما دام ابدا اذا فالانسان رغم كونه اعلى الاجناس ففيه حيوانية وفيه نباتية وفيه هناك بديل فعقلك يرجح ويختار فالامور التي لا بديل لها لا عمل العقل فيها جمادية فما في الانسان من قدر الجمادية وما فيه من قدر النباتية وما فيه من قدر الحيوانية فهو مسيس فيه كالجماد وكالنبات وكالحيوان واذا تصورنا ان انسانا يستطيع ان يرفع نفسه على الارض الى اعلى فسوف يسقط بعد ذلك كقطعة الحجر لان قانون الجماد يتحكم فيه وقانون الجازبية يحكمه ويشده الى اسفل وايضا فهو ينمو ولا دخل له في ذلك النمو وليس له عمل فيه كذلك فهو يحس ويتحرك وليس له عمل في الاحساس ولا في الحركة ولا ادارة دواليب جسمه واجهزته ولا دخل له فيها ابدا ولا يعرف كيف تدور الدورة الدموية ولا يعرف كيف تصنع الرئة فعلها ولا الجهاز البولي ولا الجهاز التناسلي ولا الجهاز الهضمي ولا اي جهاز يعرف الانسان شيئا من هذا او بمعنى اخر هو لا ارادة له فيها ولا يصنعها اذا فيه من الحيوانية ايضا هو مسخر فيه كالحيوان تماما ولا اختيار له في شيء وارجو ان ادعو كل فرد يرى نفسه في هذه القضية وسوف احاول ان ارى نفسي معه فيها ان من رحمة الله انه جعلني مسيرا في ذلك كله فان ادارة اجهزة جسمي كانت ستؤجل الى ان يصير لي عقل فاعرف كيف اشغل اجهزة الجسم فمن رحمة الله بي انه جعلني مسيرا ولا عمل لي في هذه المسألة البتة لانها تؤدي مهمتها وانا نائم فاذا كان لي اختيار فمن يديرها وانا نائم اذا فما في الانسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير فيها كهذه الاجناس تماما ولا اختيار له في شيء والسؤال الذي يرد هنا هو متى تنفصل فيه والجواب في الخاصية التي تجعله انسانا وهو العقل والفكر اذا ففي المنطقة التي يعرض فيها الفعل على العقل يفعل او لا يفعل فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار وهي منطقة التكليف من الله ولذلك فان فاقد هذا لا يكلف من الله لماذا لماذا لا يكلف المجنون لانه فقد اداة الاختيار بين البديلات والذي لم ينضج عقله بعد لم يكلف ايضا لانه لم يصبح اهلا للحكم على الاشياء اذا فربط التكليف بالعقل وجودا ونضوجا يدل على ان مهمة التكليف هي في الامر الاختياري الذي يجد الانسان فيه بديلا يفعل او لا يفعل ولو ان الانسان لم يكن مخيرا لاستوى ان يكلف المجنون وغير ناضج العقل اذا ما دام قصر التكليف على العقل والعاقل هو الذي نضج عقله اي الذي بلغ سن الرشد فما دام التكليف منصبا عليه فيكون التكليف هو في منطقة الاختيار ومنطقة الاختيار هذه هي التمييز اذا فالذي يقول ان الانسان على اطلاقه مسير يكون مخطئا والذي يقول ان الانسان على اطلاقه مخير يكون مخطئا ونقول له حلل الانسان الى عناصره فستجد فيه جمادية وفيه نباتية وفيه حيوانية فما فيه من هذه الاشياء هو مسير فيها ولا اختيار له فيها وما فيه من منطقة الاختيار بين البديلات بواسطة العقل ففيها تكون منطقة الاختيار تفعل هذا ولا تفعل هذا هنا نجد ان الدين حينما اراد ان يتعرض لهذه المسألة فقد تناولها فيما افهم على اساس ان جعل لله وصفين الوصف الاول انه هو الخالق وهو الفعال لكل شيء هذه واحدة والثانية انه عدل ولا ينبغي لاحد ان يأخذ صفة على حساب صفة الذي يقول ان الله هو الذي يفعل للانسان كل شيء يريد ان يحقق لله صفة الخلق لكل شيء وبعد ذلك يحله من صفة العدل فما دام هو الذي فعل كل شيء فلماذا يعذبني حينما عصاه فنجد مسألة العدل هذه ستنتهي واخر يريد ان يحقق فكرة العدل لله فنجده يجعل للانسان فعل كل شيء ونحن نقول للاثنين لا فانتما على خطأ فلابد ان تأخذ كل صفة سبيلها فهو خالق لكل شيء نعم ولكنه عدل ايضا وكلمة عدل تتطلب منا ان نفهم ان الله لم يكلفنا الا بما خلقنا صالحين الفعل وصالحين لعدم فعله فيوجه لنا الوجهة والادلة صالحة ان تفعل او لا تفعل فانا مثلا حينما ارجح طريقا على طريق لا يقال خلقت الفعل وانما وجهت الطاقة المخلوقة لله بالعقل المخلوق لله للمادة المخلوقة لله فانا ليس لفعل وانما انا وجهت الادوات الفاعلة فقط وما دمت انا الذي وجهت فالفعل ليس مني وانما التوجيه فقط للفعل مني انا فالانسان المؤمن يقول الله يفعل كل شيء نعم هو يفعل كل شيء ولكنه مع ذلك عدل نأتي هنا ونقول ما مهمة الرسل اذا ان مهمة الرسل هي ان ترسم منهج الله لتقول لك افعل كذا او لا تفعل كذا الله لا يقول افعل كذا او لا تفعل كذا الا اذا كان خلقك صالحا لان لا تفعل او تفعل فعندما يقول افعل هذا فلابد ان يكون قد خلقني صالحا لان افعل او لا افعل ولو كان قد خلقني صالحا لان افعل فقط لما قال لي لا تفعل ولو كان قد خلقني صالحا لان لا افعل لما قال لي افعل فإذا لا بد أن يكون قد خلقني في هذا الأمر الناضج الاختيار بين البديلات الأمر العقلي وأنا صالح لأن أفعل هذا ولا أفعل هذا هنا نجد أن هدايات الرسل تأتي لها معنا وهي الدلالة هداية بمعنى الدلالة وما معنى الدلالة أنت تهدي إنسانا إلى شيء أي تدله على طريق الخير مثلا هناك فرق بين هداية تدل وهداية تعين وتحمل هداية تدل هذا قدر مشترك حتى مع الكفار فالحق سبحانه وتعالى يقول أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهداء فأخذتهم صاعقة العذاب الهونة بما كانوا يقصبوا لو أخذناهم أو لو أخذنا فهديناهم على المعنى العام نجد أن الله تعالى يقول بعدها مباشرة فاستحبوا العمى على الهداء فكلمة هديناهم هنا ليست بمعنى حملناهم على أن يكونوا مهديين ولكن معنى هديناهم هنا أي دللناهم على الطريق الموصل للخير فهل استمعوا أم لم يستمعوا لم يستمعوا إذن فوردت الهداية في القرآن بمعنى الدلالة على الطريق الموصل إلى الخير ووردت أيضا بمعنى آخر وهو التمكين من فعل الخير والمعونة على فعل الخير كيف هذا نقول مثلا ولله المثل الأعلى أنا أمضي في الطريق وأريد أن أذهب إلى رأس البر مثلا وأنا لا أعرف الطريق الموصل إليها فجاء جندي المرور وقال لي هذا هو الطريق المؤدي إلى رأس البر فدلني على الطريق بكلامه إذن أنا انصعت له وشكرته وبعد ذلك اتجهت لأسير فيه فأجده يقول لي اسمع هذا الطريق فيه عقب في مكان كذا ويصح أن تعمل كذا حتى تنتهي منه أي يرشدني إلى شيء في الطريق والثانية قد يطلب مني أن يذهب معي حتى يخلصني من هذه العقبة فإذن كان هناك هداية هداية دلت على الطريق فقط وهداية أعانت على أن تسلك الطريق أعانى جندي المرور من الذي انصاع له وآمن بمشورته في أن الطريق هو هنا أما الذي لا يأتمر ويقول له لا أنت لا تعرف الطريق وماذا عرفت أنت عن الطريق فالطريق ليس هناك أن يمكن لجندي المرور أن يعينه عمليا بأن يسير معه إلى أن يدله بالطبع لا كذلك ولله المثل الأعلى الهداية بالنسبة لله الله يهدي الجميع مؤمنا وكافرا يهدي بمعنى يدل الجميع على طريق الخير وبعد ذلك فالذي يؤمن به إلها ويستمع إليه بعد ذلك يعينه ويسهل عليه المهم ولذلك قال ربنا يعينه والمعونة لا تأتي إلا لمن أقبل على عمل وبعد ذلك تعينه أما غير المقبل على عمل فكيف تكون المعونة فالمعونة لا تأتي لشخص لا يعمل ثم تجعله يعمل لا ولكن المعونة أن تجد واحدا مقبلا على عمل وبعد ذلك تعينه أنت على العمل ربما أثر هذا كله في أذهان البعض سؤالا ما الذي أعان هذا ولم يعن ذلك ثم أليس الله والذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء حينما نطالع آيات في القرآن لابد أن نستحضر كل المادة بمعنى سأرى آيات فيها نفي وآيات فيها إثبات مثلا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صلاة مستقيم إنك لا تهدي ماذا أثبت له أثبت له الهداية ثم يقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت فأثبتها له مرة ونفاها عنه مرة أخرى ولا يمكن أن يكون النفي والإثبات متعلقين بمعنى واحد في الهداية بل الهداية هنا لها معنيان هداية بمعنى الدلالة وهداية بمعنى المعونة أما التي للرسول عليه الصلاة والسلام فالهداية بمعنى الدلالة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل الناس وترشدهم على طريق الخير يسلكونه أو لا يسلكونه هذا موضوع آخر يؤمنون به أو لا يؤمنون هذا موضوع آخر فالذي يؤمن به ويقبل على منهج الله فيه ويصدق الله فيه يكون عمل الله في أن يسر عليه الأمر وأن يعينه يأتي في آية ثانية ويقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إذن فالهداية ترد بمعنيين بمعنى الدلالة وبمعنى الحمل على الخير فالتي بمعنى الدلالة الكل مشترك فيها وأما التي بمعنى الحمل على الخير فالذي يقبل على الله مؤمنا به ومصدقا لهدى يقول له ما دمت آمنت بي وصدقت بي وأقبلت بنفسك على منهجي أعينك أنا على ذلك المنهج وأمكنك منه وأريك حلاوته إذن فالحق حينما يقول وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى أي أنهم قالوا لا نحن غير مؤمنين بأن هناك ربا وليس هناك من توجيه فإذا كانوا غير مؤمنين بأن هناك ربا وبأن منه التوجيه فكيف يمكنهم من الهداية لا يمكنهم وإنما يمكن من أقبل مؤمنا به ومن سمع له وكأنه يقول له آمنت بي وصدقت منهجي وأقبلت بنفسك علي إذن فأنا أعينك على ذلك الأمر فإذا رأيت آية مطلقة في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلابد أن نحمل المطلقة في القرآن على مقيده ونقول له هات آيات القرآن في الهداية كلها تجد هنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء على الكل عامة وفي آية أخرى يقول والله لا يهدي القوم الكافرين كافرين به فكيف يعينهم على التقوى لا يمكن والله لا يهدي القوم الفسقي والله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إذن فهداية الله بمعنى تذليل العقبات والحمل على طريق الخير لمن لمن استمع له وآمن به وأقبل على منهجه فالمعونة تأتي من الله لصاحب ذلك وأما الذي لا يؤمن بالله ولا يستمع منه ولا يقبل على منهجه فكيف يعينه الله لا يمكن أن يعينه الله فإذا رأيت آيات في القرآن مطلقة وأخرى مقيدة فاحمل المطلق دائما على المقيد وقل يهدي من يشاء نعم صحيح ولكن من هم الذين يشاؤهم فأما الذي كفر به فلا يعينه على الهداية فهو قد هدى الجميع بمعنى دلهم لكن المعونة منه لا تكون إلا لمن آمن به واقتنع بالمنهج عن فإذا آمن به واقتنع بالمنهج عن تكون معونة الله سبحانه وتعالى له بعد هذا الحديث ربما يرد في بعض الخواطر نقطتان الأولى أن بعض الكافرين أو الجاحدين أو الذين لا يؤمنون بالله يعانون أحيانا على أمر من أمور الدنيا بينما لا يعان عليه المؤمن المتقي الذي يطيع الله بل قد يجد المؤمن من الابتلاء ما لا يجده الكافر هذه نقطة والنقطة الثانية تتعلق بسؤال مطروح إذا كان هناك شخص على تقوى من الله وكان آخر من غير المتقين فهل هناك قدرة على الاختيار عند الاثنين وهل هناك حرية اختيار لأنه متى توفرت حرية الاختيار أصبح هناك مقتضا أو أساس للحساب بالثواب والعقاب الدليل على المراد في توفر حرية الاختيار أن المكره على شيء لا يعاقب عليه وما معنى الإقراه أن يحملك على ما لا تختار ما دام يكرهك أي يحملك على ما لا يختار فلا يتعلق عقاب إذن الذي يفسد عليك الاختيار يرفع عنك العقوبة فمعنى ذلك أن المكلف ضامن لك الاختيار بدليل أنه حين يأتي واحد ويكرهك على العمل فلا يكون عليك عقوبة فمعنى هذا أن الذي خلقك وخلقك مختارا لا بد أن تكون مؤمنا بكل ما يكون منه فإذا تدخلت قوة لتكرهك على شيء أنت تختار غيره فيكون الحساب في هذه قد ارتفع عنك أما المسألة الأخرى وهي مسائل الدنيا فإن مسائل الدنيا عادة نجد أن النفس مقبلة عليها بطبيعتها لكن هناك المناهج التي تحدد حركة المؤمن في الحياة لا يوجد أحد يحث على أمر دنياه أبدا كل الناس مقبلون على أمور دنياهم بالأسباب والوسائل فالذي يدخن الأسباب مؤمنا كان أو كافرا يأخذها يقول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ويقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وعالم الأسباب في مسائل الدنيا مطروح أمام الخلق فالذي يأخذ للشيء أسبابه ويبقن عمله يأخذ خيره مؤمنا كان أو كافرا لكن لا يأخذ منهج الله إلا من آمن بالله فمنهج الله هذا مخصوص بمن مخصوص بالمؤمنين المؤمن الذي آمن بوجود الله فساعة أن يأمر الله بأمر فثقته في الأمر وثقته في التكليف تجعله يقبل على الأمر لأنه مكلف من الله إذا أقبل تأتي له معونة الله والدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوانها عند الله أنه أعطاها للمؤمن وأعطاها للكافر إذن فلا تقاس مسائل الدنيا بمسائل التكليفات وحتى نوضح هذه المسألة نأتي ونقول حين يطرح الإنسان قضية من قضايا دنياه بعيدة عن تكاليف السماء كأن نجد على سبيل المثال طالبا يريد أن يتعلم في كلية الهندسة وهو الآن طالب في المرحلة الإعدادية فلابد أن يرتب نفسه على أن يكون متقدما في الثانوية ومجموعه كذا فإن لم يقع على كلية الهندسة فقريب منها وإذا أراد طالب أن يكون من العشرة الأوائل في التوجيهية فإنه يرتب حياته واختياراته على أن يكون كذلك فإن لم يستطع فقد يكون مثلا من العشرين فيقع قريبا من العشرة الأوائل لماذا لأنه أخطأ في بعض التقديرات وهنا نسأل لماذا لا يتدخل القدر مع الناس مثلا في أنه يأتي أول الشهر ويمتنع أحد عن صرف راتبه من الذي امتنع أول الشهر أن يذهب ليصرف راتبه لا يوجد أحد إلا أن يأتي للشخص ظرف قاهر لماذا لم يتدخل القدر هنا طيب لنتصور أن رئيس الدولة يقول أنا مسافر الساعة الرابعة صباح وأريد الوزراء وكذا وكذا أن يكونوا في توديعي من الذي يتأخر لا أحد لماذا لم يتأخروا لكن إذا قيل إن الفجر يؤذن الله أكبر وقيل لك تعال إلى الصلاة لماذا تدخل القدر في هذه لماذا تدخل القدر هنا ولم يتدخل القدر هناك أروني واحدا من الذين امتحنوا في الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم كذا ألف تأخر عن بدء الحصة الأولى من الامتحان مهما كانت مسافته في المواصلات بعيدة فلماذا لماذا رتب أموره هكذا ولماذا رتبت له بحيث وقع على ما يختار لكن إذا قيل له صلي أو اعمل خيرا ما يأتي ويقول لك القدر تدخل لماذا لم يتدخل القدر إلا في الأمور المطلوبة تكلفيا وفي أمور دنيا ترتب تلك الأمور فإن لم يقع عليها فإنه يقع قريبا منها هذا سؤال أثاره المسرفون على أنفسهم مسير أم مخير والدليل على ذلك أن المسألة ليس فيها تناقض عقلي لأنه لو كان هناك تناقض عقلي لكانوا سيقولون إذا كان الله كتب على الإنسان المعصية فلماذا يعذبه ولنا هنا أن نقول إنه ياتي الشق الثاني وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه لم نسمع السؤال الثاني أبدا كل سؤال يرد يقال فيه إذا كان الله قد كتب علي المعصية لماذا يعذبني ولم نسأل أبدا وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه لماذا لأن المسألة الأولى جاءت له بظلم كما يرى والثانية جاءت له بيسر فهل يريد أن يوجد لنفسه منفذا ليخلص منه من ذلك الغرم ولذلك نأتي ونقول إن الحق سبحانه وتعالى ما دام قد خلق له عقلا وجعل العقل هو مطية التكليف بحيث إذا لم يكن عاقلا لا يكلف وإذا أكره يسقط عنه التكليف وإذا لم يكن عقله ناضجا أيضا فمعنى ذلك أن الاختيار الموجود فيه مشروط في إقباله على العمل والاختيار لا يكون إلا مع قدرته على هذا العمل وقدرته على العمل الآخر ترجمة نانسي قنقر